السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتنا وطلابنا طلاب تلت سنة اهلا بكم في اول مراجعة من مراجعتنا النهائي عشان الناس تبقى فاهمة المراجعة هتمشي ازاي باذن الله بس هناخد منكم دقيقة كده في البداية باذن الله حضراتكم هتشوفوا المراجعة النهاردة وكل واحد فيكم هينزل على معاد محضرته المراجعة حضرتك لازم هتفتح كشكول تجيب لي كده كشكول محترم وتكتب ورايا كل حاجة هقولها عشان ده الكشكول اللي هيدخلك المحضرة في السنتر باذن الله هتخلص مراجعتك قبل ما تيجي السنتر لازم تخلص وبدون ما هتخلصها مش هتخش ثم بعد ذلك تخش السنتر تلاقيني بلملك كل حاجة من اول وجديد بس بشكل اسرع هنا تفصيلي لا من كل حاجة وبعد كده تيجي السنتر ألمهلك اكتر ثم بعد ذلك نحل علي اسئلة جزئية على كل جزئية ثم نحل امتحانات شاملة على كل محاضرة طيب ده هنا اول جزئي بقى انت حضرتك تترجع المحاضرة ثم بعد ذلك تجي السنتر جاهز وانت جاي السنتر لازم يكون معاك كتاب المراجعة لازم تكون داخل بيه لانه من غيره انت مش تعمل حاجة احنا هنحل بعد ما نشرح طبعا وبعد كده نبدأ بقى نشوف هنعمل ايه طيب كلمتين بس قبل ما ابدأ اول مراجعة المراجعة دي انا عملتها بالشكل ده ليه زي ما بيقولوا كده الوحوش الرجالة لكل طالب راسم او حاطة في دماغه 80 درجة الجهد اللي انتو هتشوفو ده يا ولاد ان شاء الله ربنا ينفعنا بيه كلنا انا لمملك كل حاجة انت هتشوف دلوقتي مفيش الهوى معادي وكأني بشرح من اول السنة تاني كل جهد ممكن اعمله مش خسارة في حضرتك عادي جدا مفيش مشكلة انتو بس ذكروا واعملوا اللي عليكو وكل حاجة تحترجلكم فكل حاجة هتلاقيها موجودة لحضرتك وموجودة لك في المفتوح على قناتنا على اليوتيوب عشان كل الطلاب قادر او غير قادر يقدر يكون الحاجة متاحة ليه كلنا بنساعد بعض وكلنا جنب بعض مفيش اي مشكلة احنا واحد زي ما بيقول وبالتالي حضرتك باذن الله مش عايز ناس مكسلة مش عايز ناس لا مش قادرة الجهد اللي انتو هتشوفو ده عشان حضرتك باذن الله توصل لثمانين درجة باذن الله طيب كمان الشرح التفصيلي لكل حاجة ده برضو ماخدناش وقت كبير يعني لما تلاقي وقت المحاضرة زي ما هو طالع لك دلوقتي ان شاء الله مش هتلاقي وقت كبير وبالتالي تقدر تلم معايا كل حاجة هتلاقي المحاضرة منقسمة لنحو وادب ونصوص وقراءة وبلاغة وقصة وتعبير فيها كل ده وحل عليها حاجات بسيطة عشان بعد كده هنحل فيه المحاضرات اي حد واقع منه اي حاجة فاته اي حاجة الكلام اللي انا هقوله ده مش كلام اعتباط يعني مش كلام انا بس كلام كده بجيب بينناس لا ان شاء الله المراجعة دي هتلملك كل حاجة بمعنى كل حاجة طمن لو انت لسه باسم اللي هتقول باسم الله في العربي عادي ولا يهمك افتح المراجعة اكتب ركز وانزل حل وملكش دعوه سبها لله واي حاجة هتحتاجها هنبقى مع بعض عشان توصل بإذن الله 80 درجة اي طالب واقع منه حاجة او حتى ما بدأش العربي شل من دماغك اي حاجة وحط في دماغك ان انت هنا ان شاء الله معانا لسه قدامك فرصة انك تجيب 80 درجة وهتشوف ده من خلال الشرح وهتشوف انه مفيش الهوى معدي بالعكس لان كل التفاصيل معمولة بشكل ان شاء الله يبقى شكل لطيف ما تزهقش منه ان شاء الله كل حاجة تكون فايدك طيب عشان ما نطولش على حضراتكم اكتر من كده تعالوا نبدأ اول مراجعة خدوها كده بحماس قوم استعم بالله خدها بقوة اسمها على الايام ما تخدهاش كلها في يوم واحد واسبها لله تيجو نبدأ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو الوقدة من لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين ربنا عليك توكلنا ويليك انابنا ويليك المصير يلا نبدأ رحلتنا للتمانين درجة باذن الله تعالوا معي طيب اول حاجة هنبدأ بيها هي الوحدة الاولى طيب الوحدة الاولى اول حاجة عندي يا ولد قال لي عندي حاجة اسمها همزة القطع والف الوسط طيب وعشان نبقى عارفين الوحدة الاولى كاملة بتكلمني على الهمزات او قواعد النطق والاملاء قواعد النطق والاملاء لما اجا اكتب همزة الهمزة عندي تلات انواع عندي همزة بتيجي في بداية الكلام وعندي همزة بتيجي في وسط الكلمة وعندي همزة بتيجي في نهاية الكلمة عشان اقدر اكتب الهمزة لازم في البداية اعرف هي الهمزة جاية في انهي حتة في الكلمة بالضبط لو جات في اول الكلمة فدي اسمها همزة قطع والف وسط طب ولو جات في نص الكلمة اسمها همزة متوسطة ولو جات في نهاية الكلمة اسمها همزة متطرفة خلاص كده ودي ليها قعدة ودي ليها قعدة ودي ليها قعدة علشان مشكلتكم لما بنجي نكتب الهمزا المتوسطة بتعملوها معاملة المتطرفة والمتطرفة معاملة المتوسطة فبتبوز الدنيا أنا لازم أحدد نوع الهمزة يبقى أنا عندي همزة القطع والوصل دي في الأول وعندي حكس ماها همزة استفهام برضو بتيجي في الأول وعندي همزة متوسطة وهمزة متطرفة تعال نشوف همزة القطع والوصل ودي اللي بتيجي في أول الكلام طيب ايه هي يا سيدي? همزة القطع وإيه هي ألف الوصل طيب همزة القطر اللي هي الألف أو الهمزة اللي بتنطق وقفا ووصلا يعني إيه قال لي يعني همزة القطر أولا هي بتتكتب كده يا إما ألف فوقها همزة يا إما ألف تحتها همزة كده وبتتنطق في أي حالة من الأحوال يعني أنا لو قلت كده كلمة زي دي أحمد أنا نطقت الهمزة ها أحمد طب لو أنا قلت جاء محمد لو أنت لحظت الهمزة اللي أنا بقولك عليها دي الهمزة دي اتنطقت في الحالتين سواء كانت في بداية الكلمة فأنا بدأت بيها الكلام أو في وسط الكلام فأتنطقت برضو فأنا هنا بقولك أحمد أو جاء محمد وأحمد بانطق الهمزة طيب بقى همزة القطع دي الهمزة اللي بتيجي في أول الكلمة وشكلها كده ويا إما بتتكتب بتتنطق وصل ووقف تعالوا بقى تشوف ألف الوصل قال لي لا حضرتك ألف الوصل تنطق عند الاتداء بها وتختفي وصلا يعني إيه قال لي لا همزة بقى الوصل دي الألف اللي بتتكتب بالمنظر ده ألف كده ولا فيها همزة ولا تحتها همزة ودي بتتنطق بس لو هبدأ بالكلمة لكن لو هي جات في نص الكلام تختفي عشان كده أنا لو قلتلك مثلا كلمة زي احترام أبصر اح ايه 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 نطقة همزة لكن لو قلتلك نحرصه على القيم واحترام المبادئ شوف بقى هنا أنا قلتلك ايه نحرصه على القيم ركز كده وح وح من الوو للح والألف ما تنطقتش عشان جات مص الكلام يبقى دي في عجالة سريعة ايه الفرق ما بين همزة القطع والف الوصل امتى بقى الكلام امتى الكلمة أبدأها بهمزة قطع وامتى الكلمة أبدأها بألف وصل أليبص تعالى نقسم الكلمات نشوف الكلمة اللي احنا هنكتبها الكلمة اللي حضرتك هتكتبها هل هي اس؟ ام حرف طيب لو الكلمة اللي انا هكتبها اسم او لو الكلمة اللي انا هكتبها حرف لو الكلمة اللي حضرتك هتكتبها اسم فانا بقول لك اهو انه كل الاسماء في اللغة العربية همزة قطع اي اسم في اللغة العربية همزة قطع زي كده لما اجا اقول لك احمد اسامة اسرة انسان اي اسم في اللغة العربية الهمزة بتاعته لازم تكون همزة ايه؟ همزة قطع ما عدا ومهمة قوي الحتة دي ما عدا تسع اسماء كم اسم؟ تسعة والتسعة دول احنا بنسميهم كده الاسماء التسعة او الاسماء الشازة في اللغة التسعة دول بس هم اللي بيبقوا همزة وصل بس طيب ايه هم التسعة اسماء اللي يعد معايا يا سيدي قال لك كلمة اسم كلمة ابن ابنة امرأ وامرأة واثنان واثنتان وعندي ايم الله وعندي ايمان الله دل القسم حاجة زي والله فانا عندي كلمة اسم ابنة امر امرأة اثنان اثنتان ايم الله ايمان الله التسعة اسماء دول بس في اللغة العربية اللي وسط يبقى انا لو هجا كتب لو انا بكتب اسم اي اسم لازم حط الهمزة معادة واحد من التسعة دول ما بحطش عليهم حتى انا هتلاقيني كتبهم من غير الايه الهمزات خلي بالك من منحوظة معظمكو ما بياخدش بالو منها طيب ايه هي الملحوظة بص يا سيدي المفرد والمسنة بتاع الكلمات دي بيبقى وسط لكن الجمع قطع ازاي قال يعني انا لما اجا اقول لك مثلا كلمة اسم وصل ايه مفرد او المسنة اسمان وصل لكن لما اجا اقول لك الجمع بتاعها اسماء حطيت الهمزة بقت قطع فانا الكلمات دي التسع اسماء دول هما والمسنة بتاعهم وصل لكن لما اجا عند الجمع انا مليش دعوة الجمع مش وصل الجمع قطع يبقى انت عارفت كده ايه موضع همزة القطع والوصل في الاسماء كل الاسماء همزتها همزة قطع معادة التسع دول هما بس الالف ايه الف وصل طب تعالى للحروف قال لي نفس الكلام كل حروف اللغة قطع كل الحروف همزت قطع طيب يا مستر كل الحروف ازاي الحروف مثلا زي حرف الجر اله ماشي مثلا حرف زي انه وده حرف ناسخ ان او كل دي حروف او حرف عطف يبقى اي حرف في اللغة العربية الهمزة بتاعته همزة ايه ولاده همزة قطع اتفقنا اللي ما عدا واحد حرف واحد بس والحرف ده اسمه التعريف التعريف فلما اقول لك مثلا كلمات زي السماء الالف دي انا بحط لهاش همزة الخير التنمية كل الكلمات دي ما حطط لهاش همزة ليه ما حطتش همزة في الاول قال لي لانه دي الالف واللام الاولى دي اسمها قال التعريف وده الحرف الوحيد اللي بيجي وصل طيب يا سيدي انا كده التاني لما يجي يقول لك الكلمة دي وصله والله قطعي لازم في البداية احدد نوعها ده بسم الله اسم كلهم قطع مع عدد تسعة حرف كلهم قطع مع عدد ال تعالى بقى نشوف الكلمة اللي انت هتكتبها لو طلعت سواء فعل او مصدر تعالى نمسك لو الكلمة بتاعتي سواء كانت فعلة او كانت مصدر اول فعل اولاد خلينا الاول نعملهم في الافعال انا عندي كده تعالى عمل هوملك في جدول الجدول دي رايح عليك حاجات كتير بوسيا سيدي الجدول ده تعمله يا اما انا عندي فعل ماضن يا اما انا عندي فعل امر يا اما انا عندي مصدر صح كده اي فعل او مصدر اهو الافعال والمصادر والمصادر لو طلع لي فعل او طلع لي مصدر لازم في البداية الشرط اللي انا هقولك عليه ده وياك تنساه اللي هو ايه قال لي عشان لو جالك فعل او مصدر لازم عد حروف الماضي بتاعه يبقى تاني لو انا عندي اسم كلها قطع معدد تسع حرف كلها قطع معدد ال افعال والحروف لو جات لك بقى افعال ومصادر لو جالي فعل ماضي فعل مضارع فعل امر مصدر ومعنى كلمة مصدر هو المفعول المطلق معنى كلمة مصدر نعملها كده اللي هو المفعول الايه مفعول مطلق لازم اعمل ايه لازم اعد حروف الماضي بتاع الكلمة ما بعدش حروف الكلمة بعد حروف الماضي بتاعها طيب لما بعد حروف الماضي خلي بالك لو جالي فعل ماضي انا هعد حروف الماضي فهو كده كده موجود هيطلع لي حاجة من دول دول كده يا اما هيطلع لك سلاسي رباعي خماسي سداسي نمسك واحدة واحدة الفعل الماضي انا اطلع لي فعل ماضي عدت حروفه لو حروفه تلت حروف او اربع حروف فهمزته همزة قطع خمس او ستة حروف فهمزته همزة او الف والف وصل مثال تخيل لو انا جاب لي كلمة زي اخذا جاب لك كلمة زي اخذا ايه ده اخذا ده فعل صح اه فعل ايه ماضي بعد حروفه اخذا ثلاثة الماضي السلاسي على طول على طول قطع طيب تعال نشوف امره برضو فعل سلاسي وسلاسي ماضي خلاص الماضي السلاسي قطع طب ولو طلع لي فعل زي اكرمه فعل رباعي فعل ماضي او بس اربع حروف الماضي الرباعي قطع فعل زي احسنه ما اقول لك احسن الرجل الى جاره احسنه ده فعل ماضي اربع حروف على طول ده قطع طب لو خمس حروف او ست حروف وصل لو انا قلت لك كده احترمه ها وصل تعال بقى اقول لك التركاة دي ات تصل يا مستر ده اربع حروف اقول لك تعال يا حبيبي الف وصل بعدها ت على طول حضرتك تبقى متأكد انه التاق دي تاق مشددة اتصل ات 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 اي حاجة التاق هنا مشددة فده ماضي خماسي خد الملحوظة وعندي الوص قال لي الوص زي اس تخرج ها اط مأن اس تغلى خد بالك من الحروف المشددة الله يكرمك يبقى انا عندي لو طلع الفعل ماضي سلاسي رباعي قطع خماسي سداسي وصل تعال بعد كده للفعل الامر لو عندي فعل الامر هعمل ايه هعد حروف الماضي بتاعه تاني هعد حروف الماضي بتاعه طيب لما عد حروف الماضي بص عشان رياحك اي فعل امر وصل اي فعل امر ايه وصل او كله وصل معدى الرباعي بس هو اللي ايه هو اللي قطع عشان كده الفعل الفعل الامر كله وصل معدى الرباعي كله وصل معدى الرباعي ممكن احتى عشان نغلخصها هنا هقولك كده ثلاثة واربعة خمسة وستة ده الامر الماضي الماضي السلاسي والرباعي قطع باللخصها هو والخماسي والسلاسي وصل لكن الفعل الامر كله قطع عدى الرباعي عارف دي انت بعد ما تعمل تقرأ تفهم ازاي لو انا قلت لك فعل زي احرص ده ده فعل امر هعد ايه هعد حروف الماضي الماضي بتاعه ايه حرصة الماضي حرصة ده سلاسي صح ايوة يبقى ده امر الفعل السلاسي يبقى انا على طول عندي ده وصل لان الامر كله وصل معدى الرباعي قطع انا ايه اللي انا كتبته ده انا كتبته فوق كله وصل ماشي ما علينا ماشي تعال نشوف بعد كده اهو وصل معدى الرباعي لما اجا اقول لك كده اعلم مستر اعلم ده فعل امر ايوة الماضي بتاعه ثلاث حروف صح امر السلاسي وصل زي الخماسي لما اجا اقول لك كده استمع الماضي يا مستر استمع ما تقوليش سمع اسمع سمع خلي بالك انتو دي برضو بتقعوا فيها لما اجا اقول لك استمع قال ايه واحد يقولي الماضي سمع قال ايه يا حبيبي الماضي سمع يبقى الامر اسمع لكن استمع استمع يبقى انا عندي هنا خمس حروف الوقت يبقى وصل اجا اقول لك كده اتق الله تقولي يا مستر ده ثلاث حروف اقولك يا حبيب ما تعدش حروفه هو هات الماضي تقولي يا مستر طب الماضي اهو بص كده اربع حروف اقولك مغفل ونسيت اللي انا لسه بقول عليه دلوقتي اصحى يا ابني اهو الف وته الف وصل وته يبقى التق مشددة اتقى يبقى انا عندي على طول ده خماسي بص عامل ازاي مديك فعلي ثلاث حروف وهو امر خماسي السوداسي نفس الكلام لما اجا اقولك كده استخرج استغل كل ده تعال بقى عند الرباعي لما اجا اقولك كده اكرم ضيفك الماضي اكرمة احسن الى جارك تمام كده طيب يبقى انا عرفت لما يجيلي فعل ماضي بعد الماضي لما يجيلي فعل امر بعد الماضي وعرفت ان الماضي 3 او 4 قطع 5 او 6 وصل الامر كل وصل معدن الرباعي بس هو اللي قطع المصدر عامل زال الماضي اللي هو ازاي قال لي لو لازم عد حروفه كده كده لو 3 او 4 يبقى قطع 5 او 6 بقى وصل مثال اهو قطع قطع وصل وصل مثال لو انا جيت قلتلك مثلا اخذن تعال نجيب المصدر بتاع الاتنين دول اخذ اخذن مثلا انا معرفش عن المصدر ده انا بعمل فيه يعني ايه مصدر اصلا مع ان احنا خدناها في المصادر لكن ماشي المصدر هو الكلمة اللي لو حطتها قدام الفعل بتاعها هتديك مفعول مطلق يعني احترام مصدر او مش مصدر اقول لك مصدر ليه لو انا حطتها قدام الفعل بتاعها احترم احترام انتقم انتقام اخذ اخذن اكل اكلا يبقى المصدر هو الكلمة اللي بنفع تكون مفعول مطلق زي كده امرا برضو نفس الكلام مفعول ايه مفعول مطلق يبقى انا عندي تاني المصدر السلاسي قطع المصدر السلاسي قطع طب والرباعي نفس الكلام قطع لو انا جيت قلت لحضرتك كده هتلي المصدر بتاع اكرم تقول لي اكرام طب احسن تقول لي احسان مش دي كده اكرم اكرام احسن احسان يبقى انا عندي على طول المصدر الرباعي قطع ثم بعد ذلك الخماسي لما اجا اقول لك كده كلمة زي احترام كلمة زي اتصال الماضي احترم والماضي اتصل يبقى انا عندي على طول وصل لانه خماسي طب استخراج سداسي استغلال سداسي على طول طيب الفعل المضارع الفعل المضارع ده بن نسوي لطيف وجميل ويعني مفيش زيه خالص ليه؟ قالك لانه حضرتك الفعل المضارع انت مش مستاهل مش مستاهلت ضجة اللي انت عاملها دي بقى كلها برضو ليه؟ قالك لانه الفعل المضارع بمنتهى البساطة كله همزة قطع طالما فعل مضارع وبادئ بهمزة فالهمزة بتاعته همزة قطع سلاسي بقى ربعي بتنجاني اخونا الهواء هو طالما مضارع بدئ بهمزة فالهمزة همزة قطع زي ايه؟ ودايما هتلاقي بيعود عليك يعني انت اللي بتاعته يعني اكدك بتكلم عن نفسك اقول لك انا اتعلم انا احظى بالتقدير انا استخدم هذه الادوات وهكذا خلاص؟ طيب عشان كده اقول لك خلي بالك لما يجي يقول لك ايه؟ شوف كده سين انا طبعا مش هقرأ اللي انا هكتبه عشان حضرتك هتعرف بس حضرتك لازم تميز ها ايه الفرق ما بين ده وده لما اجي اقول لك كده انت لقيت في الفعل الاولان الهامزة فاه يعني ده مستحقص ده لو فعل امر اكتب احنا اتفقنا الامر كله وصل فالامر السلاسي وصل منفعش فتنفع تكون ايه؟ تنفع تكون دي فعل مضارع دي كده على طول فعل ايه؟ مضارع او اكتب الدرس هنا ده فعل امر اه على طول كده يبقى انا عندي على طول ده هنا فعل مضارع ده هنا فعل امر تعال بقى ركز معايا بما ان احنا ناس بنراجع المنهج تعال اربط لك ما بين الوحدات وبعض تخيل لو انا قلت لك كده اسمع النصيحة فاحظى بالتقدير او فترتفع منزلتي باكز باكز في السؤال ده شوف جمال السؤال و اسمع النصيحة فترتفع منزلتك شوف شوف فرق السؤال الله يكلمك ويروح اقول لك ايه جايب لك سؤال زي ده ويقول لك اعرب خلي بالك احنا هنا بنربط الوحدات ببعض دي الاسئلة اللي انا دخلك فيها وحدتين ثلاثة ببعض واخليك عمال واخد بالك من كل حاجة اعرب يا سيدي الفعل ترتفع اقول يا مستر ده فعل مضارع بس انا ملاحظ انه حضرتك حاطتلي فيه الفاء اقول لك برافو ملحوظة هيلة فعل مضارع يلازق فيه الفاء اه ايه اللي يحصل اقول لك بص يا سيدي ده لو احنا هنعربه يعني نعربه فعل مضارع مرفوع فعل مضارع ايه مرفوع والفاء دي فاست نافية اما لو انا هاعرب ده هاعربه فعل مضارع منصوب والفاء دي فاست بي لا واقف كده الله يكلمك وواحدة واحدة علي واحدة وقل لي بالراحة اقول لك تعالى احنا اتفقنا انه فيه بتلزق في الفعل المضارع اسمها فاء السببية صح؟ اه بس انا قلت لك من ضمن شروط فاء السببية انها لازم تسبق بنفي او طلب يعني ايه طلب؟ يعني امر او نهي او استفهام او تمني او رجاء او تقول لي اه طيب هل الفاء دي تعالى بقى نعملها باللون الايه الاسود عشان يبان هل الفاء دي قبلها نفي او طلب؟ تقول لي لا والله هو ده اسمع طالما الهمزة موجودة يبقى ده فعل مضارع اقولك الله ينور عليك وطالما مش مسبوقة بنفي او طلب فدي مش فاء سببية ودي فاء استقنافية عادية بكمل بها الكلام وده فعل مضارع مرفوع لكن الفاء هنا قبلها اسمع مفيش همزة يبقى ده فعله امر اذا طالما ده فعله امر ما بنقصين كده ده طلب وطالما طلب يبقى الفاء دي فاء سببية والفعل المضارع ده هو فعل مضارع منصوب تفهمت ازاي؟ يبقى انا ممكن ادخلك الوحدات كده في بعض تعالى يا حبيبي دي الوحدة الخمسة الفاء هنا عارفت منين ان دي منصوب انه اسمعه الهمزة موجودة خدت بالك ازاي؟ شوف الاسئلة التركات بتاعت الاسئلة بقى تيجي ازاي؟ دي ميزة المراجعة هنا في المراجعة كل حرف او كل تركاية في المنهج نحط الاسئلة طيب ده كده كل حاجة عن همزة القطع والف الايه؟ والف الوصل تعالى نحللنا انا همشي كده المراجعة طبعا هنا الحل اه هيبقى فيها حل بس مش بالكم الكبير الحل الكام الكبير هيبقى في المحاضرة سواء في المنصة او في السنتر تعالى برضو نحللنا كم سؤال على همزة القطع والف الوصل طيب تعالى نشوف السؤال الاول بيقول لي ايه؟ قال الشاعر احسن الى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الانسان احسانا قال لي كلمة احسن وكلمة استعبده وكلمة احسان ايه؟ ليه دي قطع وليه دي وصل وليه دي قطع تعالى نشوف احسن الى الناس احسن الى الناس احسن ده فعل امر حل لازم اعد الماضي الماضي احسنة رباعي اذا هو امر رباعي طب ياسين وكده كده الفايل ده حضرتك هتلاقي عندك في صندوق الوصل موجود مع الشرح فطالما استعبد استعبد خلاص ده فعل ماضي كم حرف استعبد ستة اذا ده ماضي ماضي سداسي كلمة احسان هالüst ان ده اسم لا حرف لا فعل ماضي او مدرع او امر لا ده مصدر احسن احسان اذا ده مصدر الماضي بتاعه احسنة اذا ده مصدر رباعي لما اجيب الماضي احسنة مصدر رباعي اذا انا عندي امر رباعي ماضي سداسي مصدر رباعي اذا الاجابة دال ما أعظم إكرام المحسن المشارك في البناء اللي هات اسم يبدأ بهمزة قطع أنا فين الاتنين اللي بدقين بهمزة قطع أعظم وإكرام أقول لك تمام تعال بقى نربط الوحدات ببعض زي ما قلت لك كلمة ما أعظم حضرتك ده فعل ماضي فعل التعجب لكن إكرام هو المصدر والمصدر بنعتبره اسم مش فعل إذن أنا عندي كلمة إكرام لأنه ده فعل ماضي بتاع التعجب طب يا سيدي خيرني أستاذي بين المشاركة في الرحلة أو إكمال نشاط المصرحية مع أصدقائي حدت الكلمات التي وردت بها همزة قطع في العبار طيب أنا إيه الكلمات اللي جات فيها همزة قطع أقول لك يا سيدي الكلمات اللي جات فيها همزة قطع أنا عندي كلمة أستاذي ده اسم وعندي كلمة إكمال وعندي كلمة أو ده حرف وإكمال ده مصدر أكمل إكمال مصدر رباعي وكلمة أصدقائي يبقى أنا عندي أستاذي أو إكمال أصدقائي يبقى أنا عندي على طول الإجابة هتكون رقم دين أي العبارات الآتية كتبت بطريقة صحيحة بوس يا سيدي العامل استطاع أن يزيد إنتاجه اليومي هل دي فيها غلط أقول لك آه فيها غلط ليه الكلمة دي ليه يا مستر قال لي إنتاج ده مصدر أنتج إنتاج أنتج ده مصدر الماضي بتاعه كم حرف أنتجا الماضي أربعة المصدر الرباعي قطع فالمفروض أن دي كانت اتكتبت كده إنتاج بالقطع طيب العامل استطاع أن يزيد إنتاجه اليومي أقول لك برضو فيها غلط استطاع ده ماضي سداسي والسداسي دايما وصل فبالتالي هقول كده استطاع العامل استطاع أن يزيد إنتاجه اليومي أقول لك تعالى في اليومي فيها غلط ليه لأنه اليومي بدأ به قال التعريف وبالتالي ما ينفعش قال التعريف وصل تبقى اليومي ما فيش غردال العامل استطاع أن يزيد إنتاجه اليومي ها هي دي وصل العامل دي قال التعريف ثم بعد ذلك استطاع وصل لأنها فعل سداسي ثم أن ده حرف بدأ بقطع إنتاج مصدر رباعي بدأ بقطع اليومي وصل لأنها قال التعريف إذا الإجابة دالي طب يا سيدي تعال نشوف أي الجمل التالية كتبت بطريقة صحيحة إملائية أسمع شرح معلمك هو أنا لو بكلمك بقولك أسمع ده هيبقى فعلا إيه؟ أمر والتاني معلمي أسمع وشرح معلمي ده وصل ده هنا مضارع يبقى الأولاني كده كده هيكون اسمع الأولاني أمر والتاني مضارع إنه أعيد علي أنا طيب الأمر هيبقى وصل والمضارع هيبقى قطع يبقى بالتالي هتبقى الإجابة الأدق هي الإجابة جيم اسمع أنا عملتها وصل لأنه ده أمر سلاسي وأسمع أنا ده قطع ليه؟ لأنه ضحت رتق مضارع فالمضارع على طول همزة قطع طيب أي الجمل التالية كتبت بطريقة صحيحة إملائيا؟ يجب علينا الانطلاق نحو تنمية إنتاجنا تعالنا نجرب الجملة يجب علينا الانطلاق انطلاق ده مصدر الماضي انطلقه آه والله لأ صح لأنه ده مصدر خماسي طالما مصدر خماسي يبقى أنا عندي وصل تمام نحو تنمية إنتاجنا آه لأ حضرتك تعالى بس براحة بس إنتاجنا لكلمة إنتاج الماضي بتاعها أنتجة إيه ده ده مصدر رباعي وطالما مصدر رباعي يبقى أنا على طول عندي همزة قطع يبقى الإجابة ألف هيا الإجابة الصحة لأن انت لو بصتلي به الانطلاق لازم وصل وجيء وده الانطلاق لازم وصل وجيم انتاج لازم قطع يبقى أنا قلت لك انطلاق مصدر خماسي قلت لك سلاسي أو رباعي قطع خماسي أو سلاسي وصل طيب ده هنا همزة القطع وألف الإيه وألف الوصل أو تدريبات همزة القطع وألف الوصل تعال نشوف جزء تاني طيب تعال نشوف عندي حاجة تانية عندي اسمها همزة المد همزة المد طيب همزة المد دي كلمات زي ايه لو انا مثلا قلت لك كلمة زي عرب افار بصة كده أولها ايه افار همزة مد لو انا مثلا قلت لك كلمة زي آسر برضو ده ايه ده مد او لو قلت لك مثلا كلمة زي آآ اامنة ده مد طيب همزة المد دي عبارة عن ايه اللي هي بتبقى عاملة كده دي قال لي همزة المد اللي هي بتبقى مرسومة كده دي عبارة عن حكتين الهمزة دي عبارة عن حكتين يا اما هي عبارة عن همزتين يا اما هي عبارة عن همزة بعدها الف طيب في بعض الكلمات اللي اولها همزة مد الهمزة دي انا وانا مترجم ببص ببص مثلا ده كلمة عبار كلمة عبار دي همزتين كلمة اسر لا اسر دي همزة والف دي دي كده عبارة عن همزتين دي عبارة عن همزة والف ايه اللي عرفك اقولك ايه اللي عرفني تعالى نمسك واحدة واحدة تعالى نكتبها لكم بلون مختلف عشان ايه يبقى النظام حل البتاع دي بتعنيت دي تقريبا امتى تبقى همزتان او همزة يليها يليها الف تبقى همزتين في اللي انا هقولك عليه ده حضرتك واحد في الجموع لو عندي كلمة جمع همزتين زي ما اقولك يا سيدي بلاش كلمة زي اثار اداب ايات مش تكلمة دي جمع اه همزتين طيب اتنين قالي تبقى عبارة عن همزتين لو عندي كلمة على وزن افعل يعني اسم التفضيل اسم الايه التفضيل او خليها على طول كلمة على وزن افعل عشان لو حتى التعجب بيجي ساعة على وزن افعل زي ايه طيب اقولك بسيطة لو انا جيت قلتلك مثلا كلمة زي اخر انتوا عارفين كلمة زي اخر عبارة عن ايه هي كان اصلها عشان تبقى فاهم بس جات ازاي اصلها كده اخر اخر دي على وزن ايه على وزن فعلة طيب انا عايزة خليها اسم تفضيل عايزة خليها على وزن افعل احط الهمزة هنا فبقت همزتين فبكتبها كده اخر على وزن افعل طيب ولو عندي تالت حاجة لو عندي فعل مضارع في الافعال المضارعة طيب الافعال المضارعة فائعة زي ايه اقولك زي فعل زي انا امن وكيف ااسى على قوم ااسى امن ده لو علي انا لو اعيد علي انا انا امن خلاص او ااخذ انا اكل كل ده طيب بصر الرابع دي كده بصر الرابع دي كده في الفعل الماضي بس هل يا مستر اي فعل ماضي اقولك لا عيب والله قالي الفعل الماضي اللي همزته بدون او ان المضارع بتاعه بتون الف الفعل الماضي اللي مضارعه بدون الف مستر مش فاهم يعني ايه يعني انا لو قلتلك فعل زي كده امن هاتلي كده المضارع بتاع امن يؤمن طيب هل المضارع بس في المكان ده هل هنا فيه الف لا فخلاص دي عبارة عن همزتين لو انا قلتلك كلمة زي اثرة ما ده فعل ماضي الماضي المضارع بتاعها هيؤثر طالما حضرتك ملاقتش في النص هنا هم الف خلاص وهقولك ليه طيب يبقى انت كده عرفت انه همزة المادة بتبقى عبارة عن همزتين في الجموع لو كلمة على وزن افعل لو فعل مضارع زي انا امن انا اثرة انا اخذ انا اكل او فعل ماضي اول ومد بس لما جيب المضارع ملاقش في نص والف طيب تعالى بقى شوف امتى تبقى همزة بعدها قال لي اول حاجة لو كلمة على وزن فاعل اسم الفاعل من السلاسي زي ايه زي اثر زي امر زي اخذ مستر يا مستر انت قلتني هنا اخذ وهنا اخذ وهنا اخذ افرق ما بينهم ازاي ده ده كتير اقولك دلوقتي بس انا لو عندي كلمة على وزن فاعل الهمزة بتاعته همزة والف زي ايه شوف انا كلمة كده زي امر على وزن فاعلة طب لما حب اخليها فاعل اخليها قاسر احط الف في النص كده فتبقى ايه الف بعدها همزة فاهم ازاي تاني تاني عشان لو مش فاهم حاجة خليك بالراحة معايا واحدة واحدة كلمة زي اخذ على وزن فاعل لو انا عايز اخليها فاعل اخليها اخذ فتلاقي همزة وراها الف وده اسم فاعل على وزن فاعل طب الحاجة التانية قال لي لو انا عندي فعل ماضي او الفعل الماضي بس هنا بقى اللي مضارعه بالالف يعني قال لي يعني لو انا عندي كلمة زي مثلا اسا او بالاش ازرا اعزر الرجل شقيقه ويه في جنبه يعني المضارع يقازر بص دي عشان بس حضرات تبقى واخدت بالك واخدت بالك من دي دي ايه دي الف هنا ما لقيتش الف يؤمن انا هنا ما لقيتش الف لكن هنا لقيت الف فلما جيب المضارع عليها الف اعرف ان دي عبارة عن همزة بعدها الف لو ما لقيتش الف اعرف ان دي عبارة عن همزتين عشان الوش اللي داي في دماغك دلوقتي ايه رأيك لو انا قلت لك شوف الفرق مثلا لو اجا اقول لك انا اخد بنصيحة ابي او الولد الولد اخد الجائزة طيب لما اجا اقول لك كده الرجل انا اخذ انا اخذ بنصيحة الف الفعل اثرة اثرة الازرة اشوف ازرة بقى هات يؤازر بطلع فيها الف يبقى دي همزة بعدها الف طيب امن العالم بقدرة مصر امن هات المضارع يؤمن اه يبقى انا على طول قطل انا عبارة عنها مزتين ما لقيتش الالف في النص طيب يا سيدي من يلجأ الى الله فهو امن اذا امن دي على وزن فاعل المين مكسورة اه والكلمة اللي على وزن فاعل على طول همزة بعدها الف الاجابة ب دي بس محتاجة من حضرتك شوية تبقى حافظ القادة تبقى حافظ القادة تفهمتها لازم تبقى حافظ طيب يا سيدي عندك كمان حاجة اسمها همزة الاستفهام تعالا نشوف ايه هي همزة الاستفهام قال لي بص يا سيدي قاعدة همزة الاستفهام وهمزة الاستفهام دايما هي همزة قطع يعني هي بتتكتب كده دايما بس يأتي بعدها اهو اذا جاء بعدها لو انت بعد همزة الاستفهام جالك حاجة من التلاتة دول يا اما يجي لك بعدها الف وسط وهنعرف هنعمل اي دلوقتي لو جات بعدها الف وسط مردو يا اما يجي بعدها قال التعريف يا اما يجي بعدها همزة قطع بمعنى لو انا عندي كلمة زي مثلا انتصر كلمة زي استعد ولو انا عندي كلمة زي المعلم الطالب ولو عندي كلمة زي احمد او اخذ قال لي بص ادخل على الجمل دي همزة الاستفهام يعني انت هتيجي قبل كلمة انتصر تحط لي همزة استفهام فلما تحط لي همزة استفهام هنا هتلاقي وراها الف وصل صح اه القاعدة تقول لك ايه قالك القاعدة تقول لي لو انا عندي بعد همزة الاستفهام الف وصل القاعدة تقول لي تحزف الف الف الوصل الف الوصل تتحزف فتبص تلاقي انه انتصر لو انت هتحط همزة الاستفهام هتشيل الف الوصل انتصر استعدة استعدة فتقول لي استعدة كل اللي انا عملته ان انا حطيت همزة الاستفهام وشيلت الف الوصل طب ولو جاية فيها جاية بعدها الف ولم التعريف قالك تصير بالشكل ده الف مد فتبص تلاقي كده المعلم فتقول لي المعلم حضر الطالب نجح طب ولو جاية وراها قطع قال لي لو جاية وراها قطع تكتب كما هي مش هتغير حاجة ازاي احمد فتقول لي ا احمد حضر اخذ اخذ الرجل كذا ولا هتغير ايا حاجة يبقى همزة الاستفهام لو جاية وراها الف وصل طير الف الوصل لو همزة الاستفهام جاية وراها قال التعريف يندمجوا ويصيروا مد لو همزة الاستفهام جاية وراها قطع اكتبهم زي ما هون ازاي تعال برضو شوف السؤال لازم وانا بشرح القعدة لازم اوريك السؤال عليها بيجي ازاي بص يا سيدي قال لك كده استعادت الدولة هيبتها وقوتها اللي ادخل على هذه الجملة همزة الاستفهام طيب هو همزة الاستفهام هتيجي هنا اقول لك اه جاي وراها ايه الف واصل لما بيجي وراها الف واصل بنعمل ايه طيب فالجملة هتبقى بالمنظر ده استعادت استعادت الدولة هيبتها وقوتها ولازم احط على متل استفهام لانه دي همزة استفهام تنساش ممكن يجي لك ده سؤال مقالي وزي ما جاب في النموذج الاسترشادي سؤال مقالي في النحو نفس الكلام اديك بتتمرن على كل انواع الاسئلة المعلم يستطيع معرفة احتياجات طلابه ادخل على الجملة همزة الاستفهام طيب همزة الاستفهام هتيجي هنا اه جاي وراها قال التعريف فتدمجة مع بعض وتبقى ألف مقال فاقول لك كده المعلم يستطيع معرفة احتياجات طلابه وحطينا همزة الاستفهام تفهمت ازاي؟ تفهمنا ازاي؟ طيب تعالى دلوقتي نشوف مع بعض الهمزة بقى سواء المتوسطة او الهمزة المتطرفة طيب دي كده الهمزة ال او همزة الاستفهام تعالى بعد كده احنا كده اخدنا كل الهمزات اللي بتيجي في اول الكلام يعني همزة القطع والوصل وهمزة الاستفهام كل ده اللي بيجي في اول ايه؟ الكلام تعالى بقى نشوف عندي حاجة على دي اسمها الهمزة المتوسطة الهمزة المتوسطة دي عاملة زي ايه؟ ايه الكلمات اللي فيها مثلا همزة متوسطة؟ وليكن مثلا لو انا قلت لك كلمة زي تنشئة خلاص؟ لو انا قلت لك كلمة زي تفاؤل لو انا قلت لك كلمة زي تضاءل لو انا قلت لك كلمة زي بوكس حضرتك تاخد بالك من؟ ويا سلام لو انا قلت لك كلمة زي مسألة تعالى اخد لي بالك كده من الهمزات بص كده الهمزة دي فين؟ في نص الكلمة اهي اهي حلوة ولكن هنا عملنا حاجة ونرجع تاني اهو الهمزة هنا جاية فين؟ في نص الكلمة اتوسل اليك لما تيجي تكتب لو سمحت لازم تبقى عارف الهمزة اللي انت بتكتبها فين بالضبط هل هي في الاول ولا في النص ولا في الاخر طيب ملاحظ اكيد حضرتك انه الهمزة المتوسطة لها كذا شكل الشكل اللي هي ممكن تتكتب على النبرة او هي ممكن تتكتب على الواو ممكن تتكتب على السطر او على الواو وهي او على الاف ليها الثلاث او الاربع اشكال دول النبرة الواو السطر الالف امتى تتكتب الهمزة بالاربع اشكال دول تعال اقول لك حاجة بدل ما اوضح حفزك واذا كانت مفتوحة وما قبلها مكسور واذا كانت مكسورة وما قبلها مش عارف ايه واذا كانت وانت هتقعد تنسى الكلام ده كله هعلمك قاعدة حلوة اوي اسمها قاعدة اقوى الحركات قاعدة اقوى الحركات بص بنعمل ايه كل اللي حضرتك بتعمله لما بتجيلك كلمة زي دي اولاد كل اللي حضرتك بتعمله انك تشكل الهمزة واللي قبلها قاعدة اقوى الحركات يبقى انا عندي هنا تشكيل الهمزة وما قبلها وما قبلها عرفت تشكيل الهمزة تشكيل ها مش اعراب هنا مالهاش علاقة بالاعراب نهائي هنا لما اجا اقولك تن شي اه بصوا كده تن شي اه تفاقل تفاقل حروف المادة بتبقى ساكنة تضاء الا بقس مس الا كل القضية لو سمحت انا عايزك تنتقلي الحرف اللي قبل الهمزة والهمزة الهمزة عليها ايه والحرف اللي قبلها علي ايه تمام بعد كده هناخد اقوى الحركات الهمزة تكتب مثل الحركة الاقوى يعني ايه قالك تعالى نشوف سلم الحركات الاول اهو يا سيدي نعملها كده اقوى حركة وبعد كده نخلي بيه هنا اقوى حركة قالي هي حركة الكسرة دي اقوى حركة طب هي الهمزة لو مكسورة تتكتب ازاي قالي هتتكتب ساعدها على دي الشكل بتاع الهمزة لما تناسب الكسرة تاني اقوى حركة وهي الضم وهي الضم وهي الضم طب ازاي قالك الضم على طول تناسبها الهمزة على الواو اتقل بس هتفهم دلوقتي طيب و بعد كده قال لي تيجي الفتحة والفتحة تناسبها شكلين الطبيعي انها تتكتب على الف او تتكتب على السطر امتى بتتكتب على السطر قال لي خلي بالك لو قبلها مد مد او قبلها حرف مد وهقولك ازاي وبعد كده تيجي السكون والسكون يعني ضعيف و ملوش اي لازمة في الحياة يبقى قعدة اقوى الحركات تقول لي كسرة ضم فتحة سكون كسرة ضم فتحة سكون ها قلها معايا كسرة ضم فتحة سكون لمو اقصر ها كسرة ضم فتحة سكون كسرة ضم فتحة سكون كسرة ضم فتحة سكون طيب ملحوظة بس هنا صغيرة وياك تنساها الياء الساكنة لو عندي حرف يه فوقي سكون انا باعتبره كسرة ما باعتبرهش حرف ساكن يعني الياء لو عليها سكون انا باعتبرها كسرة مش عليها سكون طب ايه اللي يحصل بعد كده اللي يحصل بعد كده ان انا لما جي امليك بقى اي كلمة تعالا نشوف تتكتب ازاي لو انا مثلا جيت لك زي كلمة تنشئة خلاص طيب يا سيدي بص كده تنشئة مش ده كده كلمة تنشئة كل اللي حضرتك هتعمله لي ده لو سمحت شكل الهمزة واللي قبلها تعالا نشوف تشكلهم تنشئة الشين تحتها كسرة والهمزة فوقيها فتحة مين يكسب الكسرة ولا الفتحة ما هنا تاني انا شكلت الهمزة والحرف اللي قبلها طلع لي تشكيلين الحركة الاقوى الهمزة تتكتب زيها طب هنا تعالا نرجع كده القاعدة اقوى الحركات كسرة ضمة فتحة سكون وانا عندي كسرة وضاء وفتحة مين يكسب قال لي الكسرة الهمزة هتتكتب زي الكسرة فتلاقيني روح تكتب لك كلمة تنشئة كده ليه كتبتها لانه دي راحت زي الكسرة طب تعالا مثلا كلمة زي تضاقل تضا قل طبعا انا هنا بكتب الهمزة واللي قبلها طب تضا المد سكون على طول قل قل الهمزة مضمومة سكون وضمة مين يكسب اي حاجة بتكسب السكون على فكرة يبقى الضمة فالهمزة تتكتب زي الضمة فتبقى تضا قل تفاهم ازاي؟ طيب تعالا مثلا لكلمة هيئة حلوة الحتة دي بص يا سيد وروا هيئة هشكل مين؟ هشكل الهمزة واللي قبلها اهو يا سيد ولا تزعل نفسك شكل يا عم الحج هاي ها سكون وايه؟ وفتحة مين يكسب؟ قالك الفتحة مغفر على طول ليه؟ تعالا كده رجعلي انا قلتلك اليه اللي عليها سكون اكنها ايه؟ كسرة طب ما ديه عليها سكون فانا شايف دي من السكون لكنها ايه؟ كسرة طب الكسرة ولا الفتحة؟ طبعا الكسرة تكسب الكل وبالتالي كلمة هيئة الهمزة هتكتب زي الكسرة فتبقى كده هيئة تفهمت ازاي؟ طيب تعالا الكلمة مسألة اهو يا سيدي مسألة حضرتك حضرتك لازم تشكل الهمزة واللي قبلها شكل يا سيدي الهمزة واللي قبلها طب الهمزة مس الهمزة واللي قبلها مش اللي بعدها بطل زكاء اهو تعالا بقى نشوف مس مس سكتة اهو مس ألا سكون وفتحة الفتحة تكسب فحضرتك هتروح املي كده مس ألا طيب لو انا كمان قلتلك هتلي كلمة زي مثلا تفاقلة طيب انا دلوقتي عايز اشكل ايه؟ اشكل الهمزة ولا قبلها؟ تفاقل سكون وفتحة تتكتب على ايه؟ تكتب انها فتحة فلما اجا اكتبها تتكتب على ايه؟ تبها كده تفاق.. مستار انت الفتحة هنا كتبتها على الهمزة أو الالف ليه كتبتها هنا؟ على السطر قلتلك لانه الفتحة لها شكلين الفتحة في الطبيعة تتكتب على الالف إلا لو قبلها حرف مدة تتكتب على السطر وهنا طبعا عشان قبلها حرف مدة كتبت هيه على السطر دي كده اسمها الهمزة المتتوسطة يبقى تاني الهامزة المتوسطة كل اللي بعمله بشوف تشكيل الهامزة وتشكيل الحرف اللي قبلها مين اقوى اكتب الهامزة زيه طب اقوى ازاي قلتلك كسرة فتحة كسرة ضمة فتحة سكون الكسرة بتتكتب على النبرة تضمة على الواو الفتحة على الالف الا لو قبلها ماد بتتكتب على السطر السكون كده كده يعني مغلوبة على طول فملهوش شكل طيب دي كده الهامزة المتوسطة بصة سيدي عندك نوع كده يقولك هامزة متوسطة اللي بيبقى وراها واو ماد معلش انا بحول اجيب لك كل تفاصيل القواعد تاني يعني ممكن الكلام ده يعدي وعادي وما نشرحوش ومش عارف ايه لا كل تفصيلة القاعدة لازم حضرتك تبقى عارفة طيب بص يا سي الهامزة المتوسطة اللي بعدها وامد وليكن مثلا كلمة زي مثلا رؤوف خلاص كلمة زي دأو او كلمة زي شؤون او كلمة زي فؤوس طيب خدت بالك من حاجة شوفي الكلمات دي انا ممكن اكتبها كده رؤوف دأوب شؤون فؤوس ايه ده بص يا سي الهامزة المتوسطة اللي وراها واو ماد خلاص يا ايه ما تتكتب على الوضع زي ما انت شايف كده يا ايه ما لها شكل تاني على السطرة اولها يعني الكلمة يتمفع بالشكلين طيب خلاص احنا فهمنا الهامزة المتوسطة اللي وراها واو ماد ممكن اكتبها على الواو بس انا ليه ممكن اكتبها كده قال لك بص تعال اقول لك ليه دول اتكتبوا كده وليه دول اتكتبوا كده لانه دي كده تعتبر قاعدة ودي قاعدة القاعدة الاولى لو انا كتبتها بالمنظر ده رقوف هدأ خدت بقاعدة اقوى الحركات بمعنى بص كده شكل كده حضرتك رقوف مش بتشكل الهامزة واللي قبلها اه ضمة وفتحة مين يكسب الضمة كتبتها على الواو بس لو انا كتبتها بقا كده ليه بحب اكتبها كده او ليه ممكن اكتبها كده قالك لانه برضو الهامزة دي اللي وراها واو مد حضرتك ممكن تكتبها يا اما عالسطر يا اما عالنبر طيب امتى كده وامتى كده شوف الحرف اللي قبلها الحرف ده الحرف ده اما انه من الحروف التي تتصل او من الحروف التي لا تتصل وبيسموه كده الحروف الرافسة تعالى هل الريه بتلزق في حرف اللي قبلها من اللي بعدها يعني الريه دايما بتلزق في اللي بعدها لا لو الهامزة اللي وراها واو مد الحرف اللي قبلها ما بيلزقش ممكن تتكتب على السطر كده يبقى انا هامزة متوسطة بعدي يا واو خلاص واو مد يا اما تكتبني على واو فانت برحتك يا اما تكتبني على السطر بس لو انا قبلي بحرف من الحروف الرافسة طب تعالى بقى للناحية التانية او للشكل التاني ده نفس الكلام كلمة زي شؤون يا اما هكتبها كده وهنا هبقى خدت برضو بقاعدة اقوى الحركات تعالى شكل كده شؤون ضم وضم وضم هيا كده كده تضم كسبانا يا اما تكتبها لي كده طب انا ليه بكتبها كده قالك لانه لو انا عندي الحرف اللي قبلها من الحروف التي تتصل يبقى تتكتب بالمنظر ده اكتبها وملزوء يبقى عشان اجمع لك القاعدة دي وتبقى فهمها لو انا عندي كلمة زي دقوب رقوف اهو انا محتار رقوف دي اهي رقوف مش دي همزة متوسطة اه بعدها وهو مد ايوة هيبقى ليها شكل تاني او شؤون اهو الهمزة المتوسطة اللي بعدها واو مد ممكن يكون ليها شكل تاني طب ايه هو الشكل التاني بتاعها حضرتك هتبص الحرف اللي قبلها ده هل هو حرف من اللي بيتصل ولا ما بيتصلش هو هنا لازق فيها لا مش لازق فيها يبقى ساعتها تروحها تطالي كده على السطر هنا لازق فيها حطها لي على النبرة فهمت ازاي؟ تمام ايش بقى على كده كلمة دقوب فقوس كقوس تعالى نكتب كقوس مثلا طيب كقوس انا ممكن اكتبها كده انا قلتلك ده ده الاصل بتاع انا هتكتب على ايه؟ على واو بس تعالى لو انا حبيت اكتبها بالناحية التانية الكاف لازقه ولا مش لازقه؟ لازقه فهمت ازاي؟ طيب دي كده الهمزة المتوسطة تعالى كمان عندي حاجة اسمها الهمزة المتطرفة طيب ايه هي الهمزة المتطرفة حضرتك؟ قال لي الهمزة المتطرفة هي الهمزة اللي بتبقى في اخر الكلمة اقول لك ازاي؟ لما اجا اقول لك مثلا كلمة زي مبتدأ كلمة زي ناشئ كلمة زي سوء تمام؟ كلمة زي تفيق لاحظت برضو انه الهمزة اللي هي كم شكل؟ اربعة الهمزة اما انها تتكتب على الالف اما تتكتب على الياء اما تتكتب على السطر اما تتكتب على الواو طب دي انا هعمل ايه؟ قالك دي حضرتك لازم تشوف تشكيل ما قبل الهمزة بس هنا بقى مليش دعوة بتشكيل الهمزة المتوسطة الهمزة واللي قبلها المتطرفة اللي قبلها بس يعني كده كده انا بشكل حرف اللي قبل الهمزة المتوسطة لازم اشكل الهمزة معا المتطرفة لا ما تجيش جنبها طيب لما اشكل الهمزة بص يا سيدي قالك شوف لو قبلها مفتوح او اللي قبلها مضموم او اللي قبلها مكسور او اللي قبلها ساكن او مد الموقع ده كده الحرف المد بيبقى ساكن لو اللي قبلها مفتوح هي هتتكتب على الالف اللي قبلها مضموم هي هتتكتب على الواو اللي قبلها مكسور هتكتب على الياء اللي قبلها ساكن او مد عالسطر زي كده تعال اكتب لك شوية كلمات بالفتح همقول لك كلمة زي مبتدأ ممكن حضرتك كده تشكل لي حرف الدال لما هتشكل الدال هتلاقي مفتوح طيب كلمة زي قرأ ها مفتوح بدأ مفتوح او لو قلتلك بدأو نفس الكلام بدأو ده في ناس كتير بتكتب بتراش تكتب بدأو دي ازاي اقول لك ايه با دا 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 خلاص طيب تعال بص يا سيدي ما قبلها مضمون لو انا قلتلك مثلا تقيق يعني عرف بسماشي تقيق يعني طيب بص كده تقيق تهيق تقيق طالما اللي قبلها مضموم هي بتكتب علي الوال طب اللي قبلها مكسور حاجة زي مثلا ناشئ قارئ بادئ نفس الكلام لو اللي قبلها ساكن او مكسور كلمة زي او مكسور كلمة شاق او شاق يا بابا اللي قبلها ساكن انت بتكتب علي السطر انت بتكتب عليه غلط كلمة زي سوق حرف المادة هو كده كده حرف المادة بيبقى ساكن يبقى الهمزة المتطرفة لما بتكتبها تاني يا ولاد انا دي اكتر نقطة لازم تاخد بالك منها همزة المتوسطة تشكيلها واللي قبلها وقاعدة اقوى الحركات الهمزة المتطرفة بتبص على اللي قبلها بس عشان كده لما قالوهم كلمة مرتاح قالوا استبدلها بكلمة هانق هتكتب هانق ازاي هانق دي همزة متطرفة اهي لانه اللي قبلها ايه اللي قبلها مكسورة طيب تعالى بعد كده عندي نوع كده من الهمزة المتطرفة اللي قبلها الف تاني اهو همزة متطرفة او الف مد زائد همزة متطرفة كلمات زي ايه مثلا اقولك مثلا كلمة زي سماء بناء ابناء شعراء المهم انه اي همزة متطرفة قبلها ايه قبلها الف طيب يا سيدي تعالى نشوف ايه قصة الهمزة دي اهي الهمزة دي الوحيدة التي تعتمد على الاعراب لو الهمزة دي حبيت حضرتك تحط هنا ضمير في الحتة دي لو انا حابة بحط هنا ايه ضمير تعالى بس اعملها الكبرون فاتح شوية عشان لو انا هنا حابة بحط ضمير هنا ضمير اعمل ايه يعني لو حبيت هنا احط ضمير لما تجيلي همزة الف بعدها همزة بعدها ضمير هنا لازم تعتمد على الاعراب طيب لما هتعتمد على الاعراب قالك حضرتك هتشوف الكلمة هل الكلمة هتكون مرفوعة ولا منصوبة ولا مض ارور لو الكلمة مرفوعة فحضرتك ده بعد اذنك يعني هتحطيلي الهمزة بتاعتك على الواو طيب لو منصوبة حضرتك هتكتبها لي على السطر لو مجرورة حضرتك هتكتبها لي على الياء مثال عشان ما اجا اقولك كده كان ابناؤنا حاضرون او حاضرين كان ابناؤنا حاضرين تعالى شوف ابناؤنا ليه الهمزة انا كتبتها بالمنظر ده قالي لان بمنتهى البساطة او هكتبها لك اهي بلون مختلف عشان حضرتك تاخد بالك بمنتهى البساطة تعالى مش دي كده الهمزة اللي قبلها الف وبعدها ضمير او لما اجا اكتبها لازم اعرفها طب ده اسمك انا مرفوع يبقى الهمزة تكتب علي الواو طب لما اجا اقولك كده علماؤنا شرفونا في الخارج شوف كلمة علماؤنا اعرفها هكتب دي مبتدى وطالما مبتدى فالهمزة دي لازم تتكتب علي الواو طيب تعالى بقى نشوف لو هي منصوبة تعالى نعكس اقولك بقى بص اقولك شيل كان وحط ان فحاضرنا هتكتروح الى ان ها تقولي ابناء انا حاضرون ثاني اقولك حط ان تقولي ان علماء انا شوف انا حطيتها عالسطر شرفونا اما لو مجرورة اقولك مثلا سلمت على ابناء انا او سلمت على علماء انا يبقى الهمزة هنا لما اترفعت الكلمة اتحطت على الواو اتنصبت اتحطت على النبرة ما تجيativa اقولك كمي الكاية كده بقى تشوف الهمزة دي لو انا قلت لك كده لا يحمي الوطن الا ابناؤه المخلصون شوف السؤال تعال هنا نربط كل الدروس ببعض ادخلك الاستثناء مع الهمزات مع مشاعر كده فييجي السؤال يجيب لك سؤال زي ده ويقول لك يلا حبيبي ضع غير مكان الا طيب فين الا اهي وواضح جدا تعالى في اسلوب الاستثناء الجملة هنا ناقصة منفية ولما الجملة بتكون ناقصة منفية بنشيل النفي مع الاستثناء صح اه فلا يحمي الوطن الا ابناؤه المخلصون لما اجي اعرف كلمة ابناؤه تديني فاعي ما هو مين اللي بيحمي الوطن ابناؤه نفاعك والمخلصون ناعت مرفوع طب ليه ناعت مش ديه المخلصون بتوصف ابناؤه اه ودي معرفة بالالف واللام ودي معرفة بالضمير تمام قال لي بقى اشيل الا وحط مكانها غير انا مترجم والمستر قايل لي قابل كده انه غير وسوى دايما اللي بعدهم مضاف اليه وبالتالي لما اجي اقول اروح قايل كده لا يحمي الوطن غير اه اللي بعدها هتبقى مضاف ايه ايه ليه ركز يا ابني هنا كان فاعل مرفوع فالهمزة كانت على الواو طب لما يتقلب مضاف ايه مجرور الهمزة تتقلب على هه ايه الصق النبرة فهتبقى لا يحمي الوطن غير ابناؤه شوف ابناؤه ايه طبعا والنعت بدل ما هو كان مرفوع عشان فاعل ده بما ان ده مضاف ايه هتبقى المخلصين وجرد دي عشان ده مضاف ايه فده انا اعطى مجرور ده سؤال او ساعات يجي يقول لك كده شوف جمال السؤال دي اسئلة التفكير اولا ده دي اسئلة التفكير العليا الطالب محتاج يفكر يجي لك سؤال زي ده ويقول لك حضرتك ده بعد اذن حضرتك يعني اعرب لي كلمات علماءنا اللي في الاول ها 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 سؤال طب تعال بص عشان كده بقول لك كل قعدة ادي كده بكل تركتها اللي تخطر على بالك وما تخطرش على بالك هتلاقيها موجودة هنا مش بس موجودة هنا في المحاضرة بقى الاساسية هتلاقي نفسك حلل على كل ده بكل مستوياته لما شبعت منه وحلل على امتحانات شاملة طيب علماؤنا اكرمونا مستر بتطالب بقى ازاك يفكر ازاي يقول لك علماؤنا الواو دي معنى انه الكلمة دي مرفوعة مفكر اهو اقول له صح يقول لي خلاص طالما الكلمة مرفوعة فانعرف انه اوتوماتيك ده مبتدأ مرفوعة وهنا ده اكرمونا ده فعل والخبر جملة فعلية اقول له تماما هنا ده استحالة يكون مبتدأ ما ينفعش ليه يا مستر دي منصوبة دي ايه منصوبة اقول لك صح عشان كده تقول لي دي كده ممكن تتالب منادة منصوب منادة مضاف عشان الضمير فتقدرها يا علماء انا اكرمونا طب وده قال لي ده فعل امر اما ده كان فعل ماضي علماؤنا اكرمونا خلاص سفنين لكن علماء انا اكرمونا ده فعل امر فهمت الفرق ما بيلي اتنين طب تمام عايز اعلمك بقى حاجة الهمزة بقى اللي هي اخرها الف الهمزة المتطرفة عموما لما تتنون بالنصب اهو هكتب لك كده عند تنوين الهمزة المتطرفة بالفتح بالذات اتضمه الكسر ما فيهوش مشكله هو الفتح لانه ساعد بحطه الولد تعال نشوف كلمات زي مثلا سوق مثلا شيء او كلمة زي سماء كلمة زي بناء تعال نشوف جزء والجزاء ماشي يا سيد والله يخلالك ايه سوء وسواء عشان ايب الكلام تشبه بعض بص يا سيد لما تيجي تنون الهمزة دي بالفتح المفروض بحط ألف يعني تنوين الفتح بحط بعدي ألف صح بس سواء بص قبل الهمزة هل هنا فيه ألف قبلها لا فبالتالي لما تنونها عادي جدا حط الألف انت جميل مفيش اي مشكلة فقولك كده سوءا شيءا جزءا لكن حضرتك هنا لقيت انه في ايه لقيت انه فيه ألف لو الهمزة قبلها ألف ما ينفعش احط بعضها ألف يعني ما حطش الهمزة ما بين ألفين فساعتها لما اجي انوين دي تبقى سواء بناء بناء جزاء وهكذا يبقى الهمزة المتطرفة لما بجي انوينها لو قبلها ألف ما تحطش ألف ما عاش قبلها ألف حط ألف عادي جدا واضح الكلام واضح الكلام طيب كمل شوف ايه القاعدة اللي جاي طيب تعالى دلوقتي نشوف عندي همزة تاني دي اخر همزة عندي اسمها همزة كلمة امرو همزة كلمة امرو أولاد ليها ثلاث أشكال كلمة امرو تكتب بثلاث أشكال لو مرفوعة أو منصوبة أو مجرورة وهي كلمة امرو بس ما فيش كلمات تانية بس عشان ما تحسش ان فيش كلمات تانية وهي على نفس القاعدة لا هي الكلمة دي بس كلمة امرو لو مرفوعة تتكتب كده طيب ولو منصوبة تتكتب كده ولو مجرورة كده عشان كده لو انا قلتلك انا امرو يحب الخير تعال كده اعرف كلمة امرو هتلاقيها على طول خبر طيب الخبر مرفوعة وعلامة رفع الضمة طالما مرفوعة بتكتبت على الواو هقول لك كده كان امرو القيس شاعرا جاهليا او امرو طالما اسمك كان مرفوع تتكتب كده طيب تتكتب ازاي امرو شو بقى لما اقول لك رحم الله امرأا عرف قدر نفسه او رأيت امرأا صالحا طيب وجدت بقى في القرآن يا اخت هارونة ما كان ابوك امرأة سوء ما كان ابوك امرأة سوء وما كانت امك بغية طيب ثم بعد ذلك لو مجرورة تتكتب على اليا زي لما اجا اقول لك كده سلمت على امرئ صالحا او احب شعرا امرئ القيس طبعا هنا امرئ لان اسم ده عالم اذا هي معرفة واللي قبلها اناكرة فدي مضافة ليه مجرورة وبالتالي اتحطت على اليا طب يا سيني ده هنا كلمة امرئ تعال بعد كده لبعض القواعد التانية زي مثلا قاعدة اسمها قاعدة 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 ثم وثمت وثم وثم وثمت ماشي بص يا سيني ثم 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 مت ايه الفرق ما بين ثم وثمت اللي بالفتح وثم وثمت اللي بالضم قال لي ثم وثمت اللي بالفتح ده كده ظرف مكان اما ثم وثمت قال لي دي كده حرف عطف طيب بعرفهم ازاي قالك بمنتهى البساطة دي كده معناها هناك ودي كده معناها و بالمعنى بالمعنى اهو يعني لما اجا اقولك كده ثم خلاف بيننا يعني ايه ثم خلاف بيننا هناك خلاف بيننا او لما اجا اقولك كده اينما تولوا فثم وجه الله اينما تولوا فهناك وجه الله طيب تعالى بقى الناحية التانية او حرف العطف الواو لما اجا اقولك كده يجب يجب الاقتداء بالسابقين ثم العمل على ذلك هنا يعني يجب الاقتداء بالسابقين والعمل على ذلك لما اجا اقولك كده جاء محمد ثم احمد انا بقى من غير مشكل طالما هنا جتلك ثم شله وحطه هناك مش يتبقى دي الظرف تعالى بقى هنا هل هنا هتقدر تقول هناك يجب الاقتداء بالسابقين هناك العمل مفيش كده هنا و بمعناها و يبقى هنا و هنا معناها هناك ده الفرق ما بين ثم وثمت وثمت طيب تعالى اشوف القاعدة اللي بعد كده تعالى قبل ما نروح للقاعدة التانية برضو نتمرن على الهمزات وثم وثمت بص يا سيدي طيب ابناءنا يقدرون او يقدرون عالمائنا الجملة غلط اصلا اللي يصوب الجملة طب لما اصوب الجملة ابناءنا هنا تعالى نعلمها دي فاعل صح يبقى مرفوع يقدرون ده فاعل من اللي بيقدر الابناء بيقدروا مين العلماء ده مفعول به من صوب وبالتالي هتبقى ابناءنا هنا عشان مرفوعات كتبت على الواو يقدرون علماء انا مكتوب على السطر ما احسن رجلا اهتم بتربية اولاده شوف بقى هنا اذا وضعنا الكلمتين امرق وابناء موضع الكلمتين رجلا واولادا هنشيل دي و دي ونحط امرق وابناء تعالى بقى ما احسن ومش ما احسن ده اسلوب تعجب احنا لسه واخدينه في اخر الايه في اخر السنه اخر محضرة او اخر محضرتين ما احسن ما افعل انا اقيل لك انه اللي بعد ما افعل بيتعرب مفعول به هدين اهو بندمج الدروس مع بعض مما فيها اسم التفضيل او اسلوب التعجب طيب ده هنا اسلوب تعجب واللي بعدها بيبقى مفعول به من صوب لازم ابعرف الكلمة بتربية اولاده طب تربية نكرة واولاده معرفة بالضمير اذا ده مضاف اليه من رور يبقى لما احط كلمة امرق احطها مرفوعة وكلمة ابناء احط ابنائه احطها مجرورة يبقى على طول هتبقى امرق اه اسف منصوبة والله هتبقى امرق وابنائه الاجابة جيم طيب يا سيدي قوي في الله املك واستبشر بالخير تجده او تجد طيب قوي في الله املك واستبشر بالخير تجد اللي شيل يا سيدي املك واستبشر واستبشر وحطي لي مكانها كلمة رجاءك وتفاعل طيب قوي في الله املك مين اللي هيقوي حضرتك هتقوي مين املك اذا ده مفعول به منصوب واستبشر بالخير استبشر يعني تفاعل ده فعلا امر طيب تعالا بقى نشوف قوي في الله املك لما حط رجاءك الهمزة هنا بص كده رجاء وبعدها ضميل اللي هي الكاف طيب دي منصوبة تتحط على ايه حط على السطر يبقى تبقى رجاءك على السطر هنكتبها كده واستبشر اي تفاقل معلش الهمزة هنا نوعها ايه مستر دي همزة متوسطة اه باخد الهمزة واللي قبلها طب تفاقل تعالا كده نشكل الهمزة عليها ايه واللي قبلها عليها تفاقل ده هنا سكون الفتحة وسكون تبقى الفتحة تكسب يبقى يتكتب على على السطر لانه قبلها حرف مد وبالتالي هتبقى تفاقل كده هتبقى الاجابة رجاءك وتفاقل الاجابة جيم طيب تعالا سيدي وكنت نقط من جندي ابليس فارتقى بالحال حتى صار ابليسه من جندي وكنت انا من اللي كان انا كنت ايه امرأ ده مفهول به منصوب وبالتالي هحط الهمزة امرأ لما بتتكتب منصوبها بتتكتب زي جيم وكنت انا امرأ طب يا سيدي تعالا نشوف كمان وكنت نقط من جندي ابليس فارتقى بالحال حتى صار ابليس من جندي اه تعالا بقى نشوف لا السؤال هنا جاي غلط السؤال هنا في خطق خلاص عدي السؤال ده ماشي ابتعد بنفسك عن الدناية تعش مرتاح البال طب يا سيدي لما قولك كده ابتعد بنفسك عن الدناية تعش مرتاح البال قالك اختر البديل المناسب لما تحته هو خط وبالعقل كده اللي تحته خط ابتعد هنحط اربق ومرتاح حط هنب طيب ابتعد يعني اربق الهمزة هنا ايه متطرفة شوف انا لازم اعرف نوع الهمزة الاول عشان حضرتك تعرف نوع تكتبها ازاي الهمزة المتطرفة انا بعرف تشكيل اللي قبل الهمزة بس اربق مفتوحة يبقى هي الهمزة هتكتب على الالف وارجع للقعدة لو مش فاكر طيب تعش مرتاح ايها نق نق مكسورة يبقى هي هتكتب على اليا يبقى اربق وهانق يبقى انا عندي الاجابة رقم دال طيب ليعلم عدونا ان نقط مودة بين طوائف الشعب ادت الى التالف نقط التماسك ليعلم عدونا ان هناك مودة صح حط اللي زي هناك تبقى ثم اللي هي بالفتح ادت الى التالف والتماسك اللي هي ثم يبقى الاجابة هتكون جيم ثم وثم طيب تعالى بعد كده نروح ليه قاعدة الا و الا والكلام ده كله ونشوف هنقول فيها ايه طيب تعالى دلوقتي عندي حاجة اسمها الانف اللينة في الكلمة او الانف المقصورة عادي الى الف المد اللي في اخر اي كلمة يعني لما يكون الكلمة عندي زي مصطفى علا هدى سلوى ليلى الالف دي بتتكتب ازاي اللي بص الالف اللينة ليها شكلين ليها ايه ليها شكلين تعالى نمسك واحدة واحدة اول حاجة امتى بتتكتب الالف كده وامتى بتتكتب شبه الياء كده بس بتتنطل الالف كده كده طيب تعالى نشوف قالك اول حاجة اذا كانت ثالثة واصلها واو يعني ايه قال لي يعني مثلا لو انا عندي كلمة زي علا عصا دمى الالف هنا رقم كاما اولاد رقم ثلاثة طب اصلها ايه اصلها واو لان انت لو جبت مثلا علا جاية من يعلو عصا يعصو دنا يدنو طالما هي رقم ثلاثة واصلها واو فبتتكتب الف خلاص كده طيب امتى تتكتب يا قالك تعالى بقى العكس لو هي اذا كانت ثالثة واصلها يا يعني لو انا قلت لك كلمة زي هدى جاي من يهدي فتى من فتي يفتي من الفطوة طيب كلمة بقى زي هدى كلمة زي مونة وهكذا يبقى الالف لو رقم ثلاثة لو اصلها واو تتكتب الف اصلها يا تتكتب يا طب لو الالف اكتر من ثلاثة الحرف بقى رقم اربعة وخمسة وانت طالع قالك بص يا سيدي اذا كانت اكتر من ثلاثة وقبلها يا يعني لو الالف هي الحرف اكتر من ثلاثة بس قبلها يه زي كده عليا الالف رقم اربعة بس قبلها ايه دنيا سمية مؤنس اسمى طالما الالف اكتر من ثلاثة بس قبلها يه ما ينفعش اكتب يعني الفين واربععا فاليه لازم يبقى وراها الف الالف تعالى بقى اذا كانت ثالثة او اذا كانت اكتر من ثالثة وليس قبلها يه اه تعالى بقى نشوف يعني كلمة مثلا زي مصطفى كلمة زي كبرى كلمة زي عمى يبقى بمنتهى الهدوء والبسطة والجمال الالف لو رقم ثلاثة لو اصلاها وهو تتكتب ألف اصلاها يه تتكتب يع لو اكتر من ثلاثة لو قبلها يه تتكتب ألف لو مش قبلها يه تتكتب يع لان انا هنا ما ينفعش اكتبها يه ما ينفعش اتنين يه واربعا طيب بص يا سيدي قالك كمان تتكتب يا تتكتب ألف قال لي في الاسماء الاجنبية او بنسميها كده الاسماء الاعجمية زي تعال بقى اي اسم اعجمي فرنسا يوستينا اي بقى عالم اعجمي جورجيا اي عالم اعجمي بتتكتب ايه ألف باستثناء بعض الاعلام الاسماء الاعجمي زي بص يا سيدي موسى عيسى بخارا كان في مدينة زمان اسمها بخارا وصمرقن خلاص موسى وعيسى وبخارا كل ده وساعات يحيى طيب هنا كل ده لانه يحيى اسم نبي طيب يبقى انا عندي هنا في الاسماء الاعجمية معادة بعض الاسماء الاعجمية طب تعالى في الحروف قال لي الحروف الطبيعي بتاعتها تتكتب يا زي الى حتى لان احنا خدنا حتى ممكن يكون حرف جر قال لك الا انه بعض الحروف بتبقى مكتوبة الف زي عدا خلا حاشا يبقى انت اولاد تاخد بالك كده لو الالف رقم 3 في الكلمة اصلها وو تتكتب الف اصلها يا تتكتب يا طب اكتر من 3 لو قبلها ايه تتكتب الف مش قبلها ايه تتكتب يا طب في الاسماء الاعجمية تتكتب الف معادة الحاجات شازة تتكتب يا طب في الحروف تتكتب يا بس بعض الشاز تتكتب الف ففيه تعادل في الموضوع ليه كده اسمها الالف الايه الالف اللينة او الالف المقصورة اللي في اخر الكلمة كمان عندي قاعدة اسمها كده قاعدة الا و الا ناخد بالنا كده بص ولاد انا بقى هنا مش الا و الا تعال نشوف دي كده اللي همزتها فين قال لي اللي همزتها بتكون فوق اهي تعال اقول لك كل اللي عندك في المنهج بص يا سيدي عندك حاجة اسمها الى الناصبة و عندك حاجة اسمها الى للعرض و عندك حاجة اسمها الى الاستفتاحية طيب قال لي قال الناصبة يجي وراها فعل مضارع يجي وراها ايه فعل مضارع و بتكون بمعنى ان لا زي كده عليكم الا تتنازع فوق يبني ها اللا دي انا اقدر اشيلها و احط مكانها ان لا وبالتالي تتنازع وفعل مضارع منصوب اسمها انا الناصبة بتنصب اللي بعده طيب ممكن اقول لك كده يجب اللا نتخلى عن مبادئنا طيب تعالى نعرف نتخلى ده فعل مضارع منصوب طيب منصوب بايه قال لي ده منصوب بالالف بالفتحة والفتحة المقدرة لانه اخر والف يبقى انا هنا اللا اللي بيجي بعدها مضارع واقدر اشيلها و احط ان لا تبقى ناصبة كمان عندي قلل العرض طب قلل العرض دي بيجي وراها ايه اللي بيجي وراها برضو فعل مضارع فتلاقي كده ودي هنا معناها يعني معناها فعل امر وتمشي استفهام يعني هو منه امر على استفهام كده فلما اجي اقول لك كده الا تحبون ان يغفر الله لكم الا تحبون الا تكتهد في دروسك طيب الفعل المضارع اللي بعدها بيكون مرفوع يعني هنا مضارع منصوب هنا بيكون مضارع مرفوع اما بقى الا الاستفتاحية قالي الا الاستفتاحية عشان ترايح دماغك بيجي بعدها ما يجيش فعل مضارع خالص خالص يجي بقى اي حاجة تانية فلما اجي اقول لك كده الا انا اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ودي جت لنا في كسر وفاتحة همزة انا في اخر محاضرة لما اجي اقول لك كده الا في الفتنة سقطوا مش هتلاقي وراها فعل مضارع الم هض وسر في طريق الحياة يبقى انت عرفت الا اللي همزتها فوق بتعتبر لايه الا الناصبة الا للعرض والا الاستفتاحية وهرجع اقول لك تاني اسهل ما علي كنت كتبتلك قاعدة الا و الا الا بتنصب الا بتجزم شكرا احنا هنا ما بنلعبش من بره يعني ايه ما بناخدش القشور زي ما بيقولوا ده احنا داخلين في تفاصيل التفاصيل ليه عشان باذن الله نوصل للتمانين درجة التمانين درجة عايزة ده عايزة الحاجات اللي من جوة زي ما بيقول ما بيبقاش الكلام من على الوش طيب يا سيدي دي قلب تعال بقى نشوف قاعدة الا و الا دي اللي همزتها تحت مننسهاش اهي طيب الا اللي همزتها تحت قال لي دي واحدة تعال نبدأ في البداية لو الا زائد اس فدي على طول بتكون اداة استثناء زي كده ما حضر الا طالب فلو الا اللي تحتها همزة جي وراها اسم فانتا مترجم على طول ان دي اداة من ادوات الاستثناء لكن تعال بقى نشوف الا اهو نعمل كده الا زائد فعل لو الا جي وراها فانتا مترجم على طول انه دي اداة شرط جازمة و دي حضرتك هيبقى ليها حالتين يا اما تيجي في اول الجملة يا اما تيجي في وسط الجملة تعال نشوف الا لو جت في اول الجملة مش دي اداة شرط اه طب اداة الشرط بيجي بعدها كان فعل فعل الاولان اسمه فعل الشرط وبيبقى مجزوم والتاني اسمه جواب الشرط وبيبقى مجزوم فهنا الا لو جت في اول الجملة يجي وراها فعلين الاولان اسمه فعل الشرط والتاني اسمه جواب الشرط مثال إلا تذاكر دروسك تفشل أو إلا تنصروه فقد نصره الله تعالى كده نشوف آدي فعل الشرط آدي جواب الشرط آدي فعل الشرط وآدي جواب الشرط بس هنا اقترم بالفق عشان قد يبقى أنا عندي هنا إلا لو جات في بداية الجملة هتلاقي بعدها فعل الشرط وجواب الايه الشرط أما بقى لو إلا جات لي في نص الجملة قال لي لو إلا جات لي في نص الجملة غالبا هتلاقي قبلها حرف الواو اللي هي وإلا وهيجي بعدها فعل واحد فقط طب الفعل الواحد ده هيبقى عبارة عن جواب الشرط إيه ده أما الفين فعل الشرط قال لك فعل الشرط ساعتها هيبقى محزوف تقديره تفعل مثال مثال ذاكر وإلا تفشل طيب إلا هنا جات فين جات في نص الجملة فجيه بعدها كم فعل جيه بعدها فعل واحد بس إذا ان تفشل هو جواب الشرط لأنه إلا جاية في النص طب ده جواب الشرط فين فعل الشرط قال لي فعل الشرط هتلاقيه محزوف هنا تقديره تفعل لبالك لأنه ممكن يجي يقول لك استخرج أسلوب شرط حزف فعله أهو أوجا أقول لك كده أعطف على الناس وإلا يكرهوك نفس الكلام إلا جاية في نص الجملة الفعل اللي معناه هو جواب الشرط وفعل الشرط محزوف خلي بالك السنة اللي فاتت عشان عرفك جاب لهم سؤال عين الجملة التي أتى بها أسلوب شرط خلاص ورح جايب ثلاث جمل بيبدأوا بمن وما والعيال بدأت تفكر دي أدوات الشرط والجملة الرابعة كانت زي كده فالعيال انتو مخدوش بالك أو مخدوش بالهم انه أداة الشرط ممكن تيجي في النص يبقى أداة الشرط الوحيدة اللي ممكن تيجي في نص الجملة هي إلا لما تكونها بذاتها تحت وقبلها حرف الواب طيب عرفت إلا وقالها؟ عرفت الألف اللي هنا؟ تعال يا سيدي نشوف التدريبات بتاعت كم سؤال؟ خلي بالك أنا هنا بحل لك كل قاعدة بحل عليها كل قاعدة بحل عليها عشان يبقى إيه في ساعتها لكن الحل برضو مش كتير لأنه في المحاضرة هننزل نحل كتير قوي طيب شارك في العمل الخيري وإلا تفقد مكانتك مكانتك طيب شوف هنا إلا تفقد إعراب ما تحته خط إذا إلا جاية في النص أهيه؟ وجاية بلال واو آه إذا ده على طول مجزوم بس هل هو فعل شرط ولا جواب شرط؟ على طول مجزوم عشان هو جواب شرط أما الفعل الشرط في محزوف هنا تقدير كلمة تفعل ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ إعراب ما تحته خط تحبون تعالى دي ألا اللي همزتها فوق صح؟ آه هل دي معناها أن لا؟ لا دي ألا بتاعة العرض يبقى دفع لمضارع مرفوع رأيت في المستشفى الكثير من المرايا قال لي اختلف رسم الألف الليينة في آخر الكلمتين ليه؟ قال لك الأولى هي الحرف رقم كام؟ مص تش فا سادسة وفي الثانية سبقت بياء طبعا أنا بشوف أصلها أنا مينفعش أقول لك بصوا بقى أصلها وهو أصلها ياء مينفعش غير في لما تكون رقم ثلاثة لكن طالما أكتر من ثلاثة دي هنا الألف سادسة وهنا آ أكتر من ثلاثة بس قبلها ياء سبقت بياء إذا الإجابة هتكون رقم باء طيب تعال بعد كده نخش على القاعدة الثانية قبل ما نحل عليها اللي هي أنواع الواو في الكلمة طيب تعال أشوف دلوقتي أنواع الواو الواو البتاع عملا تستعب يا دي الليلة أنواع الواو بص يا سيدي تعال بقى نشتغل الواقي الشغل التيل قوي شغل فخر من الآخر زي ما بيقولوك أنواع الواو عندك في الوحدة الأولى ثلاثة أنواع من الواو واو أربعة الواو الجماعة واو الجماعة واو الجاو ده بس أنت عندك في المنهج أكتر من الواو أو أكتر نوع من أنواع الواو تعال نشوف أكتر من نوع أنا عندي واو في الكلمة أنا أعملها كده واحد أنواع الواو ألف في الكلمة طب أنواع الواو اللي في الكلمة قال لك بص يا سيدي أنا عندي حاجة اسمها واو الجماعة وعندي حاجة اسمها واو جمع المذكر وعندي حاجة اسمها واو أصلية وعندي حاجة اسمها علامة إعراب وعندي حاجة اسمها واو فارقة دول الخمسة اللي بيلزقوا في كلمة طيب واو الجماعة بص عشان إيه اللي هكتبه بالأخضر ده هي الحاجة اللي هتعرفه لك الحاجة دي واو الجماعة واو بتدل على جمع مذكر واو بتدل على إيه؟ جمع مذكر ولزق الفعل على طول زي يسمعون يؤمنون كتبوا اعلموا طالما واو بتدل على جمع مذكر ولزق الفعل هي واو الجماعة وساعد بنقول عليها كده اكتب تحتها ضمير رفع يوي طب واو جمع المذكر قال لي واو جمع المذكر هي واو برضو بتدل على جمع مذكر بزلز اف اس تبقى مقترنة بالاسم زي كده مثلا سامعون حامدون لما اجا اقول لك كده قاطعوا الطريق مزمومون الناس اللي بتقطع الطريق طالما الواو لزق في اسمه دلت على جمع مذكر تبقى هي على طول واو جمع المذكر اما الواو الاصلية بص يا سيدي الواو الاصلية ما تدلش على جمع المذكر اصلا اصل تدل على اي حاجة الا جمع الايه الا جمع المذكر ازاي لما اجا اقول لك كده يرجو مدعوم هل ده دلت على جمع المذكر ده على مفرد او لما اجا اقول لك النساء يدعون حضرتك برضو الواو هنا ما دلتش على جمع المذكر دي دلت على جمع المؤنس يبقى على طول عندي واو اصلي وعندي واو علامة الاعراب ودي يبني بنلاقيها في الاسماء الخامسة زي كده واسماء الخامسة لما تكون مرفوعة فلما اجا اقول لك مثلا ابوك اخوك ابو بكر وهكذا وعندي الواو الفارقة ودي اللي بتيجي في كلمة عمر فقط اسمها واو عمر او الواو الفارقة عمر طيب دي انواع الواو اللي لازقه في ايه لازقه في الكلمة هو انا عندي انواع واو تانية اه تعال يا باشا دي بقى انواع واو بيه واو منفردة ده شغلة قيل بقى شغلة قيل بصة سي هنا المعلومات دي انا بعملك على انك طالب درست المنهج كامل وبالتالي بلمهالك الطالب اللي بيجمع المعلومات كلها مع بعض ده الطالب اللي سهل عليه جيب 80 درجة ان شاء الله باذن الله خلاص اولاد فعشان كده كل مهاج الحاجة نجمعهم تعالوا ده كل حاجة عندنا في المنهج عشان كده عندك عندي حاجة اسمها واو الحال طب هي واو الحال دي ازاي قالك تيجي في شكلين يا اما واو زائد ضمير زائد كلمة تانية يا اما واو زائد جملة اسمية ازاي تعالوا ناخد مثال لو انا جيت قلتلك كده جاء الجنود وهم منتصرون دايما الاي اللي عالي كده اول ما تلاقي واو بعدها ضمير بعدها اهو كلمة تانية دي كده ده كده اسمه ايه حال والواو دي اسمها واو الحال كمان ممكن يجي لي كده جاء الجنود والقائد حاضر نفس الكلام والقائد حاضر وهنا معناها انه جملتين بيحصلوا في وقت واحد في الوقت اللي الجنود جم القائد كان حاضر وهنا دي اسمها واو الحال الحال نفس الكلام اقولك كده ادخل الامتحان وانا واثق من قدراتي وانا واثق واو ضمير كلمة تانية او ممكن اقولك كده ادخل الامتحان والمؤذن يؤذن في الوقت اللي المؤذن تي بيؤذن يبقى دي اسمها واو الحال طب يا سيدي انا عندي كمان حاجة اسمها واو العطف واو العطف معناها انه حاجتين بيحصلوا في نفس الوقت اهو عطف اسماء وجمل هلما اجا اقولك كده تسعى مصر الى التنمية والتقدم الواو هنا اولاد اسمها واو عطف مصر بتسعى لكذا والكذا للتنمية والتقدم فدي اسمها واو عطف كمان ما ننساش ان انا عندي حاجة اسمها واو المعية والطالب الشاطر اوي يبقى عارف ان انا برضو كان عندي اتنين واو معية واحدة في الوحدة الربعة وواحدة في الوحدة الخمسة وهو المعية ممكن يجي بعدها اسم او ممكن يجي بعدها فعل تعال نشوف وهو المعية اللي بيجي بعدها اسم واللي بتكون بمعنى معه ولما اجي اقول لك كده جاء الرجل واذان الفجر يعني ايه يعني الراجل ده جيه معه اذان الفجر طيب ممكن تعريب لي لو سمحت اذان قال لك واو المعية دي اللي بيجي بعدها اسمي بعدها مفعول معه اقول لك سرته وشاطئ النيل يعني انا مشيت مع شاطئ النيل بمحاذاته يعني معه طيب دي واو المعية وهنجلها فمراجعة الوحدة الرابعة باذن الله عندي كمان واو المعية اللي بيجي بعدها فعل ودي لازم تصبق بنفي او طلب لو فاكرين لو قلت لك كده لا تنهى عن خلق وتأتي مثله الواو هنا قبلها ايه اهيه وصل ما بينهم كده طب واللي بعدها يبقى ايه قال لي يا بشر اللي بعدها تعريبوا كده فعل مضارع منصوب ما امر الناس بالصدق واكذب اسمها واو الايه واو المعية يبقى انت عندك واو الحال واليها شكلين واو العطف وعندك واو المعية وعندك حاجة اسمها واو القسم طب ودي بتيجي فين بتيجي في القسم زي كده والله والفجر والشمس وضحاها فالواو دي بيسموها كده واو ايه واو قسم طب واللي بعد واو القسم اعراب ثابت ما بيتغيرش المقسم به دايما اسمه مجرور لانه دي حرف جر واخدناها في حروف الجر وان شاء الله هنرجع لها في مراجعة حروف الجر طب كمان عندك حاجة اسمها مننسهاش برضو واو ربا وواو ربا قلتلك هتلاقي واو زائد ناكرة مجرورة في اول الجمل واقدر اشالها وحط ربا مكانها زي كده وليل كموج البحر ارخى سدوله علي بانواع الهموم اليابتلي الواو هنا هي واو بصواو بعدها ناكرة مجرورة طب الناكرة المجرورة اللي بعدها علي طول تتعارب من غير ما تفكر حضرتك مبتدأ مرفوع محلا مجرور لفظ يبقى انت دي كل انواع الواو عندك في المنهة كلها الخامسة دول لازقين في كلمة والخامسة دول لوحدهم انت عندك عشرة من انواع الواو انت لمتهم كلهم وده معناه انه لو مشينا بالمنظر ده انت هتلم منهجة كامل مع بعض طيب دي كده اسمها انواع الايه؟ انواع الواو تعالى بقى عندي حاجة اسمها الالشمسية و الالقمرية تعالى اكتب هالك بس كده ايه؟ الالشمسية و عندي الالقمرية الالشمسية بيسموها كده المدغمة اما الالقمرية بيسموها الالمظهرة الالشمسية الالشمسية جوحة غبي فك مخه وقع وممكن اقولك الجملة التانية اللي هي ابغي حجك وخف عقيمه لكن طالما انت حافظ دي في خليك في دي الاثنين واحد يعني مش هيفرقوا وبالتالي لما اجا اقولك كده الحج اشهر معلومات المنازل الواقعة اذا ان دي الالشمسية و الالقمرية تعالى كمان اخر قعدة الفرق بين التاء والها طيب تعالى نشوف التاء في منها نوعين تاء مربوطة وتاء مبسوطة والها في منها بردو نوعين حرف اصلي او ضمير زائد التاء المربوطة تأتي في الاسماء فقط تأتي في الايه؟ الاسماء زي ايه؟ وهي علام التأنيس طبعا مثلا معلمة مدينة تنمية طب والتاء المبسوطة قال لي لا نتيجي في الاسماء ممكن وتأتي في الافعال وفي الحروف دي مش عتق حاجة حضرتك يعني ليها في كل حاجة زي كده زي كده الاسماء زي موت صوت الافعال زي لعبته ودي اسمها تاء الفاعل المضمومة او سمعت الفتاة والحروف زي ليتة اما الهاء فيا اما حرفه اصلي يا اما حرف زائد طب اعرف منين لو عرفت تشيله يبقى زائد ما عرفتش يبقى اصلي يعني لو قلتلك كلمة زي شبيه وجيه وجه كل دي حروف اصلي الهاء هنا اصلي لكن الزائد لما اجا اقولك مثلا عمره مشيه للهاء تبقى عمر وجهه اهي دي اصليه لكن دي نعمل زائد طيب بصولات انا ساعات وانا بكتب بطلغبط ما بين هيته مربوطة ولا لهيه مربوطة يعني منه انا مش عرف دي تيه ولا هيه معلمه مش عرف تيه ولا هيه اقولك على حاجة لو عايز تعرف الفرق ما بين الاتنين او عايز تعرف هي تيه ولا هيه هتمسنى الكلمة او حط بعدها الف ولان يعني تعال مثلا وجه هتمسنها وجه هان هان هي تبقى هيه طب معلمة معلمة تان دي تيه يبقى تيه دي طريقة بسيطة تعال عندي قاعدة تانية اسمها قاعدة واو عمر بمنطقة البساطة قاعدة واو عمر لو انا كلمة عمر القاعدة بتقولي كده هي بتتكتب بالواو تحزف واو عمر عند النصب نصب وهي معوض بالتنوين وبالتالي لما اجا اقولك كده ان عمرا عمرا رجل صالح انا شلت عمره وحطيت مكانها القلب بتاعت الايه التنوين اقولك رأيته عمرا عمرا لو بعدها كلمة ابن يعني انا لو قلتلك اقولك ان عمره ابن العاص قائد عظيم يبقى كلمة عمر سبت الواو معناها منصوبة بس سبت الواو لانه جاي بعدها كلمة ايه جاي بعدها كلمة ابن لانها جاي بعدها كلمة ايه كلمة ابن طيب دي هنا قاعدة واو عمر عندي كمان قاعدة اسمها قاعدة ألف كلمة ابن لكلمة ابن اولاد تحزف ألفها في ثلاث حالات ثلاث حالات بيتحزف فيها ألف كلمة ايه كلمة ابن طب ايه هي الحالات قال لي ثلاث حالات بالظبط واحد ما بين علمين ما بين علمين في النداء وبعد همزة الاستفهام ما بين علمين لما اجا اقولك كده عمر ابن الخطاب خليفة عادل خلي بالك من القاعدة دي قال لك لو اللي بعد كلمة ابن الام مش الاب يجوز انك تحطها يعني زي كده عيسى ابن ماريم فالقول ده جائز في الحاجتين يعني ممكن تشلها وممكن تحطها لكن كلمة ابن طالما ما بين الودوب شيل الالف او في النداء لما اجا اقولك يا ابن عوف يا ابن اللعيبة مثلا حاجات كده يا ابن الخطاب طالما كلمة ابن جات ما بين اداة النداء شيل الالف او بعد همزة الاستفهام ابن الخطاب حضر وهنا لو انت ركست مش دي كلمة ابن اه لو انت حطت همزة الاستفهام انا قلتلك همزة الاستفهام لو جي وراها ألف واصل بنعمل ايه في ألف الواصل بنشيلها قلتها لك فأول الهمزان دول الثلاث حالات اللي بنشيل فيهم قاعدة او بنشيل فيهم ألف كلمة ايه ألف كلمة ابن طيب انت كده انتهيت من نحو الوحدة الاولى كاملا بكل التركات و بكل الحاجات اللي مشتركة مع الوحدات التانية تعالى نشوف برضو ما حللناش عن حتة الاخيرة دي جزء صغير تعالى نحله انتم ترجونا الخير و انتن ترجونا الخير تعالى نشوف وزن الفعلين بصنا سيدي لما يكون عندك الفعلين تعالى نيوزن ترجون ويرجون طبعا هنا الفعل ترجون كان أصله ترجو صح اه طب ترجو ده على وزن ايه قال لي ده على وزن تفعل ركز الله يكلمك مهم قوي لما يجي اوزن اي فعل افككوا من الضمير فترجون مع الرجالة كان أصله ترجو على وزن تفعل وبعد كده انا حطيت الوو النون بتاعة المذكر اه هو يا سيدي الوو النون بس حضرتك كده ما ينفعش لان انا قابلت اتنين وورا بعض وده غلط فبالتالي هشيل الوو الاولى لمنع التقاء الساكنين لما انت شلت الوو الاولى شلت قدام هاللام فبقى الفعل يا ترجون على وزن تفعون والقاعدة تقولي كده طالما وو الجماعة جت قبلها وو او ايه وو الجماعة لو جي قبلها حرف علا شيل حرف علا فبقى الفعل تفعون اما ترجون التانية تعالى نشوف برضو والفعل كان أصله ترجو على وزن تفعل بس ده قبلها انتناه ده مش واو جماعة دي نون النسوة فحطيت نون النسوة فبقى الترجون تفعل هل انا محتاجش ايه حاجه لا فبس هنا بقى تفعل يبقى دايما هنا ترجون مع الرجال على وزن تفعون مع الستات على وزن تفعل ايه فين تفعون وتفعل نفس الكلام هنا يدعون على وزن يفعون ها النساء يدعون يفعل ده دايما طب الواو اللي هنا تعالى بقى نشوف الواو اللي فضلت هنا دي كده واو الجماعة مش انا كان عندي اتنين واو اصلية وجماعة وانا شلت الاصلية فاتبقت الايه الجماعة لكن الواو اللي هنا واو اصلية طب ايه اكبر دليل تعالى يدعون هنا دلت على جامعة مذكر ولا لأ ايه يا مستر دلت على جامعة مذكر ايه نفس القاعدة ولاز قفع تبقى واو جماعة لكن هل دي دلت على جامعة مذكر لا يا مستر ما دلتش على جامعة مذكر يبقى واو اصلية يبقى واو الجماعة واو اصلية او لام الكلمة لام الكلمة يعني معناها انها اصلية طيب هل تعلم ان نقط ابن العاص هو فاتح مصر لازا يجب عليك ان تحب نقط طيب بص يا سيدي انا هحط كلمة عمر قلتلك كلمة عمر لو منصوبة بس بعدها كلمة ابن يبقى ما شلش الواو هل تعلم ان عمر ابن العاص وفاتح مصر لازا يجب عليك ان تحب مين اللي هيحب انت هتحب ايه عمر دي بقى منصوبة حط تبقى عمره وعمرا الاجابة دا طيب الذي يدعو ربه مخلصا يحظى بالاجابة السؤال دا جاي من الوحدة الخمسة مالهوش علاقة بالوحدة الاولى هنا دلوقتي لذلك مش موضعنا طيب حضراتكم كده انتهيتم من كل الوحدة الاولى هتروح نشوف مدرسة الادب خلاص نروح نشوف مدرسة الادب ثم بعد ذلك نخش بقى في باقي الفروع بتاعتنا برضو مدرسة الادب هتلاقوني واحنا بنشرح بنحل عليها تعالى معي تعالى بقى دلوقتي على الجزء بتاع الادب وهتلاقي موجود عند حضرتك انه النهاردة احنا هناخد الجزء الاولاني من مدرسة الاحياء والبعث في الادب اول مدرسة عند حضرتك هي مدرسة الاحياء والبعث نركز كده عم الحج نركز يعني ايه اصلا كلمة ادب ومدرسة ادبية نبدا بقى نفهم الايه لكل حاجة من البداية مدرسة ادبية مش معناها انه ناس واحد زي واحد زي حضرتك قاعد بتدرس وانا بقول وانت بتكتب وقلو فيش الكلام ده المدرسة الادبية هي مجموعة من الشعراء اتفقوا على انهم يكتبوا الشعر بنفس الطريقة فسمناهم مدرسة كذا فيقول لك مثلا احنا يا سيدي احنا مدرسة هنبدأ كتابة قصائدنا لازم اوصف التكييف في البداية يقول لك فدي مدرسة وصف التكييف مثلا طيب اول مدرسة اسمها الاحياء والبعث من رائد هذه المدرسة هو الاخ الشنتيخ ده هو محمود سامي البارودي امكن محمود سامي البارودي يبصه كان لطيف ازاي وبعدين ده كان رئيس وزراء مصر وكانوا مسميينه مقموص سامي البارودي ليه كان كل ما حد يعمله حاجة متقرير كان محضر للتقلب جيبولهم استقلتي مش ليه عجب انا ماشي خلاص محمود سامي البارودي عمل مدرسة اولاد سمها الاحياء والبعث ليه اقولك بقى كان عندي الدولة العثمانية الدولة العثمانية اولاد كانت لغت العمل باللغة العربية في وقت ما وبالتالي اللغة العربية كانت انحضرت ضاعت ولا الناس بتكتبها ولا بتتكلمها ولا اي حاجة عامية كده وكله في الكلتش طيب لما ضاعت اللغة العربية ضاع معها الادب لما ضاعت اللغة العربية ضاع معها الاي الادب يعني ايه يعني الشعراء نفسهم كانت اللغة بتاعتهم لغة ركيكة بالكاف يعني ضعيفة معفنا يعني خلاص طيب وبالتالي كانوا بيكتبوا شعر مش على المستوى فجي عامك محمود بص راجل بالشنب ده كده رح اقيل لك ايه انا لازم ارجع الشعر مرة تانية لسابق عهده طب هتعمل ايه عام محمود هتعمل ايه عام الحج قال لك بص انا ليه هاعد اوجع دماغي انا هاعتمد على التقليد والمحاكاة ورجع الشعر مرة تانية لسابق عهده عشان كده سمى المدرسة بمدرسة الاحياء بيرجع الشعر بعد ما مات والبعث فهمنا ليه المدرسة دي اتسمت كده تمام ده مش بس كده محمود سامي البرودي بعدها جالوا تلاميذ خلاص التلاميذ دول اسسوا معا الحركة دي طب مين تلاميذ البارودي قال لي تلاميذه بثلاث طرق عشان كده يقول لي من تعلم على يد البارودي وكيف اول حاجة بالمشافهة يعني ايه بالمشافهة يقابلوه ويعودوا معاه في صالونات ادبية في مجال الشعر ويتكلموا فيتعلموا مين قال لي امثال حافظ ابراهيم و احمد شوقي في مصر وكتب جنبهم كده عندي كمان واحد اسمه الكاظمي عبد المحسن الكاظمي خلاص بقى انا عندي دي في المشافهة عشان كده وخلي بالك بقى بص في الكتاب هتلاقيني لما اجا اقول لك امثال حافظ ابراهيم و احمد شوقي في مصر يعني ايه معنى كلمة المشافهة الطريقة دي معناها ان الشعراء كانوا بيقابلوا البرودي ويتكلموا معاه من خلال الندوات والصالونات الادبية وغيرها كل هفوة في الكتاب شرحها لحضرتك في العمية عشان انا عارف ان انت بعافية شوي خلاص فعشان تبقى واخد بالك طيب يبقى الطريقة الاولى طريقة ليه اولاد المشافهة الناس دي جم قعدوا مع البرودي اتكلموا معاه اتعلموا منه طب والطريقة التانية قال لي المراسلة يعني ايه المراسلة قالك دي بقى من خلال المراسلات والخطابات ما بين البرودي وشكيب ارسلان في سوريا مين اللي تعلم عليه مراسلة انكل شكيب ارسلان بصامل ازاي والزهاوي في العراج وكلهم القاسم المشترك ما بينهم شنبتهم حكاية ما عليهم يبقى انا عندي مشافهة ومراسلة كمان عندي القراءة يعني ايه القراءة قال لي من خلال ما نشر في من شعره في كتاب حسين المرصفي استاذ البرودي الكتاب ده اسمه الوسيلة الادبية نركز كده الاخ ده كان استاذ ده خلاص كده فلما كتب كتاب اسمه الوسيلة الادبية تلميزه بقى شعر كبير وعمل حركة احياء وبعث للشعر فرح جايب قصائد البرودي حطتها جوا الكتاب فاللي قرأ كتاب الوسيلة الادبية ارى جوا شعر مين البرودي يبقى تتلمش على دين مين البرودي من خلال اراية كتاب الوسيلة الادبية اللي هو اصلا بتاع مين بتاع حسين المرصفي عشان كده قلتلك حطه جوا الكتاب ده قصائده اشعار لتلميزه البرودي مجاملة يعني ها استاذه بقى وكده فاللي قرأ الكتاب ده اتعلم على دين البرودي يبقى من الاخر الناس دول اللي اتعلموا مشافهة ومراسلة وقراءة الناس دي مش يعلم للبرودي عمله لا ده مش بس كده وزوده عليه نقف بقى هنا احنا فهنا انه في واحد اسمه البرودي وتلميزه تمام كده تعال بقى نشوف انا هبدألك باللي البرودي عمل ولاد هنا الكتاب بدأ باللي تلميزه عمل لا انا هبدألك باللي البرودي نفسه عمل وضح خصائص مدرسة الاحياء والبعث البرودي انت قلت لي لما جه او يرجع الشعر مرة تانية عمل ايه قلد عشان كده اقول لك اعتمد على التقليد والمحاكاة تاني اعتمد على انا نكتبها لكم كده عشان تكتبوها معاك اقول لك كده البرودي عشان يرجع الشعر اعتمد على التقليد والمحاكاة او المعارضات او التراث اي حاجة خاصة بالقديم اكتبوها طيب يا سيد لما اجا اقول لحضرتك كده محمود سامي البرودي وتلاميزه على رغم انهم جددوا في حاجات الا انهم لم يتخلوا عن القديم ايه الحاجات اللي خدوها من القديم محمود سامي البرودي قال لك ستوب يا ابن لو سمحت انا كل حاجة هقلدها طب هتقلد ايه يا محمود يا سامي البرودي قال لك انا هقلد حاجتين شكل القصيدة ومضمون القصيدة تاني شكل القصيدة ومضمون القصيدة يعني ايه يعني هقلد القصيدة في الشكل والموضوع طب يا سيدي ايه الشكل او ايه الحاجات اللي انت هتعملها قال لك اول حاجة قلد فيها محمود سامي البرودي تعددت الأغراض في القصيدة الواحد بمعنى عامل زي الجاهلين هو الشعر الجاهلي كان بيكتب القصيدة كلها فيها موضوع واحد ولا أكتر من موضوع طبعا أكتر من موضوع وبالتالي يبقى محمود سامي بارودي عمل زيهم تعدد الأغراض في القصيدة أو دي احنا بنسميها الاعتماد على وحدة البيت وهنا تاخد بالك من حاجتين حاجة اسمها الوحدة العضوية ووحدة البيت الوحدة العضوية دي معناها أن القصيدة كلها بتتكلم في موضوع واحد لكن وحدة البيت معناها أن كل بيت بيتكلم في موضوع محمود بارودي كان عنده وحدة عضوية يعني حاجة واحدة ولا كل حتة في ناحية كل حتة في ناحية وبالتالي كان عنده تعدد الأغراض اللي هي بيت ساوي معنى الاعتماد على وحدة البيت وعدم الاهتمام بالوحدة الفنية لا الوحدة العضوية ما كانش مهتم بيها طيب يبقى تاني وثالث ورابع اول حاجة محمود سامي البرودي عملها عمل ايه قلد الجاهلين في تعدد الاغراض ما بيتكلمش في موضوع واحد ماشي طب بتتكلم في ايه عمام حمود ايه المواضيع الكتير اللي حضرتك واجعلنا دماغنا بيها قلك اول حاجة بدأ بيها البدء بالنسيب اي الغزل التقليدي يعني ايه بقى النسيب والغزل التقليدي زي الجاهلين بالزبط الشعر الجاهلي زمان ما كانش يجرؤ يكتب قصيدة غير ويمسي على الحتة بتاعته لازم كانتوا مسيطرين في الوقت ده فكلمنا ييجي الشعر الجاهلي يكتب قصيدة لازم في البداية حتى لو القصيدة دي هيتكلم فيها في حرب ونكد وقتل وزفط وطي هو لازم في البداية الا انساء الخير اه محمد احمد وعازب واقدس الحياة الزوجية لازم يدي لها حتة في البداية كده عشان كده تلاقي مثلا واحد زي زهير بن ابي سلمة وبيتكلم في قصيدة عن متح النبي صلى الله عليه وسلم قصيدة عن ايه متح النبي في الاول يقولك ايه امست سعاد بارض الله يبلغها بيكلم سعاد فالجاهليين كانوا لازم يبدأوا بالنسيب عشان كده قلتلك النسيب هنا معناه الغزل يعني الشعر بيعكس حبيبته من الاخر ولما يتكلم عن الوطن ما اسمهاش غزل لازم يكلم واحدة ما انت مش هتتغزل في حيطه تماما اهو عشان كده قلتلك ملحوظة حب الوطن مش غزل يابين يبقى محمود سامي البرودي راح بدئها بالغزل فتلاقي مثلا وطبعا جم تلاميذه من بعده زيه حافظ ابراهيم يقولك ايه تعمدت قتلي في الهوى وتعمده فما اثمت عيني ولا لحظه اعتدى بص غزل والله يوم كده لازم يبدأ بالغزل طب ماشي يا سي وبعد الغزل يروح كاتب بتين في وصف الاطلال ايه وصف الاطلال اللي هي بقايا الديار المتهدمة بص الخيمة مقطعة زي ومولعة ونكد وزي يعني ايه يعني البيت القديم لحبيبته الشعر الجاهلي لما يعدي عليه من تحت يقعد يوجع في دماغ ابونا ويفتكر عشان كده تلاقي مثلا قيس بن الملوح اللي هو مجنون ليلة ده يقولك ايه امر على الديار ديار ليلة انا بعدي على بيتها اقبل وذا الجدارة وذا الجدارة يعني يبوص في الحيطة ليه قالك وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار يعني بيعدي على البيت وبتاعه بقايا الديار قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي مش ده اطلال نفس الكلام احمد شوي انا هنا بتشرح لك يعني ايه كلمة اطلال فاحمد شوي يقولك انادي الرسم ولو ملك الجواب هقولك بقى على حاجة حضرتك تاخد بالك منها اول ما تلاقي الكلمات اللي انا هكتبها دي كلمة زي كلمة رسم طلال بيت كلمة زي كلمة دم او دمنة اي كلمة من دول تشوفها بكاء اطلال على طول عشان كده احمد شوي يقولك انادي الرسمة ولو ملك الجواب خلاص او لما اجا اقولك كده امن امي اوفى دمنة لم تكلمي الدمنة اللي هي بقايا الديار يبقى محمود سامي البرود يا اولاد اول حاجة عملها انه عدد الاغراض في القصيدة فكان بيبدأها بالغزل ثم البكاء على الاطلال الحاجة اللي بعد كده محمود سامي البرود يا عملها قال لي هي البدء بالتصريع ومعنى كلمة البدء بالتصريع انه نهاية الشطر الاول زي نهاية التاني في البيت الاول بمعنى اضط ريمون على القاع بين الباني والعالمي حرف المين احلس في الاشهر الحرومي حرف المين اول ما تلاقي الكلام ده كله ده معنى بدء بالتصريع هو ده التصريع الشاعر الجهيلي كان لازم يبدأ القصيدة بتاعته بالتصريع فمحمود سامي البرودي زيك يا فنم هو يروح بدء بالتصريع مش بس كده تقليد القدماء في موضوعاتهم واخيلتهم يعني الراجل ده انا قلتلك مش في شكل القصيدة بس الراجل ده يقعد يشوف ايه الموضوعات اللي الناس دي اتكلمت فيها اتكلموا واحد مثلا اتكلم في وصف الكلب فيكتب موضوع في وصف الكلب والله واحد شبه حبيبته بالبقرة خلاص فمحمود سامي يشبه حبيبته بالبقرة وبعدين ما تفتكر بالنشن ده هزار والله ما هزار الشاعر الجهيلي زمان كان لما يحب يوصف عيون حبيبته الواسعة وكده فبالبقرة فلما واحد يقول لك يا بجرة خلاص زي كده الكبير ده احنا مش بنمدحكوا والله يعني افهمونا صح طيب تقليد القدماء في موضوعاتهم واخيراتهم رح مقلت في القدماء في الموضوعات والاخيرات التشبيه انا شبهتي دي بدي فلما ييجي هو يتكلم عن حبيبته وشبهها بنفس الحال اتكلم في نفس الموضوع طيب اهو والله حتى نفس الهزار كتبه لكم يبقى تاني كده نراجع تعدد الاغراض بدأ بالغزل والبكعة الاطلال وعندي بعد كده البدء بالتصريع وتقليد القدماء في الموضوعات والاخيرة كمان عندي مخطبة الصحبين شغل الشيزوفرينيا ده اللي هي مجنون واحد مجنون يعني ايه مخطبة الصحبين او اسمها استيقاف الصحب او كتاب المدرسة جابها قال عليها فكرة التجريد انا بجيب لك الحاجة بكل الفظها فلما يقول لي مخطبة الصحبين او استيقاف الصحب او فكرة التجريد ده معنى انه الشعر الجاهلي دايما كان بيتخيل انه في اتنين اصحابه قدامه عمال يكلمهم عشان كده هتبص تلاقي احمد شاو يقولك ايه اختلافه النهاري والليل ينسي اذكرة بيكلم اتنين اهو ليصبه وايامه انسي وصفة ليه ملاوة من شباب قفى نبكي من ذكرى حبيب ومنزلي يا صاحبي تقصى يا نظريكما كل ده مخطبة الصاحبين طب ليه حضرتك يعني عشان كده يقولك علل استعارة الشعر فكرة التجريد يعني ليه بيكلم اتنين اصحابه قالك ليسوق تداعياته النفسية وخواطره الشعرية في حرية تم مش فاهم ده معناه انه نفسه يفض فضل حد فبيتخيل انه في اتنين اصحابه قدامه يقعد ياخد كده ويدي معهم في الايه في الكلام فدي اسمها مخطة الصاحبين يبقى تاني الشاعر كان بيستعير فكرة التجريد ليه ليسوق تداعياته النفسية وخواطره الشعرية تاني ليسوق تداعياته النفسية وخواطره الشعرية في حرية تم اخر حاجة عملها البرودي اللي هو الالتزام بالوزن والقافي الالتزام بياه لا الوزن والقافي لا اقول لي يعني ايه وزنه القافيه معلش بص اولاد لو انا هكتب لك قصيده زي دي نسمع اولي ريم على القاع بين الباني والعلمي احلس في كدمي في الاشهر الحرومي رمى الفؤادة بعيني جؤزر اسد يا ساكن القاعي ادرك ساكن العلمي طب انا هنا القافيه هو ان الحرف الاخير في القصيده يبقى واحد يعني هنا هتلاقي الابيات اللي بعد كده عاملة كده هم طيب حرف المين نفس الكلام البيت عامل كده طيب حرف المين حضرتك دي كده اسمها قافيه عشان بس الكلام ده هنحتاجه على طول في الادم دي القافيه لكن الوزن هو ان الابيات تبقى قد بعض فقدر غنيها فتلاقيني مثلا ابيات اجا اقولك مثلا كم تشتكي وتقوله انك معدم والارض ملكك والسماء والانجم والماء حولك فضة رقراقة والشمس وفوقك عسجد يتضرموه شوف اللي انا عمال اعمله ده ده اسم الوزن لكن انه القصيدة تنتهي بحرف المين دي اسمها القافيه كل الشعراء الجاهلين استخدموا الوزن والتزموا الوزن والقافيه فمحمود سامي البرودي يح ملتزم الوزن والقافيه خلاص كده اولاد تمام يبقى تاني الحاجات اللي التزمها محمود سامي البرودي او قلدها واحد هو قلد في الشكل والمضمون الشكل انه يبدأ القصيدة بالتصريع مخاطبة الصاحبين تعدد الاغراض وزنه قافية خلاص كمان من الحاجات اللي عملوها هي التزام او استخدام الفاظ التراث استخدام ايه اولاد اكتبوها عندوك كده استخدام الفاظ التراث الناس دول لما كانوا بيجوا بيستخدموا كلام التقيل الصعب اوي اللي من زمان اوي كان لازم يستخدمه كمان محمود سامي البرودي قالت فيه الموضوعات لكن لما جم بقى تلاميذ البرودي هنا بقى يبدأ يقول لي تلاميذ البرودي حضرتك جددوا هل وقفوا عند اللي البرودي عملوا لا عشان كده هجا اقول لك تلاميذ البرودي لم يقفوا عند ما فعله البارودي اما يقول لك كده خطى تلاميذ البرودي بالشعر خطوة فاقت ما صنعه استاذهم عملوا حاجة استاذهم ما عملهاش طب ايه هي الحاجة اللي هم عملوها واستاذهم ما عملهاش عشان تعرف ايه هي الحاجة دي اعرف الاسباب اللي خلت الناس دي تطور يعني هم ليه طوروا والبرودي ما طورش عشان تهيأ ليهم بعض الاسباب خلاص لم تتهيأ للبرودي عشان كده قالك لقد كانت الحياة متغيرة امام تلاميذ البرودي وضح التغير اللي حصل في حياتهم ادى ان هم يجددوا اول حاجة الانفتاح على الثقافة الاوروبية الغربية يعني الناس دي قدروا يشوفوا ويعرفوا حاجات كتير عن الثقافة الغربية ما شافهاش البرودي وبالتالي يجددوا طب هم عرفوا الكلام ده ازاي سفروا مثلا قالك لأ بصوا من خلال تلات حاجات واحد معرفتهم باللغات الاجنبية كانوا بيعرفوا لغة اتنين اختلطهم بالاجانب وخاصة بعد الاحتلال الانجليزي لمصر الاجانب كانوا هنا وقراءة المترجمات يبقى اول حاجة ياولاد الانفتاح على الثقافة الغربية انا بلخصها لكو كده دايما بقول لي العيال كده هيستعرف اسباب التجديد انفتاح نضال نعملها تاني انفتاح نضال جمعة موقف تعالوا كده ايه نعرفهم ونحفظهم يبقى انا عندي تاني ايه هي الاسباب اللي قدت للتجديد لدى تلاميذ البرودي انفتاح نضال جمعة موقف تاني انفتاح نضال جمعة موقف انفتاح نضال جمعة موقف اول حاجة الانفتاح على الثقافة الغربية شافوا حاجات في الثقافة الغربية البرودي ما شافهاش طب شافوا هاليه قال لي سالت اسباب اول حاجة معرفة اللغات الاجنبية والاختلاط بالاجانب وقراءة المترجمات تاني معرفة لغات اجنبية قراءة المترجمات والاختلاط بالاجان اتنين انفتاح نضال النضال الوطني الذي عمق الوعي بالتراث القديم وعظمة الماضي العريق الناس دول لما حربوا الانجليز ونضلوهم ده ادى ان احنا نعمق نعمق الوعي بتراث القديم وتراث الأجداد يعني ايه يا اولاد انجلترا القوة العظمة الاولى في العالم في الوقت ده احنا كشعب بنقف قدامه ويطلع واحد مننا اسمه ساعد زغلول يطلب منهم مطالب ينفوه نقوم بصورة نجبرهم يرجعوا ساعد زغلول ويعودوا زي البوبي قدامنا يفوضونا احنا عاوزين ايه الشعب اللي يعمل ده شعب عنده تراث وحضارة قديمة وقواعد صلبة واقف عليه هو ده اسمه عمق الوعي بتراث الايه الأجداد احنا هنا حسنا ان احنا دولة لها قوة عظم لينا تراث عريق وقديم لينا مرجعية ريفرنس يعني احنا لينا حاجة بنستند عليها بنتعامل على اساسها طيب ياسي ده النضال الوطن تعالى بعد كده الايمان بفكرة الجامعة الاسلامية ايه بقى الجامعة الاسلامية دي حضرتك قالك لا اعمل حاج ركز قبل حاج دي مش جامعة فيها مدرجات وتلامزة وهو وحاجات كده واللي انت اتروحها السنة الجاية ان شاء الله الجامعة الاسلامية دي حاجة عاملة زي جامعة الدول العربية حاجة كده ميساق بيضم الدول العربية طب الميساق اللي بيضم الدول العربية دي ليه هم ما فكروا يعملوا حاجة شبه كده قالك كان عندهم بصوا يا جماعة احنا الاحتلال جي دلوقتي هنعمل ايه قالك بص احنا نعمل حاجة اسمها الجامعة الاسلامية طب هنهبق بيه في الجامعة الاسلامية دي يعني هتعمل لنا ايه قالك اول حاجة هتعد رمز لوحدة المسلمين ضد الاستعمار الاستعمار اول ما دخل حاب يتدخل في الازهر ومش عارف ايه وبتاع لك لا يا بابا انت تعد تلعب لكن هتيجي جنب المقدسات الدينية لأين حتى مينة ديانتين لا فهم قالك احنا هنعمل حاجة اسمها الجامعة الاسلامية الجامعة الإسلامية دي هتكون رمز وحدتنا ضد الاستعمار كمان بقى من تحت لتحت الجامعة الإسلامية دي هتعمل ايه حث الشعب على الصورة نقود ننغس كده في الشعب ها قوموا اتنيلوا ها قوموا صورة عشان كده تلاقي مثلا حافظ إبراهيم في حدس الدونشوال يقول لهم إنما نحن والحماء مسواء لم تغادر أطواقنا الأجياد لم لا تقيدوا من أمة بقتيل إحنا عاملين زي الحمام ما بنعورش حد لا تقيدوا من أمة بقتيل صادة الشمس نفسها وحين صاد معنى الكلام ده هتسدون شوي إنه كان فيه عسكار إنجليزي طبعا يستود فشاف واحدة مصرية فلاحة عكسها فتقول إن المصريين انت فاهم دي ما فيش ما بتفهموش ما عندناش فيش حاجة ما ينفتحوا إحنا مش متحضرين خالص فرحوا طبعين جريين وراء العسكار الإنجليزي قاعدين لغاية ما جالوا ضربة شمس مال مال فانجلترا ما تسكتش وتعمل محاكمة وتعدم معظم رجالة القرية فيطلع بقى حفظ إبراهيم يروح كده يطلع حفظ إبراهيم ويقول للشعب أصبرا على مسي الهواني وأنتم عديد الحصة إني إلى الله راجع وكيف ترون الذل دار إقامة إنتم أخدين بالكم يعني عملي حصهم على أن نقوم بصورة هو ده حتى الشعب على الصورة والتنديد بسياسة الاحتلال التنديد بسياسة الاحتلال التنديد بسياسة الاحتلال إزاي كان يطلع حافظ أو يطلع الشعر مثلا زي يقولك إيه أخذتم كل ما تبغون منا فما هذا التحكم في العباد فليس أمامكم غير التجني وليس وراءنا غير الجهاد يعني أنتم مش هتفضلوا غير أنكم تتجنوا علينا وتظلمونا وإحنا هنفضل نجاهد فيكم هي دي الجامعة الإسلامية اللي هتكون رمز الوحدة المسلمين حث الشعب على الصورة التنديد إن أنا أبين مساوئ سياسة الاحتلال ثم بعد ذلك مواقفهم من الأحداث الجارية وبخاصة التي اضطرأت على الأمة يعني قالك يعني كان أي حدث بيجد على الأمة في الوقت ده كان ليهم منهم موقف سواء أنا مؤيد للحاجة دي أو معارض لها المهم إن أنا كنت مؤيد أو معارض بكتب رأيي في الشعب فأنا سجلت كل مواقفي في الشعب خلاص كده؟ طيب فعشان كده يجي يقولك مثلا إيه هي الحاجات اللي تلاميذ البرودي اتكلموا فيها؟ قالك أول حاجة أهمها الأسر الحاكم وفساد الحكم الخديوي لما اتفق مع الإنجليز كانوا معارضين دي وتكلموا عنه جوانب الإصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصادي في البلد قانون المطبوعات حرية الصحافة تعدد الأحزاب دعوة آسم أمين لتحرير المرأة إنشاء الجامعة المصرية جامعة القاهرة بغير الجامعة الإسلامية ووحدة الأمة ما بين المسلمين والأقباط كل الكلام ده اتكلموا عليه وبتكلم لما نيجي نقول بص كده حافظ إبراهيم بيقولك إيه إنما نحن والحماء مسواء لم تغادر أطواقنا الأجيادة لا تقيدوا من أمة بقتيل صادة الشمس نفسه حين صادة هنا بيتكلم عن موقفهم من الأصر الحاكم وفساد الحب والإصلاح السياسي لأنه كانوا بينددوا بسياسات الاحتلال ده بص تلاقي أحمد شوقي بيتكلم عن دعوة آسم أمين لتحرير المرأة ربنا يسمحه وهو بيقولك يا قاسم انظر كيف صار الفكر وانتقل الشعور جابت قضيتك البلادة كأنها مثل يسير خلاص كده بيتكلم عن دعوة آسم أمين لتحرير الإيه لتحرير المرأة عايز بقى أقول لحضرتك على حاجة دي كده الأسباب اللي خلتهم يجددوا الأسباب اللي خلتهم يجددوا عشان كده تلاميذ البارودي يجددوا أولا إيه هي الأسباب اللي مفتعها للثقافة الغربية النضال الوطني والجامعة الإسلامية ومواقفهم في الشهر لما جم يجددوا عملوا إيه قال لك بص تلاميذ البارودي هنا بس يعني إيه محمود سامي البارودي يا أولاد ودي تلاميذه ورأيت كده إيه تركزه في الحتة دي محمود سامي البارودي سمى مدرسته الإحياء والبعث ليه؟ قال لي لأن محمود سامي البارودي يقلد في الشكل والمضمون قلد في إيه؟ في الشكل وفي المضمون أما تلاميذ البارودي قال لي لأ تلاميذ البارودي سموا المدرسة بتاعتهم الكلاسيكية الجديدة ركز بقى كده الله يكريم ليه؟ بص كده الكلاسيكية يعني قديم وجديدة يعني جديد يعني طوروا على اللي البرودي عملوا خادوا قال اللي البرودي عملوا لكن طوروا عليه طب ليه سموها الكلاسيكية الجديدة؟ قال لي بص بقى كلاسيكية لأنه مستمدوا الشكل من القديم شكل القصيدة عندهم قديم اللي هو نظام الشطرين وزنه قفية والتصريع وكل ده والجديدة لأنهم ربطوا المضمون بأحداث العصر يعني يا مستر قال يعني هم ما قلدوش المضمون زي البرودي لأهم ما المضمون بتاعهم جابوا من أحداث عصرهم عشان كده لو حضرتك ركست شوية هتكتشف أنه كل الحاجات اللي خلتهم يجددوا حاجة خاصة بعصرهم انفتحهم على ثقافتهم الغربية نضالهم الوطني ودي حاجة كدفع عصرهم جامعة الإسلامية ودي حاجة كدفع عصرهم كل المواقف والأحداث اللي حصلت في عصرهم وبالتالي لما شافوا الكلام ده كله كتبوا عن الكلام ده كله ويبقى التجديد عندهم دايماً نصب على المضمون لكن الشكل هو هو القديم طيب تعالى بقى شوف مظاهر التجديد أو سمات التجديد كلها هتلاقوها في المضمون كلها هتلاقوها في الموضوعات مش في الشكل هم عندهم وزن وقفية وألفز ترس ومخبط صاحبين والبدء بالتصريع وعندهم الغزل والمكاعل أطلق عادي جداً بس موضوع القصيدة نفسه بدل ما محمود سامي البرو دي كان بيتكلم في نفس الموضوعات اللي القدماء اتكلموا فيها هم اتكلموا عن حياتهم قال لك أول حاجة اهتموا بمعالجة مشكلات مجتمعهم وخلي بالك هم اهتموا باربع حاجات اهتموا بمعالجة مشكلات مجتمعهم وما يتصل بالشؤون الخارجية للعالم الإسلامي يعني ايه قال لي يعني دايماً كانوا بيتكلموا في الشعر عن مشكلات مجتمعهم وأي مشكلة بتقابل أي بلد عرب يعني أي نوش في أي منطقة في أي حتة في البلد العربية يتكلموا عنه خلاص كده أحمد شايف يقولك بيروت مات الأزدو حدف أنوفهم بيتكلم عن بيروت بيتكلم عن فلسطين ويتكلم عن مشكلات مجتمعه اللي بتقابله خلاص كده زي مثلاً لما يتكلم عن مشكلة تربية الأبناء ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوام كل دي معالجة مشكلات المجتمع اتنين اهتموا بالتعبير عن روح عصرهم الذي عاشوا فيه في جميع نواحيه اجتماعياً وثقافياً وسياسياً وأخلاقياً يعني كانوا دايماً بيتكلموا عن المشكلات الاجتماعية والثقافية والسياسية والأخلاقية تعالى اهتموا بالجماهير والغير على حساب الذات هنا نقف بقى كده الناس دي اهتمت بغيرهم على حساب نفسهم فكانوا دايماً يتكلموا عن مشكلات غيرهم لكن ما يتكلموش في تجارب ذاتية حصلت لهم ما تلاقيش واحد بيتكلم عن قصة حب عدة بيها لا هو دايما يتكلم عن غيره عشان كده ما كانش عندهم تجربة ذاتية تقريباً واهتموا بالناحية البيانية على حساب المعنى اه بقى ايه الناحية بقى البيانية دي مظاهر الجمال التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز يهتموا بيها على حساب المعنى يعني ايه يعني اه دحش القصيدة كده مظاهر الجمال تشبيه والاستعارة والكناية والمجاز مش مشكلة المعنى يولع المعنى دي بالضبط عامل زي بقولهم كده تبص تلاقي الساعة 12 وعندك محاضرة وتخش واحدة ما شاء الله عليها فول ميكوب يا حبيبتي ده غلق ده مش مكانه ده غلق اللي انت عمله ده مش كويس لأ بص كتير اهو بص حتى كتير صرفه امكلف يا حبيبتي ده ما فيش هي عندك كتير ده معنى ده حاجة حلو هم عندهم نفس الكلام احط مظاهر جمال كتير حتى لو على حساب المعنى ده حاجة كويس عشان كده اهتموا بمظاهر الجمال قوي والصور الجزئية التشبيه والاستعارة والكناية والمجاز على حساب المعنى يعني لو التشبيه هيبوز المعنى يحطوه طب اكبر دليل على كده اقولك احمد شوقي في القصيدة بتاعته قالك ايه وطني لو شغلتو بالخلد عنه نازعتني اليه في الخلد نفسي يعني لو انا في الجنة اشتقلو وطني هو ده تشبيه خدم المعنى ولا بوزه ده بوز امه وبالتالي حطو برده ليش دعو فيش انا تشبيهات ناحية بيانية يبقى اهتموا بكم حاجة اربعة بالجماهير والناحية البيانية ومشكلات المجتمع والتعبير عن روح العصر مالت لغتهم الى السهولة دي حاجة جديدة برضه اللغة بتاعتهم كانت سهلة يعني ايه قال لي يعني كانت بسيطة اسهل من البرودي مش معنى ان كانت بسيطة علينا لا كانوا برضه بيستخدموا الفاص طراز بس اسهل من البرودي شوية ليه؟ قال لي ده بسبب ان الناس دي كانت شغلة في الصحف ارتبطهم بالصحافة ده ادى الى سلاسة وسهولة اسلوبه طيب نجي بعد كده افسحوا المجال لمزيد من التجارب الزاتية رائع حاجة انت مش رسه يلي معندهمش تجارب زاتية ترجع تقول لي لا اتكلموا في التجارب الزاتية والبيضة ولا الفرخة والفرخة ولا البيضة لا يا حبيب هما ما اتكلموش في تجارب زاتية ده مش معنى انه كان كلهم عندهم تجارب زاتية هو طلع بعض شعراء منهم في بعض الاحيان اتكلموا في تجارب زاتية لقى حافظ برين مسلا عامل لك دوان كامل وقصيدة واحدة منه هي اللي بتكلم فيها عن تجارب زاتية يبقى أفسحوا المجال لمزيد من التجارب الذاتية طب وإيه هي التجارب الذاتية هي اللي الشعر بيعيشها بنفسه بيحب واحدة عدها حاجة هو حسة من الآخر تعال بعد كده مزجوا بين اتجاهين تاني مزجوا بين اتجاهين وقاموا بين اتجاهين الأخذ من التراث وثقافة العصر الأخذ من التراث وثقافة العصر طب انت لو واحد بتفهم مثلا أقولك خدوا ايه من التراث و ايه من ثقافة العصر اللي خدوا من التراث شكل القصيدة و ايه من ثقافة العصر المضمون يبقى انا عندي تلاميذ البرودي لما جم ويقولك كده واقموا بين الأخذ من التراث وثقافة العصر خدوا ايه من التراث ده من خلال شكل القصيدة وثقافة العصر ده لما ربطوها بالمضمون يبقى انا لو حبيت اقول لك التيتا كده في النهاية انو انا كان عندي مدرسة اسمها مدرسة الاحياء مين الرائد بتاعها البارودي البارودي لما حبي يرجع الشعر مرة تانية اعتمد على ايه قالك التقليد والمحاكاة طب التقليد ده في ايه قالك تعدد الاغراض البدء بالتصريع طبعا الاغراض دي انت عارف انه الغزل والبكاء على الاطلال البدء بالتصريع كمان مخطبط الصاحبين والالفاظ التراسية والتقليد القدماء في موضوعاتهم دي الحاجات اللي قالك في يمين محمود سامي البارودي ثم بعد ذلك جالي تلاميذ البارودي ودول من خلال كذا طريقة مشافهة مراسلة قراءة خلاص وكوّنوا لي مدرسة اسمها الكلاسيكية الجديد انا هنا بديلك سامري سريع كده على الايه؟ على المحاضر الكلاسيكية الجديدة طب الكلاسيكية الجديدة دي خدوا ايه؟ خدوا الشكل من القديم وربطوا المضمون بأحداث العصر ثم بعد ذلك تعالوا بقى نشوف لما جددوا ايه هي؟ أسباب التجديد ومظاهر التجديد أسباب التجديد انفتاح نضال جمعة موقف انفتاح على الثقافة الغربية النضال الوطني وروح الثورة الجمعة الإسلامية موقفهم من أحداث العصر أما مظاهر التجديد أقول لك اهتموا أفسحوا سهولة وأموا يعني ايه؟ اهتموا باربع حاجات بالجماهير والغير والنحية البيانية ومعالجة مشكلات مجتمعهم ومعالجة روح العصر اهتموا بروح التعبير عن روح العصر أفسحوا المجال المزيد من التجارب الذاتية وسهولة أسلوبهم بسبب الصحافة واقموا بين الأخذ من التجاهين الأخذ من التراث وسقافة العصر النهاردة بقى هناخد أونكل أحمد شوقي البيك بورس بتاع تلاميذ البرودي طيب أحمد شوقي ليه هو؟ رائد تلاميذ البرودي أو رائد المدرسة الكلاسيكية الجديدة ليه بقى يا عم الحاج؟ قالك الراجل ده الطفايا دي عمل ايه؟ قالك الراجل ده كان ليه بعض الظروف أو تهيأت ليه بعض الظروف ما تهيأتش لغيره عشان كده عشان كده كان رائد المدرسة الكلاسيكية هي أسباب ريادته للكلاسيكية ومظاهر التطوير لديه عشان كده يقولي إيه العوامل اللي دفعت شوقي للتطوير أو أسباب التجديد أو ريادة شوقي للكلاسيكية ليه؟ قالي والله لقد تهيأ لشوقي من الظروف ما لم يتهيأ لغيره من تلاميذ البارو أحمد شوقي يا جدعان كان متعلم تعليم نظيف شويتين عارف التعليم اللي هو بتدفع جنبيه كده أربع خمس تصفار ده أو أحمد شوقي كان متعلم طبعا تأكيد ما تعرفوش يعني معادي بس يعني هو متعلم التعليم ده خلاص الواد يعني مدرس نظيفة قوي وبعدين متربي بقى في أصر الملك يعني مولود في بقه معلقة ده خلاص الواد عمل إيه الواد إيه أحمد شوقي بيه باشا عمل إيه أول حاجة أسباب ريادته بص بقى هحكيها لك في قصة هحكيها لك في إيه قصة واحد راجل كان مترب في تعليم زي ده فبالتالي كان عنده تلت ثقافات بيتكلم تلت لغات ومهم إيه بقى التلت لغات أول حاجة الثقافة العربية والتركية والفرنسية تلت ثقافات ثقافة إيه تاني عربية تركية فرنسية وفيش حاسماها فرنسية وفيش بلد اسماها فرنسا اسماها فرنسا فرنسية بس عشان نبقى إيه واخدين بالن أحمد شوقي كان بيتكلم التلت لغات دول الراجل ده بسبب التلت ثقافات دول سافر فرنسا لدراسة الحقوق يبقى سافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق هناك خلاص كده تمام يا سيدي لما رح فرنسا يعمل إيه يعمل إيه قالك أول حاجة أبدأ أعمل فيها هي الاطلاع على مظاهر التجديد في الشعر الفرنسي أهو الاطلاع على الأداب الفرنسية وخاصة لدى أعلامه التلت شعراء فيكتور هوجو لامارتين ديموسي التلتة دول هم أهم بتلت شعراء في فرنسا يبقى تاني ثقافته عربية تركية فرنسية بسبب أنه بتكلم فرنساوي يسافر فين فرنسا عشان يدرس الحقوق فأول حاجة عملها لما رح فرنسا اطلع على الأدب الفرنسي لدى أعلامه تمام بعد ما اطلع على الأدب الفرنسي يسكت لا هو شف بقى مظاهر التجديد في الأدب الفرنسي فأنا عايز أعرف فيه عايز أشوفي الناس اللي كتبت الكلام ده وبالتالي رح جالس كبار النقاد والشعراء قعد مع أكبر النقاد والشعراء مجالس أدب ايه خلاص كده مش بس كده وتأثره بالحركات الوطنية والجمهور أحمد شوقي كان بيتأثر جدا 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 بالحركات الوطنية زي الصوراء صورة 19 الصورة الفرنسية الحركات الوطنية جديد كانت بتأثر فيه وخلي بالك بسبب تأثره في الحركات الوطنية والجمهور انت هتاخد بعد كده ان الراجل ده اتجه إلى التاريخ ما هو لما يكتب عن حركة زي صورة 19 ده تاريخ لما يكتب عن الصورة الفرنسية ده تاريخ يبقى بسبب تأثره بالحركات الوطنية والجمهور اتجه إلى التاريخ ومشاهدة المصارح الأوروبية مشاهدة لقى أولاد المصارح الأوروبية يبقى تعالى كده نقولها قاقصة أحمد شوقي كان بيتكلم كم لغة تلاثة عربي فرنساوي تركي واحد راح مسافر فرنسا عشان يدرس الحقوق أول ما راح هناك أول حاجة عملها اتطلع على الأدب الفرنسي طب بعد ما اتطلع وشاف التجديد جالس كبار النقاد والشعراء لما قعد مع كبار النقاد والشعراء تأثر بيهم أو يقعد فتأثر بالحركات الوطنية والجمهور وبعد كده قال لهم كانت كل غم قعدة كوبالة ورح سايبهم ورح قايم داخل المصارح الأوروبية دي كده أسباب التجديد لدى أحمد شوق أو أسباب ريادته للكلاسيكية تعالى بقى نشوف مظاهر التجديد عند أحمد شوق ايه مظاهر التجديد عند الراجل ده عمل ايه بص بقى عدلت تجهت تجهت تجه ريادته تاني عدلت تجهت 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 ريادته عدلت تجهت 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 تعالى نشوف أول حاجة عدل عن المديح كغرض من أغراض الشعر تعالى كده ريكي ستاني عدلت تجهت 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 Über عدل عن حاجة تجهت تجهت ثلث حاجات ريادته الحاجة عدل عن ايه عدل عن المديح في الشعر ما بقاش يمدح حد بطلنا اللي عطلنا فكك مني من الآخر طيب عدل عن المديح من الشعر واتجه ثلاث اتجاهات واحد اتجه في شعره اتجاه اسلاميا وانا كتب لك ده زي الحديث عن الرسول ومكة والأزهر يبقى لما تلاقي أبيات بتتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم ولد الهدى فالكائنات وضياءه وفم الزمان تبسم وثناءه اتجاه اسلامي على طول اتنين اتجه الى التاريخ او اتجاها تاريخيا كما في قصيدتي مصرع كليوباترا زي ما بيتكلم عن رامسيس وكليوباترا وإخناتون خلاص واتجه نحو المنجزات العصرية في بدء قصائده زي كبار الحوادث في ودي النيلي يبقى تاني احمد شوق عدل عن المديح اتجه كم اتجاه ثلاث اتجاه اسلامي واتجاه تاريخي واتجاه لوصف المنجزات العصرية والمخترعات الحديثة ايه الفرق بين المنجزات العصرية يا مستر والمخترعات الحديثة المنجزات العصرية حاجة كانت موجودة قبل كده زمن وطورناها زي السفينة طيب والمخترعات الحديثة حاجة ما كانتش موجودة وإحنا اخترعناها زي الطيارة والصاروخ طبعا خلاص كده يبقى تاني تعالى بص بقى احمد شوقي يقولك ايه في قصيدة كبر الحوادث في ودي النيل وقالك القصيدة دي هي اول قصيدة ظهر فيها التجديد لدى شوق انه يعمل فيها يبدأ بالحديث عن المنجزات العصرية انصرافا عن حديث الناق ما بقاش يشدحك علينا كل واحد بيوصف ايه وسيلة مواصلاته الشاعر القديم يوصف لك الناقة واحمد شوقي يوصف لك السفينة والطيارة فيقولك كده همت الفلك واحتواها الماء الفلك يعني السفينة اعدي يقولك كده لما شاف الطيارة قالك اعقاب في عنان الجو لح طائر الايه العقاب ايه طائر العقاب ده طائر العقاب ده هو طائر جارح قالك اعقاب في عنان الجو لح ام سحاب فر من هوج الرياح طيب يبقى تاني اعبال عن المديح اتجاه تجاه اسلامي اتجاه تاريخي وصف منجزات عصرية ريادته للمسرح الشعري وتقديم العديد من المسرحيات زي الستهدى قنبيز مسرح كيلو بطرة مجنون ليلة اميرة الاندلس عالميك الكبير كل المسرحات دي وعلى فكرة كل مصرحياته الشعرية مصرحيات تاريخية ما عدا الستهدى الاول يعني ايه مصرحية شعرية مصرحية اولاد بس الكلام ما بين الابطال بالشعر طب يعني ايه بقى مصرحية الستهدى مش مصرحية تاريخية هي الوحيدة اللي كانت مصرحية اجتماعية فكاهية تاني كانت مصرحية ايه اجتماعية فكاهية قصتها ايه طيب الستهدى دي ليه مصرحية فكاهية اجتماعية قالك بص يا سيدي قصتها ان الستهدى دي واحدة كان عندها شوية فلوس حلوين وكان فدان كده وبتاعه ايه حاجة جمدة جدا طيب الستهدى دي تاني الستهدى دي بسبب ان هي كانت غنية جدا وعندها بقى كان فدان ومش عارف ايه فالرجالة تروح تتجوزها عشان تموت والرجالة تورس فايه اللي يحصل كل مراجل يتجوزها هو اللي يموت وهي اللي تورسه ليه يعني دول بيدون عالي ما فيش قاعدين ياابا صحة ما علينا لغاية ما اخر واحد اتجوزها ربنا سبحانه وتعالى كرمه وماتت راح يورس لقاها متبرعه بكل فلوسها جلطته بنت اللعبة وهي ميتها من الاخر يبقى كل المصرحيات كانت مصرحيات تاريخية ما عدا بس الستهدى كانت مصرحية اجتماعية فكاهية طب يا سيدي خلصنا احنا تشوقي باخي شوقي تعالا بقى نشوف اونكل احمد محرم شوف اللي ها هاك كده في شبوخ وشمخة احمد محرم عمل حاجة واحدة قالك حاول احمد محرم ان يطوع الشعر العرب التاريخي الحماسي او الملحمي دي معناها قصة شعرية شعر على هيئة قصة بتحكي ملحمة او بطولة لشعب او امة ما بمعنى ادقي يتكلم عن بطولة المال الشعب المصري بطولة مال الامة الاسلامية مش عارف ايه دا اسمه شعر قصصي تاريخي مرحمي قاله في سنة 1933 ديوان سمى ديوان ايه مجد الاسلام تكلم عن البطولات الاسلامية وبعد كده تعرف باسم الالياذة الاسلامية ايه كلمة الالياذة اي كتاب اولاد تلاقي مكتوبة علي كلمة الالياذة اعرف انه الكتاب ده بيتحدث عن بطولة ما او ملحمة ما دا اسمه كده الايه الالياذة الاسلامية بكده يبقى حضرتك خلصت معانا مدرسة الاحياء والبعث انا كل اللي عايز اقوله لك بس في مدرسة الاحياء والبعث او النقطة الاخيرة انا هنا مديلك شوية اسئلة مثلا اختفت ليه شخصية شعراء الاحياء في شعرهم بسبب المعارضات الشعرية بص بقى كده عشان نعرف ايه معنى كلمة المعارضة الشعرية لما اجي اكتب لحضرتك او اقول لحضرتك كده يقول شوقي اكتز الله يكرمك في السؤال ده يقول ابن زيدون ويقول لي كده اضحى التنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانة تجى فينا ويجي يقول لك كده يقول شوقي يا نائح الطلح اشباه عوادين نأسى لواديك ام نشج لوادينا لو حضرتك بصيت يا ولاد على البيتين دول هتلاقي شاعر كلاسيك بيقل شاعر قديم في نفس الوزن ونفس القفية بص كده اضحط تنائي بديلا عن تدانينا وناب عن طيب لقيانة تجافينا يا نائح الطلح اشباه عوادينا نشج لواديك ام نأس لوادينا تبص تلاقي مثلا احمد شوقي في القصيدة بتاعته عارض خلط سينية البحتوري لما قال صنت نفسي عما يدنس نفسي وترفعت عن جتاء كل جبسي فاحمد شوقي راح قايل اختلاف النهار والليل ينسي اذكر لي الصبا وايام انسي خلي بالك المعارضات المعارضات هو انه الشاعر الكلاسيكي يقل شاعر قديم على نفس الوزن ونفس القفل طيب في مجموعة من النقاد قالك ان المعارضة الشعرية هي ما الا تقليد اعمى لذلك اختفت شخصية شعراء الاحياء في شعره عشان كده قالك اختفت شخصية شعراء الاحياء في شعره وناس تانية قالت لقى ده مش تقليد ولا حاجة دي مباريات شعرية باكبر دليل بنعد نشوف مين اللي تفوق عالمي فالرأيين عندنا موجودين ومعتبرين خلاص كده طيب الاسئلة الباقي هتلاقي كلها اسئلة ليه يا احمد شوق اعادل عن المديح للايمان بفكرة الجامعة ومديك شوية اسئلة كده على هيئة الاسئلة المقالية طيب بص بقى سيدي بعد ما حضرتك خلصت مدرسة الاحياء والبعث هتلاقي برضو في الملزمة اللي انا سابها لك تحت اللي ملزمت الشرح هتلاقي مفاتيح اجابة المدرسة الكلاسيكية ايه مفاتيح الاجابة دي اجل لك لما يجيب لك ابيات وتلاقي البيت بيتكلم عن كذا يبقى انت هتختار كذا في الاجابة لما تلاقي البيت بيتكلم عن كذا يبقى الاجابة هتبقى كذا اول حاجة يقول لك كده اي ابيات شعرية فيها مصطلحات اجنبية فبتكون الاجابة على طول نتيجة الانفتاح على الثقافة الغربية يبقى لما تلاقي تبع الكلاسيكيين ابيات فيها كلمات اجنبية يبقى انت على طول عندك انفتاح على الثقافة الغربية زي كده قال شوقي في ذكرى وفاة فيكتور روجو ما جل فيها عيدك المأثور الا وانت اجل يا فيكتور فيكتور ايه ده فيكتور روجو يبقى على طول انفتاح على الثقافة الغربية طيب اتنين اي ابيات تتحدث عن الاصلاح سواء اصلاح سياسي او اجتماع او دستور او تعدد الاحزاب هتكون الاجابة على طول انهم عالجوا مشكلات عصرهم سياسيا واجتماعيا واقتصادي مثلا لما تلاقي احمد شوقي يقولك قال شوقي يدعو الناس الى انتخاب الشرفاء دار النيابة بصوا اخذ ذلك انت النيابة قد صفت ارائكها لا تجلس فوقها او لا تجلس فوقها الاحجار والخشبة هنا ذكرلك النيابة وانت على طول ربط النيابة بان هي اصلاح سياسي طيب يا سيدي يبقى تاني اي حاجة اجنبية ثقافة غربية اي كلمات سياسية او او تبقى اصلاح او اللي هي علاجه مشكلات مجتمعها برضا اولاد لما نلاقي اي ابيات بتتكلم عن الوحدة الوطنية ويحيى الهلال مع الصليب يبقى نتيجة لوحدة عنصري الامة المسلمين والمسيحيين مثلا قال شوقي في الوحدة بين عنصري الامة انما نحن مسلمين وقبطة امة وحدت على الاجياء خلاص او يقولك فنحن على الانجيل والذكر امة يؤيدها الانجيل بالحق والذكر برضو برضو نفس الكلام يا ولاد لما نلاقي اي ابيات بتتحدث عن التعليم والجامعة اي بيت بيتكلم عن تعليم او عن جامعة على طول النتيجة لانشاء الجامعة المصرية مثال قال شوقي شيت صرحا للذخائر عاليا يأوى الجمال اليه والالهام رف عيون الكتب فيه طوائف وجلائل الاسفار فيه ركام طبعا انت عندك هنا الكتب والاسفار خلاص صرحا كل ده بيتكلم عن التعليم والكتب والاسفار اذا هي انشاء الجامعة المصرية خمسة اي ابيات تتحدث عن المرأة على طول نتيجة دعوة اسم امين لتحرير المرأة ودي اعتقد وضح فلما اجي اقول لك قال شوقي في تحرير المرأة واذا النساء نشأن في امية رضع الرجال جهالة وخمولة يتكلم عن النساء او لما يجي يتكلم يقول لك ظلم الرجال نساءهم وتعسفوا هل النساء بمصر من انصار على طول انا بتكلم هنا عن دعوة قاسم امين لتحرير المرأة اللي هي من ضم من ضم التأثر باحداث العصر طيب او موقفهم من احداث عصري ستة اي ابياد تتحدث عن دولة عربية او اسلامية يبقى انت على طول العناية بالشؤون الخارجية للعالم الاسلامي اي حاجة هتكلم عن دولة عربية او دولة اسلامية فدي العناية للشؤون الخارجية العالم الاسلامي زي من ذا يرى دمه اعز مكانة من ان يخضب من فلسطين الربا نتجرع البلوة اه يبقى انا عندي على طول هو هنا بيتكلم عن فلسطين على طول الشؤون الخارجية العالم الاسلام لما احمد شاوي بيقول بيروت ويتكلم عن بيروت يبقى على طول عالم اسلامي بغداد عالم اسلامي وشؤون اسلامية خارجية طيب كمان عندك اي بيت من الابيات تتحدث عن مجد الام العربية والاسلامية خلي بالك هو هنا ما تكلمش عن دولة عربية لا هو هنا بيتكلم عن مجد الامة العربية والاسلامية المجد المجد يبقى على طول ترسيخ الاحساس بتراث الاجداد والماضي العريق قال حافظ ابراهيم اعيدوا مجدنا دنيا ودينا وذودوا عن تراث المسلمين يبقى على طول عندك ترسيخ الاحساس بتراث الاجداد كمان اي ابيات تتحدث عن الاستعمار وجرائمه لما تلاقي ابيات عندك بتتكلم عن استعمار جرائم الاستعمار يبقى على طول هي التنديد بالسياسة الاحتلال والاستعمار والمظلم والشعب والصورة ضد المحتل زي حافظ ابراهيم انما نحن والحمائم سواء لم تغادر اطواقنا الاجياد لا تقيد من امة بقتيل صادت الشمس نفسها وحين صاد جاء جهالنا بامر وجئتم ضعف ضعفيه قسوة واشتداد او لما تلاقي حافظ ابراهيم يتكلم عن انه الام الخلف بينكم الام وهذه يعني لازم يتكلم او لما يجي يتكلم عن اي حاجة ضد الاستعمار لما يقولهم اخذتم كل ما تبغون منا فما هذا التحكم في العبادي فليس وراءكم غير التجني وليس امامنا غير الجهادي هنا برضو يتكلم عن التنديد بسياسة الاستعمار والصورة ضد المحتل كمان اي ابيات تتحدث عن مشكلات اجتماعية يبقى على طول التعبير عن روح العصر ومعالجة المشكلات الاجتماعية اي مشكلة اجتماعية مثلا اي بيت يخص التجديد في شكل القصيدة برضو نفس الكلام من ضمن الحاجات اي بيت بيتحدث عن مشكلة اجتماعية هنقول معالجة مشكلات ايه الاجتماعية مثلا زي ايه ربوا بنيكم علموهم هذبوا فتياتكم فالعلم خير قوامي هين بيتكلم عن المشكلة اجتماعية تربية الابناء والفتيات والكلام ده يبقى انا عندي على طول التعبير عن روح عصرهم كمان لو لقيت بيت بيتكلم عن التجديد في شكل القصيدة التجديد عندهم في شكل القصيدة هيتكلم في حاجة من اتنين التزامهم الوزن والقفية ببعض التجديدات فيها او او التجارب الذاتي وتعال نشوف برضو عندك اسئلة تتعلق بحمد شاوي يبقى خلي بالك من اللي فاتي دي اللي انا قلت لها هلك ممكن تزودها هنا هكتب هلك اي بيت يتحد عن شيء يخص الشاعر يبقى على طول هنقوله افساح المجال للتجارب الذاتي طيب يبقى انت عندك هنا دي كل الحاجات الخاصة بتلاميذ البارودي برضو عندك ما يخص باحمد شاوي اي اسم تركي في الابيات الاجابة تأثره بالثقافة التركية لما قال يا شعب عثمان من ترك ومن عرب على طول اي اسم شعر غربي في البيت تأثره بالثقافة الغربية او الاوروبية زي فيكتور هوجو اي قصيدة تتحدث عن المخترعات الحديثة جت فيها طيارة بقت اللغرف تلفزيون اي حاجة حديثة يبقى انا عندي على طول الاجابة هتكون وصف المخترعات الحديثة اي قصيدة تتحدث عن وصف السفينة نفس الكلام منجزات عصرية خلي بالا انا عندي يعني هو عادة ما بيفرقش ما بينهم اوي في الاجابات ولكن لو جبلك الاثنين عشان تبقى فهم قلنا ان المخترعات الحديثة حاجة عاملة زي الطيارة ما كانتش موجودة وبقت موجودة اما المنجزات العصرية حاجة كانت موجودة بس احنا طورناها طيب اي قصيدة تتحدث عن مصرحية زي الست هدى علي بيك الكبير وتلاقي في حوار سيناريو كده يبقى انت على طول ريادته للمصرح الشعري اي قصيدة تتحدث عن ماتح النبي الازهر الخلافة الاسلامية يبقى الاتجاه بالشعر اتجاه الاسلاميا على طول كمان اي حاجة تتحدث عن رمسيس او اي اسماء تاريخية فرعونية يبقى الاتجاه التاريخ اخر حاجة اولاد اي بيت يتحدث عن المصرحيات الشعرية برضو قلناها ريادته للمصرح الشعري كمان لما نيجي الاحمد محرم خلي بالك من ده لان ده بيعمل لك لغبط اي قصيدة تتخص الشعر احمد محرم يعني لو جاب لك قصيدة وقال لك مظاهر التطوير لده احمد محرم يبقى على طول تطوير الشعر القصص التاريخ الحماسي طيب اي قصيدة عن غزوات النبي صلى الله عليه وسلم او بطولات الرسول او احد الصحابة نفس الكلام تطوير الشعر القصص التاريخ الحماسي طيب لو بدأت القصيدة بالوقوف على الاطلال او الغزل التقليدي لانهم لم يتخلوا عن القديم كلية رغم التطوير الذي قاموا به يعني بدأوا بالاطلال اي بيت يخص اسلوب القصيدة والعناية اوقف بقى هنا تقف هنا تقف ده سؤال بيجي معظمك وبيغلط فيه يجيب لك اي ابيات من ابيات احمد شوق احمد محرم اي حاجة ويسألك عن حاجة تخص اسلوب القصيدة او صياغة القصيدة طالما قال لك اسلوب وصياغة يبقى العناية بالنحية البيانية طيب اي ابيات شعرية فيها وحدة وزن وقفية ومضمون يبقى على طول استمدوا الشكل من القديم وربطوا المضمون باحداث العصر طيب يا سيد طبعا والمضمون عصري عصري ده يعني جديد ده اللي انا بقول لك على اي بيت بيتكلم عن نفسه وتجربه الخاصة يبقى افساح المجال لمزيد من التجارب الذاتية على طول اي بيت شعري في رثاء ومتح الشخص او او اهتمام بشعر المناسبات اي بيت يتحدث عن اثر الصحافة في شعرهم سلاسة الاسلوب وسهلته اي بيت يتحدث عن مشكلة اجتماعية زي الفقر غلاء الاسعار تعبيرا عن روح العصر اي بيت قلنا يتحدث عن الاستعمار يبقى النضال الوطني كل الكلام ده يبدأ اي بيت يبدأ بالاطلال المنازل الرسوم قدمة طلالين اي بيت في معارضات شعرية والمعارضة الشعرية ولد بس عشان تبقى فاهم هيجي يقول لك كده مثلا يقول ابن زيدون اضحى التنائي بديلا عن تدانينا ونابع عن طيب لقيانة تجاه فينا وييجي داحت يقول لك يقول شوقي يا نائحة تطلع اشباه عوادينا ناشجة لوديك ام ناقسة لودينا شوف كده اول ما تلاقي حضرتك هو جايب لك شاعر قديم وشاعر من الكلاسيكيين والاتنين بينتهوا بنفس الوزن ونفس القفية دي على طول عندك معارضة شعرية يبقى الاجابة على طول ممكن تمشي المبالغة وعدم الصدق لانهم بيعرضوا او معارضتهم للقدماء في الاغراض اي بيت في مبالغة اكتر من اللازم زي احمد شوقي لما بيقول وطني لو شغلت بالخلدي عنه ونازعتني اليه في الخلدي نفسي او لما احمد شوقي لما كان بيكلم الوطن وبيقول له ادير اليك قبل البيت وجهي اذا فهت الشهادة والمتابة انا ببصلك قبل ما ببص للكعبة دي اسمها مبالغات على طول شعرية طيب القصائد اللي قالها شوقي وهو في منفاه بتسمى بالاندلسيات ودي هناخدها في النصوص كمان شوي ولو جه سؤال يقولك لقد اتبع الشاعر القدماء حضرتك هتبحث عن التصريع عن خطاب الصاحبين عن الفاظ التراث عن شيوع الحكمة طيب نفس الكلام لو قالك عن اسس الكلاسيكية هي هي نفس الكلام واتكلمنا هنا عن المعارضة الشعرية طيب هنا يبقى حضرتك خلصت كل حاجة عن مدرسة الادب والفكرة اللي احنا عم نلهالك ان انا اجا اقولك لما يتلاقي ابيات بتكلم عن كذا يبقى كذا دي هتحطها قدامك واحنا بنحل وشوية شوية هتلاقي ديك مشيت فيها يعني بنقدم لك الحاجة دي بحيس انه ان شاء الله تفيدك تبقى عارف كل حاجة لما بلاي ابيات تتكلم عن كذا هو يقصد هو يقصد كذا عشان ما يبقاش فيه تضارب في الاجابات اولاد طيب تعالوا نشوف الحل اللي احنا هنحله على الكلام ده بصلت تعالوا نشوف مظاهر التقليد والمحكاة هنا بقى ادب مدرسة الاحياء والبعث برضو نفس الكلام الملزمة دي هتلاقوها تحت في الوصف خلاص انتوا الملازم معاكم يقولوا شوقي لقد لامني في الحب يا هند لائن محب اذا عد الصحاب حبيب قال لي يطلح هذا البيت مظهر من مظاهر تقليدية الاحيائيين طب ما هنا فيه لامني يا هند والحب يبقى ضاع على طول ايه هل فيها مخبط صاحبين لا هل تجارب ذاتية لا هنا ما بتكلمش قصده عن نفسه لكن بص اتبع شعراء الاحياء منهج القصيدة الجاهلية وذلك من خلال بدء القصائدهم بالغزل التقليدي اه هنا فيها غزل اذا الاجابة جيم طب تعالي نشوف السؤال التاني قال الشاعر التونسي محمد الشزلي اطلاله دق والرسوم خوالي مالي المباني الخاوياتي ومالي وقال شوقي مقادير من عينيك حولنا حاليا فذوقت الهوى من بعد ما كنت خاليا من خلال البيتين استنتج سمة من سمات شكل القصيدة الشعرية عند الاحيائيين تاني شكل الايه القصيدة الشعرية كلم عن شكل القصيدة وانا قلت لك اول ما يجي لشكل القصيدة وراح جايب لك هنا هل بدء بالحكمة ولا البدء بالغزل ولا البدء بالوصف ولا الدخول في الموضوع تعالى هو هنا بيقول اطلاله دقة والرسول خوالي طيب ده هنا الاطلال ومقادير من عينيك حولنا حاليا حاليا يعني عينيك حولت حاليا وده غزل اذا البدء بالغزل والاطلال تعالى برضو نشوف بعض الاسئلة المقه ليه اللي كانت القصيدة الكلاسيكية ترتكز على دعائم تراثية هنا برضو الاسئلة المقالية في الادب هو آن نموذج للسرشادي ما جابش في الادب اسئلة مقالية لكن احنا هنتمرن على الاسئلة المقالية في كل الفروح مش هنخسر حاجه لما نتمرن على كل شيء طيب ايه هي دعائم التراثية اللي هي مظاهر التقليد فحضرتك يتقول له كده واحد تعدد الاغراض في القصيدة الواحدة كانوا يبدأون بالغزل او الغزل والبكاء على الاطلال اتنين مخاطبة مخاطبة الصاحبين تلاتة استخدام الفاظ التراث اربعة البدء بالتصريع خمسة استخدام او التزام الوزن والقافي يبقى انت كده قلت له ايه هي الدعائم التراثية اللي بيقوم عليها القصيدة الجاهلية او الكلاسيكية طيب تعالى نشوف اسباب التجديد لدى تلاميذ البرودي يقولنا ايه هي اسباب التجديد لديهم انفتاح نضال جمع موقف تاني انفتاح على الثقافة الغربية نضال الوطني جمع الاسلامية ونوقفهم من احداث العصر طب يا سيدي هنا بيقول لك يا قاسم انظر كيف صار الفكر وانتقل الشعور جابت قضيتك البلاد كأنها مثل يسير هنا بتكلم عن قاسم طبعا قاسم امين والقضية بتاعته اذا هي قضية تحريد الايه المرأة يبقى على طول هتلاقي اهتمام تلاميذ البرودي بتسجيل مواقفهم من احداث عصرهم كقضية تحريد المرأة لقاسم امين يا بدان اثنين يقول حافظ ابراهيم اخذتم كل ما تبغون منه فما هذا التحكم في العباد فليس وراءكم الا التجني وليس امامنا غير الجهادي هنا نفس الكلام انا قلت لك طالما بيتكلم عن التجني وفكرة الاحتلال والكلام ده كله يبقى على طول نضالهم ضد الاحتلال وذلك من التنديد بسياسة الاحتلال الغاشمة الاجابة بيه لو بصتلي الحاجات دي ليه الملزمة اللي انا مدها لك او فكرة الحاجات اللي انا بقولك لما تلاقي كذا لان مفاتيح الاجابة هتلاقيني مدي لك كل مفاتيح الاجابة دي 3 كان لتطور الاحداث في عصر تلاميذ البارودي اثر في تطوير الشعر لديهم واضح نجي بقى يقولك سؤال زي ده او يديلك بتين ويخبط يجي دي لك بتين زي دول ويقول لك يلا كان لتطور الاحداث في عصر تلاميذ البارودي اثر في تطوير الشعر طيب ايه علاقة فكر ايه علاقة تطوير الاحداث بتطوير او تطور الاحداث بتطوير الشعر هتقول له كده اهتم تلاميذ البارودي بتسجيل مواقفهم من احداث وقضايا العصر مثل وتدينه بقى امثال القصر الحاكم دعوة آسم امين لتحرير المرأة حرية الصحافة وقانون المطبوعات تعدد الاحزاب السياسية جوانب الاصلاح السياسي والاجتماعي والاقتصاد يبقى تطور الاحداث اثر على تطوير القصيدة عندهم لانه هم اهتموا بمعالجة المشكلات دي والكلام عنها فسجلوا مواقفهم من احداث وقضايا عصره يبقى انا هنا كمان يبقى انا سألتك في مظاهر التقليد وسألتك في اسباب التجديد تعال اسألك في مظاهر التجديد لدى تلاميذ البارودي ايه هي مظاهر التجديد تاني اهتموا افسحوا سهولة واموا قال شوقي بيني في الحب وبين كمال يقدر واش يفسده ما بال العاذل ما بال العاذل يفتح لي باب السلوان واصده معنى الابيات هو شوقي بيكلم اللي بيحبه او حبلته فبيقول بيني في الحب وبينك ما لا يقدر واش يفسده يعني بيني وبينك في الحب الا ما فيش حد يقدر يفسده اه حدش خش ما بينه ما بال العاذل يفتح لي العاذل اللي بيلومني يعني انا مش عارف ليه اللي عمالين يلوموني عمالين يفتح لي باب السلوان السلوان اللي هو النسيان واصده اي اغلقه يعني كل ما يفتحوا لي باب انساج به اقفله ما انسهوش ابدا ليش اللي هو ركزوا معايا هنا تسيبكم اللي انتو بتفكروا في ده يبدو في البيتين خطوة فاقت ما صنعه البارودي من خلال اه اقف بقى كده احمد شاوي بتكلم عن ها الحب والنحنحة وقال لك دي حاجة عملها تلاميذ البارودي زيادة عن اللي عملها البارودي طيب هل دي فيها مشكلات مجتمع لا هل اهتمام بغير يا راجل ابدا تجديد فغرض شاري غرض ايه ده فيها حب ونحن حاجة ما فيش اه انما فيها تجارب ذاتية حاجة خاصة بيه هو بيحب طيب تعالى اتنين قال شوقي العام اقبل قم نحي هلالا كالتاج فيها من وجود جلالا عيد المسيح وعيد احمد اقبل يتباريان وضاءة وجمال او اف تعالى هو هنا بيتكلم عن ايه عيد المسيح وعيد احمد طبعا تبقى مصيبة سودة لو مش عارف مين احمد النبي صلى الله عليه وسلم فعيد المسيح وعيد احمد يبقى على طول بيتكلم عن المسيحيين والمسلمين يبقى انا عندي على طول يعكس البيتان من اسباب التجديد قلتلك اول ما تلاقي في عنصرين الامة يبقى على طول موقفهم من وحدة عنصرين الامة يبقى لك كل ده في مفاتيح الاجابة الطالب اللي فاهم الطالب اللي مركز الطالب الشاطر الطالب اللي عايز تمانين الطالب اللي ناوي عليها هو ده اللي مركز في الحاجات دي قال شوقي واذا النساء نشأنا في امية رضع الرجال جهالة وخمولا ليس اليتيم من انتهى ابواه من هم الحياة وخلفاه ذليلة ان اليتيم هو الذي تلقي او تلقى له اما تخلت او ابا مجغولة او تلقى له اما تخلت او ابا مجغولة طيب يعني اليتيم مش الابوه امه ماته لا ده اليتيم اللي امه موجودة بس مشغولة عنه تلهت عنه وابوه مشغول عنه طيب تعكس الابيات من مظاهر التجديد قلي تعكس الابيات من مظاهر التجديد طب من ضمن مظاهر التجديد وقلتلك لما يتكلم عن النساء يبقى على طول هل النضال الوطني لا تسجيل مواقف من جوانب الاصلاح السياسي لا اتخاذ الشهر وسيلة للتعبير اه عن مشكلات العصر الايه اه الاجتماعي هنا كمان اتكلم عن النساء وتكلم عن اليتيم خلي بالك هنا بقى ما قالكش اه دعوة اسم امين لا ده حولها المشكلة ايه اجتماعي يقول شوقي لكل زمان المضى اية وآية هذا الزمان الصحف لعبت الصحافة دورا هاما في اسلوب شعراء الكلاسيكية قلتلك اول ما تلاقي صحافة على طول سلاسة الاسلوب وسهولته الاجابة جيم طيب تعالى برضو نحل تدريبات على احمد شوقي قلتلك كل حاجة في المنهج نحل عليه هنا وفي المحاضرة بقى نحل بكسافة ونحل امتحانات شاملة على اخر المراجع انت ان شاء الله مش هتبقى محتاج حاجة ولكن عايزين همة عايزين جد وكل اللي انت هتحتاجه احنا معاك فيه وطحت امرك طيب يقول شوقي مركب لو سلف الدهر به كان احدى معجزات القدماء نصفه طير ونصفه بشر يا لها احدى اعاجيب القضاء حمل الفولاذ ريشا وجرى في عنانين له نار وماء اه تعالى بقى مركب يبقى على طول وصف المخترعات الحديثة اعمالي هو نصف طير ونصف بشر يعني بيتكلم عن وحمل الفولاذ وانا بتكلم عن الطائرة يعني مركب يعني حاجة بنركبها اه كان احدى معجزات القدماء نصفه طير ونصفه بشر وهكذا وحمل الفولاذ ريشا وجرى يعني طرب الحديثة يقول شوقي يا شعب عثمان من ترك ومن عرب اه مش بيتكلم عن الاتراك اه ثقافة تركية على طول اه اجمع ما بين الثقافة العربية والثقافة التركية طب تعالى نشوف سمات الشعر لدى احمد محر قال احمد محر ردوا بني قين قاع الامر اذ نزل هيهات هيهات امسى خطبكم جلل نقطتم العهد معقودا على دخل لعاقد ما نوى غشا ولا دخل هاجت وقائع بدر من حفيظتكم ونبهت منكم الداء الذي غفل استنتج من الابيات مظهر من مظهر التطوير عند احمد محرم مش هنا بيتكلم عن بني قين قاع وغزوة بدر قلنا على طول تطوير الشعر العربي للقصص التاريخي الحماسي والملحم طيب حضرتك كده خلصت الادب تعالى ناخد البلاغة ومعاها جزء من النصوص ونرجع نحل طيب تعالى دلوقتي نشوف الجزء بتاع البلاغة والحقيقه ان الجزء بتاع البلاغة موجود في الملزمه بتاع الشرح بس حابب انه يبقى كتابه كده وانت تكتب معايا عشان كل حاجه تكتبها لما تيجي بعد كده تحلى عليها فانا فاهم ايه اللي بيحصل معلش ياولاد تاني تاني المحاضرات دي مش معموله لطالب اللي هو عايز يتلصق بقى ويكروت وخلاص بقى وفكك لا المحاضرة دي انا عاملها لانه زي ما شايفين كده الجزء اللي انا شرحه ده استحالة كنت هعرف اشرحه في السنتر في الوقت ده عشان كده عملت الشرح لحضراتكم كلكم حتى اولادنا اللي في المحافظات يقدروا يشوفوه واتتابعوا بمزاج مزاجك وبالراحة وبهدوء وكل حاجة ثم بعد ذلك تطبق معايا فانعيد الشرح تاني يعني احنا انا هعيده تاني بس هعيده بشكل اسرع بقى مكسف اكتر ابقى نديتك التفصيل والتكسيف وحلينا عليه وحلينا امتحناه طيب النهاردة عندنا ايه عندنا اولاد حاجة اسمها التجربة التجربة الشعرية تعال نشوف التجربة الشعرية ايه معنى التجربة الشعرية اللي بصولت التجربة الشعرية معناها هي التلت مراحل اللي الشاعر هيعدي بيها عشان ينتج لي قصيدة في النهاية يعني انا كشاعر هعدي بتلت مراحل حلو التلت مراحل دول لما اعدي بيهم ابقى انا في الاخر طلعت لك قصيدة طب ايه المراحل اللي انا هعدي بيهم كشاعر قالك اول مرحلة الشاعر لازم يعدي بيها هي مرحلة الوجدان أو ما نسميه العاطفة أو الشعور أو الشعور أو الإحساس أو الدلالة الشعورية خلي بالك أنت أحيانا بتستهتر بالمسميات دي وبتيجي يعني بدل ما يقولك الوجدان يقولك الدلالة الشعورية فالعاية اللي اسمها الدلالة الشعورية ايه دا يعني ايه مش فاهم ايه الكلام دا دلالة شعورية يعني وجدان يعني عاطفة طيب تاني حاجة أول حاجة الشعر اللازم يعدي بها هي مرحلة الوجدان لازم الشعرها يعدي بحاجة عنيفة يحس بيها على طول عشان تقدر حضرتك تكتب قصيدة جيدة لازم حضرتك تعدي بحاجة تأثر في النفسية على طول كده وإلا لو أنت كتبت على حاجة أنت مش حاسسها الموضوع فيك الموضوع يعني مش حقيقي فهيامني إزاي لازم في الأول واحد مر بقصة حب فقصة الحب دي تخليه كده فهمين اللي هو أنا هكتب بقى وإنه البت وبتاعه كده لازم يعدي بالوجدان والعاطفة خلاص الحاجة التانية لازم يعدي بالفكر أو ما يسمى الفكر مش أنا حسيت آه لازم بقى تجيلي فكرة أكتبها والفكرة دي ساعات يقولوا عليها الموضوع أو ساعات يقولوا عليها التجربة أو ساعات يقولوا عليها الدلالة الشعرية يبقى أنا عندي على طول دلالة شعورية ودلالة شعرية طالما حضرتك مريت بيه ها لو إن احنا الحب الحب يا عبلا حسيت آه في فكرة بقى لازم تجيلك فكرة الفكرة اللي انت هتقولها ايه ولا انت ان شاء الله يا عجيئة هتحس هتكتبها بالإحساس بالحب لا لازم تجيلك فكرة الحاجة الثالثة أنا دلوقتي حسيت وجات لي فكرة الحاجة الثالثة الصور التعبيرية اكتب بقى اكتب طلع اللي جواك طب حضرتك الصور التعبيرية بتنقسم ليه قالك اللي الشعر هيكتب واحد هيكتب الفاظ وعبارات الحاجات اللي انا هكتبها هكتب الفاظ وهكتب عبارات اتنين هيكتب لي صور وأخيلة برضو من الحاجات اللي هكتبها الصور والخيال تشبيهات الاستعارات وهكذا ثلاثة هيكتب لي موسيقى موسيقى ولا يضغى فيها العاطفة الفكرة ها يعني العاطفة اكتر ولا الفكرة تبقى اكتر لا الشعر الجيد هنا بقى هكتبها لك كملاحظة خلي بالك الشعر الجيد هو ممتزج فيه الفكر بالوجدان ولا يضغى موسيقى موسيقى يعني ايه وده ويعني ايه ده تخيل لو انا قلتلك كده انا هقول لك قصيدة دلوقتي عن فضل الام خلاص القصيدة دي او قصطين شوف منهم احسن مين منهم احسن القصيدة تقول لك امي نداء محبة بل ان كل الحب ام امي نداء محبة بل ان كل الحب ام امي عطاء زاخر في فايده البحر الخضم اتكلم عن فضل الام تعالى بقى لشاعر تاني حب يتكلم عن فضل الام وشوف قال ايه يقول لك كده اغرى امرؤ يوما غلاما جاهلا واحد اغرى غلام جاهل بالكبرياء كيما ينال به الوطر خلالك كده ايه حس بنفسه انت هتبقى حاجة كبيرة يعني قال اقتني بفؤاد امك يا فتى هاتلي قلب ايه قال له هاتلي قلب امك ولك الدراهم والجواهر والدرر وهدي لك الدراهم والجواهر والدرر تبقى غني فمضى واخمد خنجرا في صدرها الود الجاهل راح واخمد خنجر في صدر امه والقلب اخرجه وعاد على الاثر خرج القلب ورجع تاني عشان بقى ياخد الفلوس لكنه من فرط سرعته هوى وقع فتدحرج القلب المقطع اذ عثر فالقلب وقع منه فتدحرج في الارض على التراب ده قلب ام ناداه قلب الام وهو معفر القلب المتعفر ده نادى الولد ولدي حبيبي هل اصابك من ضرر قلب الام مهما حصل فكأن هذا الصوت رغم حنوه غضب السماء به على الارض همر انا قلت لك قصطينه ففضل الام مين افضل التاني ليه احساس عالي اوي وفكرة جديدة ايه الولد يروح يجيب قلب امه فكرة عرفت يعني ايه امتزاج فكر بوجدان ده معناها امتزاج الفكر بالوجدان طيب السؤال بقى يجيلي ازاي تعال يا سيدي اول حاجة هيسألك على دايما دايما لو جالك سؤال مقالي في الحتة دي يروح اقيل لك ايه تعالا بقى نشوف ادي اول سؤال مقالي سؤال مقالي رقم واحد ايه يقول لك اثرت عاطفة الشاعر على فكر وضح دايما يسألك هيسألك عن حاجة من دول يأثر العاطفة على الفكر يأثر العاطفة على الالفاظ وعلى الصور والاخيرة يعني دايما اثر العاطفة على حاجة من دول طيب هو لما يسألني اثر العاطفة على فكر الشاعر اقول له ايه تروح كاتب له كده بصوا كده اتضحت عاطفة الشاعر من خلال الابياد وهي عاطفة كذا حضركة تقول له والله اه عاطفة الشاعر وضحت في الابياد وهي عاطفة كذا وقد مزج الشاعر بين فكره وعاطفته والله والشاعر كمان مزج الفكر بالعاطفة حيث ويقول وحضرتك تروح تشرح الابياد موجزا يعني ما تطولش اوي في الشرح وبعدين الشرح معظمكو يقولك الشرح يشيري الكلمة وحط معناها ما فيش حاجة اسمها كده لما يقولك اشرح اشرح اللي انت فهمه ويعادي يعني لو فوتت حتة من الابيات وما شرحت عادي اشرح بس اللي انت فهمه عشان كده هتقوله او والله العاطفة كده كذا والعاطفة اثرت على فكر الشاعر فمزج ما بينهم وقال كذا طيب تعالي نشوف سؤال مقالي رقم اتنين رقم اتنين لو جاء لي كده اثرت او جاءت الفاظ الشاعر ملائمة او معبرة عاطفة كذا وقد جاءت الفاظ الشاعر معبرة وملائمة للعاطفة والله الالفاظ اه جاءت ملائمة للعاطفة وبعد كده اختر الالفاظ التي تعبر عن العاطفة يتقولوا او والله الالفاظ جاءت ملائمة للعاطفة وتختلي بعض الالفاظ اللي بتعبر عن العاطفة طيب يبقى انت كده خد اثر العاطفة على الفكر واصر العاطفة على الالفاظ طيب لو قالك اثر العاطفة على الصور والاخيلة هي هي دي اثرت عاطفة الشاعر عليه وهي كذا وقد جاءت صور الشاعر معبرة عن العاطفة بس بدل ما تختار بعض الالفاظ حضرتك هتختار لي بعض الصور التي تلائم العاطفة تمام كده تمام يبقى انت كده خد العاطفة والفكر والالفاظ والعبارات تعال نشوف نوع الصور ونوع الموسيقى تعال معي قبل نكلمك تعال اشوف الاول ايه انواع الصور والاخيلة حضرتك بعد اذنك ايه نوع الصورة او الخيال ومعنى كلمة صورة هي الخيال هي الجمال هي البيان وهتاخدها بالتفصيل في المراجعة الجاية ان شاء الله في علم البيان انا عندي مجموعة صورة اولاد اول صورة اللي هي الصورة ازقت من البتاع ده الصورة الكلية او بيسموها كده لوحة فنية طب الصورة الكلية او اللوحة الفنية او الخيال الكل ده عبارة عن ايه قال هي الصورة اللي ليها اجزاء وخطوط لها خطوط ايه خطوطها قال لي خطوطها صوت وحركة ولون ثاني صورة فيها صوت فيها كلمات بتدل على الصوت كلمات بتدل على الحركة كلمات بتدل على اللون زي مثلا بيت زي شاكن الى البحر التراب خواطري فيجيبني برياحه الهوجاء ثاون على صخر اصم وليت لي قلبا كهذه الصخرة الصماء طيب لما يقول لي الكلمات اللي بتدل على الصوت كلمات زي شاكن كلمات زي يجيبني دي كلمات بتدل على الصوت طيب كلمات بتدل على الحركة زي ايه اض طراب ورياح دي كلمات بتدل على الحركة طب واللون قال لي لون زي البحر والبحر ده بيدل على اللون او الصخر جات لك والله حاجات زي الدم العشب كل دي حاجات بتدل على اللون طالما جات لي مجموعة ابيات فيها كلمات بتدل على الصوت وكلمات بتدل على الحركة وكلمات بتدل على اللون فانا عندي على طول صورة كلي طب تاني نوع من الصور اللي هي الصورة الجزئية ايه هي الصورة الجزئية قال لي الصورة الجزئية دي اللي بتتكون من تشبيه او استعارة مكنية او تصرحية او كناية او مجاز ودول اللي ان شاء الله هنتكلم عليهم في المرة او في المحاضرة الجاية بالتفصيل وان شاء الله هتعرف تفرق ما بين التشبيه والاستعارة المكنية والاستعارة التصرحية وكل الكلام ده اذا لما اجا اقولك في الابيات خيال جزئي خلاص يبقى انا على طول بتكلم عن التشبيه والاستعارة والكنية والمجاز طب يا سيدي عندي كمان حاجة اسمها صورة ممتدة طب ايه هي الصورة الممتدة قال لي الصورة الممتدة اولاد بيبقى عندي مشبه واحد عندي مشبه ايه واحد وعندي اكتر من المشبه به يعني بشبه حاجة باكتر من حاجة ملقاه بشبه حاجة واحدة باكتر من ايه من حاجة زي البيت اللي بيقول لي كده يسبح الطير ام يغني ويشرح الحب للخميل لو ركست هتلاقي هنا هو شبه الطير مرة بانسان يسبح ومرة بانسان يغني ومرة بانسان يشرح يبقى انا عندي مشبه واحد واكتر من مشبه به احمد شوق في غربة وحنين لما تكلم عن قلب وقالك ايه وسلا مصر هل سلا القلب عنها يعني انا قلب انسيها طب هو انا قلب انسيها دي شبه القلب بانسان ينسى او اسى جرحه الزمان المؤسي كلما مرة الليالي عليه رق شبه القلب بانسان بيرق شبه مرة بانسان بينسى مرة بانسان بيرق ولا عهده في الليالي تقصي راهب في الضلوع شبه قلب بالانسان الراهب طالما شبه حاجة باكتر بالحاجة يبقى صورة ممتدة يبقى انا عندي تاني الكلية صوت وحركة ولون الجزئية تشبيه استعار كنا الممتدة مشبه واحد اكتر من مشبه به ثم بعد ذلك عندك حاجة اسمها الصورة مركبة قال لي والصورة المركبة هي اللي بتبقى عاملة بالمنظر ده ايه ده قال لي هم صورتين ورا بعض تشبيه واستعار او استعار او تشبيه او تشبيه او استعار او استعار الصورة معناها تشبيه استعار سواء تشبيه او استعار ودخلين في بعض اديني اكتر من مثالي لما اجا اقول لك كده اولاد رأيت الحق اسدا يلتهم الباطل تعال شوف هنا رأيت الحق تعال كده دي صورة صح شاب الحق بشيء مادي يرى او بانسان يرى دي صورة طب ما هو حضرتك برضو لو انت مش واخد بالك الحق اسد اللي جوه الاحمر ده ما هو الحق اسد ده تشبيه شاب الحق بالاسد يبا انا عندي استعارة وعندي تشبيه وفي كلمة في النص ما بينهم دي اسمها صورة مركبة نفس الكلام احمد شوق لما تكلم عن فترة شباب وقال كده مرت سنة حلوة مرت سنة ومعنى كلمة سنة يولاد يعني غفوة اللي هو التسقيطة دي يعني عدت وكأنها غفوة حلوة طيب مرت سنة ما ده تشبيه شاب فترة شباب بالسنة صحي كده طيب تمام ولما ولما جاء قول لك سنة حلوة ما دي استعارة شبه السنة اللي هي الغفوة بطعام حلو المذاق هنا تشبيه وهنا استعارة وكلمة في النص فدي اسمها صورة مركبة يبقى انت تاني كده عشان بس تبقى فاهم انت ماشي ازاي انت خدت اصل العاطفة على الفكر وعلى اصل العاطفة على الفكر واصل العاطفة على الالفاظ والعبارات خدت انواع الصور والاخيلة تعال شوف ايه هي انواع الموسيقى بص يا سيدي انواع الموسيقى خلي بالك كلمة الموسيقى ممكن تتكتب بالالف اللي او الالف اللي بالالف عادي الاتنين صح وننسينا نقولها بي الالف اللي بس دي بقولها لك الموسيقى لها الوجهين طب الموسيقى لها نوعين عندي حاجة اسمها موسيقى خارجية او بنسميها كده ظاهرة حاجة ظاهرة ايه وموسيقى داخلية او خفية موسيقى طيب طيب بص يا سيدي اول حاجة الموسيقى الخارجية او الظاهر بتنبع بتنبع الموسيقى التصريع حسن اختيار الالفاظ فيها فيها هتقول ايه اه لو قلت وزن قفية تبقى مغفل لان اخواتنا في المدرسة الواقعية انهم تحرروا من الوزن والقفية فالحاجة الوحيدة عند الواقعيين اللي ممكن تديني موسيقى خارجية هي المحسنات التي تعطي جرسا موسيقى تمام تمام يبقى انت كده خدت كمان انواع الموسيقى فضلك سؤالين في التجربة الشعرية السؤال الاول ايه هو نوع التجار انواع التجار الشعرية التجربة اللي بيمر بيها الشاعر ثلاث حاجات اولاد اللي تجربة ذاتية وتجربة عامة وتجربة ذاتية تحولت الى عامة لأ معلش اشرحي بقى التلاتة دول والكلام اللي انا هقوله ده عايز تكتبه تحت الشرح الجميل اول نوع احنا اتفقنا بقى ان التجربة هي القصيدة اللي الشعر بيطلها هاري التجربة الذاتية ومعنى كلمة التجربة الذاتية معناها انه حاجة خاصة بالشاعر بس بتكلم عن قصة حب انا مرت بيها حضرك اللي تي ملكش في يبتعت انا اذا انا عندي هنا تجربة ذاتية زي مطران لما تكلم اني اقمت على التعلة بالمنا في غربة قالوا تكون دوائي اني يشفي هذا الجسم طيب هوائها ايلطف النيران طيب هوائي ولقد ذكرتك والنهار مودع والقلب بين مهابة ورجائك انا هنا بتكلم عن نفسي طيب اما التجربة العامة اللي لا التجربة العامة حاجة تخص الناس جميعا الشاعر تكلم عنه وليكن مثلا احبك مصر من اعماق قلبي وحبك في صميم القلب نام سيجمعني انا هنا بتكلم عن حب الوطن امني نداء محبة بل ان كل الحب ام حاجة عامة خلاص اخستم كل ما تبغون منا فما هذا التحكم في العباد تجربة عامة الاحتلال حاجة مش خاصة بالشاعر اما التجربة الذاتية التي تحولت الى عامة هي تجربة ذاتية يعني حصلت للشاعر بس بس هو الشاعر من فرط احساسه بالموضوع وتعايش معاه حس ان الناس كلها بتشاركوا هذا الاهتمام وبالتالي كتب على ان الناس كلها حس الكلام ده زي احمد شوقي احمد شوقي مين اللي تنفى احمد شوقي هو اللي طلع الطرد الاسباني ومع ذلك وهو بيتكلم حس سنا ان الناس كلها حس بكده فقالك حرام على بلابيله الدوح حلال للطير من كل جنس يعني هي مصر محرمة على المصريين ومحللة لكل الاجناس محمد مصر مش محرمة على المصريين هي محرمة عليك انت مش على المصريين فاحمد شوقي هو تنفى بس حس ان مصر بقت محرمة على كل المصريين فالتجربة ذاتية هو حولها الى تجربة عامة طيب دي انواع التجارب الحاجة الاولى الحاجة الاخيرة هيقول لك هل تحققت الوحدة العضوية وساعات بيسموها كده الوحدة الفنية في الموضوع طيب بص يا سيدي الوحدة العضوية بتتحقق من خلال ثلاث حاجات يعني ايه كلمة وحدة عضوية اصلا لما يقول القصيدة دي فيها وحدة عضوية ده معناها انها وحدة موضوع فيها حاجة كده اسمها وحدة موضوع وعندي حاجة اسمها وحدة جو نفسي وعندي حاجة اسمها ترابط فكر واحدة واحدة وشجيني وحدة موضوع تقول كده حيث ان موضوع القصيدة واحد وهو كده وحدة وحدة موضوع معناها ان الشاعر في القصيدة بتكلم في موضوع واحد بس يعني مش زي الكلاسيكين يبدأ بالغزل وكلا الاطلال مش عارف ايه لا هو الموضوع كله في حاجة واحدة وحدة جو نفسي تقول له حيث ان عاطفة او ان العاطفة المسيطرة على الشاعر واحدة وهي عاطفة كذا يعني العاطفة اللي بتسيطر على الشاعر واحدة وترابط الفكر وتسلسلها بحيث لا استطيع تقديم بيت على اخر دي هنا بتتحفز كده يبقى من الاخر الوحدة العضوية معناها ان القصيدة فيها موضوع واحد فيها عاطفة واحدة طيب لو فيها اكتر من موضوع ما فيهاش وحدة عضوية طيب فيها اكتر من عاطفة برضو ما فيهاش وحدة عضوية لازم يكون التلات حاجات متحققين طيب خدت الادب وخدت البلاغة تعال نتكلم شوية سريعة كده في النصوص ونحل على النصوص تعال معي طيب تعال دلوقتي يشوف يعني بعض الحاجات كده اللي تخص نصوص الكلاسيكي قللك خلي بالك انه النص بتاع غربة وحنين بتاع احمد شوقي كان الغرض الشعري بتاعه الحنين الى الوطن وده سوء الممكن يسألك ايه الغرض من القصيدة طبعا الاغراض الشعرية عندهم بتتعدد هتشوف الموضوع الغرض يعني الموضوع اللي بتتكلم فيه القصيدة طب نوع التجربة قلنا احمد شوقي هو اللي تنفى من مصر لكن حس ان المصريين كلهم تنفوا اذا هي ذاتية تحولت الى عامة لما يسألني دايما عن ملامح المحافظة على القديم في القصيدة الكلاسيكية مش هتخرج بره لحاجات دي يا اما التزام وزن وقفية تأثر بالخيال القديم معارضة الشعراء القدامة مخاطبة الصاحبين الحرص على اللفظ العربي الاصيل اما لو جاب لي قصيدة كلاسيكية وقال لي ايه هي ملامح التجديد فملامح التجديد يا اما الموضوع نفسه هيكون جديد اتكلف حاجة جديدة زي تجربة النص واحيانا الحديث عن المخترعات الحديث طيب يا سيدي يقول لك تعتبر هذه القصيدة او تعبر هذه القصيدة عن حس شوق الصادق الذي يهتم بالتاريخ الاسلامي اولا لان القصيدة بتاعته تحدث فيها عن الاندلس اذا لما تلاقي القصيدة بيتكلم فيها عن الاسلام او عن التاريخ يقول لك ان القصيدة دي بتعبر عن الحس الصادق الذي يهتم بالتاريخ الاسلامي طيب السؤال ده ايه علاقته بالنصوص المتحررة ممكن جدا يجيب لك شوقي وهو بيتكلم عن الاندلس او بيتكلم عن العراق او عن لبنان اللي هي بيروت ثم بعد ذلك يقول لك القصيدة دي بتعبر عن حس شوق الصادق الذي يهتم بالتاريخ الاسلامي تقوله لانه تحدث فيها عن تاريخ كذا الدولة اللي وجابها مما يتقضح تنمية شوقي لمذهبه المهتم بالتاريخ والاسلام طبعا المعارضات الشعرية اتكلمنا عليها في الادب طيب لما يجي يقولي وقلنا هنا بناء القصيدة يقوم على اسس كلاسيكية جديدة قلنا خصائص الكلاسيكية لما يسألني عن سمات واسلوب وخصائص الشعر سمات وخصائص اسلوب الشعر يقولك ايه الحاجات ودي برضه سؤال ممكن يجي سؤال مقالي انا هنا بشرح لك الاسئلة المقالية اللي ممكن تيجي في النصوص لما يقولك سمات وخصائص اسلوب الشعر ده سؤال كده يجيب لك قصيدة الشعرية يقولك ما سمات خصائص اسلوب شوقي في الابيان لو جالك السؤال ده انتهت تنح ولا تتنيح ولا حاج خبناه اول حاجة تقوله الحرص على اللفظ العربي ده من الاسلوب خصائص الاسلوب الاكثار من الحكم خصائص اسلوب تنوع الاسلوب ما بين الخبر والانشاء اسلوب خبري اسلوب انشائي وضوح الافكار الاتسام بالبيانية مظاهر الجمال وفصاحة الالفاظ والاستعانة بالمحسنات طيب تعال نشوف الاسئلة المتحررة على النصوص بتيجي ازاي من خلال حل النصوص المتحررة بص يا سيدي طيب تعال نشوف قال اسماعيل صبري ان الليالي من اخلافها الكدر يعني الليالي دايما فيها كذر وتعب ومشقة وان بدى لك منها منظر نظر حتى لو بينتلك حاجة حلوة لكن هي في الاخر يعني فيها كذر مشقة تعب فكن على حذر مما تغر به خليك حذر من اللي انت مغتر به ده ان كان ينفع من غراتها الحذر ده لو الحذر هينفع من غرور الدنيا مع انه حتى حذرك مش هينفع قد اسمعتك الليالي من حوادث ها الليالي سمعتك من الحوادث بتاعتها من المصائب الحوادث هنا معناها المصائب ما فيه رجدك لكن لست تعتبر لكن انت يعني عن رفطك بس انت ما بتعتبرش ان كنت ذا اذن ليست بواعية لو عندك اذن مشواعية قل لي بعيشك ماذا تنفع العبرة هتنفعك بيه العبرة انت اذنك اصلا انت تطرش زي ما بيقولوا يا من يغر بدنياه وزغرفها يلي انت بتغطر بالدنيا وجمالها الله يوشك ان يودي بك الغرر الغرر او انك تغطر بالدنيا هياه لكك تهو الحياة ولا ترضى تفارقها كمن يحاول وردا ما له صدر يعني انت حابب الحياة ومش عايز تفارق الحياة عايز تخلت في هذه الحياة كل امرئ صائر الى جدث الجدث هو القبر يوم يخرجون من الاجداث سراعة خلاص وان اطال مدى اماله العمر يعني كل انسان مهما طال امل وعمره هينزل للقبر قد اصبحت ظلمات الجهل حالكة لما تغيب عن افاقنا القمر ظلمات الجهل بقت حالكة لما الامر العلم او الدين يعني غاب عن حياتنا طيب بيقول لي كده ماذا ترتب على اغترار الانسان بدنياه وما فيها من مناهج تعال نشوف يا من يغر بدنياه وزغر بدنياه تالله يوشك ان يودي بك الغرر يتليه ان يشارف على الهلاك اثنين استنتج التصرف الذي لم يرضه الشاعر من الانسان في البيت الرابع اللي هو ان كنت ذا اذن ليست بواعية قل لي بعيش كماذا تنفع العبر طبعا هل الاعراض عن النصح وتجاهل العيش لا الغفلة وعدم الاعتبار من حوادث الدهر صم الاذن عن سماع الاخرين توجيه السمع لمن يملأ اذنه بالجهالة لا هي الغفلة وعدم الاعتبار عشان كده قال له قل لي بعيش كماذا ينفع العبر ان كنت ذا اذن ليست بواعية انت ما بتعيش حاجة اصلا ابقى بالتالي هنا الغفلة استنتج المغزى من قول الشاعر وبرضو سؤال المغزى من الاسئلة اللي تكررت على طول المغزى من قول الشاعر ان كان ينفع من غراتها الحذر هل الاقدام بلا تردد او توانن او حذر ولا التصدي لغرور الدنيا وشدائد الزمن الاستعداد لتقلبات الظهر ولا نفاذ حوادث الدنيا مهما تحاشيناها هنا ان كان ينفع من غراتها الحذر يعني مهما كان الحذر مش هينفع من غرات او تقلبات او حوادث الدنيا اذا انا عندي الاجابة دال بيّن القبر هات من الابيات ما يستشهد به على ان الحياة خداعة وانحلت في اعين الناس هل ان الليالي من اخلافها الكذر يعني الليالي دايما يعني متعبة لا طالله يوشك ان يودي بك الغرر ولقد اسمعتك الليالي من حوادثها قل لي بعيشك ماذا تنفع العبر طبعا اللي يستشهد بها ان الحياة خداعة طالله يوشك ان يودي بك الغرر انا مغتر بيها فهي قد عيتني لكن هي من اخلافها الكذر يعني هي تنيلة سود اسمعتك الليالي من حوادثها مديالك حوادث فهينا مفهش اقترار ده هنا مديالك فوق دماغك يعني قل لي بعيش كماذا تنفع العبر انا بعتبر بيها لكن الغرر هو دا اللي خليها خدع ستة استنتج احساس الشاعر الذي مر به وهو ينظم هذه الابيات هل التنفير من مشاعر اليأس التي يمر بها الانسان الشاعر الانسان مش يأس ده مغتر بالدنيا اصلا الدهشة والتعجب من غدر الدنيا خليها معاك ممكن تمشي الحرص على تقديم النصح للانسان المغتر بدنيا ولا الرغبة في ابعاد الناس عن امال الحياة الخادعة طبعا هو ما بيبعدش الناس عن الامال ولا هو متعجب من الدنيا هو عارف الدنيا دي اصلا هو بيتعجب من الانسان او بيغتر اصلا بها وبالتالي هو بيحرص على تقديم النصح للانسان المغتر بالدنيا هو عارف حياته فمش مندهش بسبب اذا الاجابة دي ميز الصورة البيانية الاخير طبعا انا قلتلك لسه هقولكو في المحاضرة الجاية اول محاضرتك تلاقي كلمة نكرة زي ظلمات اهي ظلمات دي كلمة نكرة وتلاقي بعدها كلمة معرفة اعكسهم خلي ابدأ بالمعرفة دايما الجهل ظلمات شبه ايه بايه الجهل ايه بالظلمات اذا هو تشبيه بليغ طيب استدل من الابيات على استخدام الشعر الصورة البيانية الممتدة بس ايه لنا اهو يعني مشبه واحد واكتر من مشبه به لو بصت هنا هتلاقي الاجابة جيم تهوى الحياة ولا ترضى تفارقها هنا شبه الحياة بانسان يهوى او يحب وشبه الحياة بانسان يفارق يبا شبه الحياة بكام واحد باتنين اذا انا عندي الاجابة دين تسعة استنتج في ضوء فهم الابيات سمة من سمات الاحياء والبعث هالاهتمام بالغير اكثر من الاهتمام بالذات فهاش اهتمام بالجماهيل والغير سهولة الاسلوب بسبب الاقتداء بالسابقين راجل سهولة الاسلوب بسبب الصحافة مش الاقتداء بالسابقين استمداد الشكل والفكرة من التاريخ لا حضركم ما خدوا الشكل من التاريخ لكن الفكرة من الجديد ولا المواءمة بين الاصالة التراث والمعاصرة اه هنا هنا التراث اللي هو الوزن والقافية والمعاصرة انه الموضوع نفسه جديد والغرور بادن اذا هي الاجابة الاخيرة طيب ده كده النص تعال معايا ناخد جزء دايما بتطلغبطه فيه في القراءة وبعد ما ناخد جزء صغير في القراءة نيجي نحل القراءة المحررة تعال معايا طيب تعال ليه جزء القراءة من اكتر الحاجات اللي الولاد بتطلغبط فيها ودايما بتطلبوها مننا هي العلاقات ما بين الجمل انا دايما بتطلغبط في النتيجة والتعليل وطبعا هناخد اجزاء منها النهاردة ومكملين يعني الحاجات اللي تفيد كو في القراءة هتلاقيني عامل هالك مش بس اقتصار على الحل لا الحاجات طول السنة احنا بعنينا كده بنبص للولاد ايه اللي بيقعوا فيه كذا فبنجمعوا في المراجعة النهائية عشان نقاط العجز ليكم اولاد نقدر ان شاء الله نسندكو فيها وبإذن الله تخشوا الامتحام ما تبقوش محتاجين اي شيء طيب قال لي بص قد يطلب منك العلاقات الضمنية ما علاقة كذا بكذا اول علاقة هناخدها وهي علاقة النتيجة طيب نجيبها ازاي قال لك بص علاقة النتيجة معناها انه جملة حدست نتيجة لجملة تانية وهنا غالبا ياما تكون جواب شرط او جواب طلب جواب الشرط من يزاكر ينجح ينجح دي جواب شرط او ذاكر تنجح دي جواب طلب او بعد من ثم من هنا بناء عليه لذلك كل ده طيب زي كده ومن يتق اللاها يجعل له مخرجا يبقى جواب الشرط هنا علاقة النتيجة تمسك بالاخلاق يعل قدرك جواب الطلب ذاكر الطالب باخلاص ومن ثم حقق التفوق اول ذلك حقق التفوق وبناء عليه حقق التفوق اذا دي علاقة النتيجة طيب حضرتك هتعمل حضرتك بتبص للجملتين ده حصل بعدي ده حصل التاني ده النتيجة واللي حصل اول ده التعليل طب تعالوا تشوف تاني حاجة قال لي يا التعليل قال لي بتكون الجملة التانية سبب في حدوث الجملة الاولى يعني ده السبب بقى اللي حصلت بالنسبة له الحاجة والكلمات التي يأتي بعدها التعليل غالبا نظرا لم التعليل لانه بسبب كي حتى وحتى زائد الفعل المضارع مش حتى زائد الماضي حتى زائد الماضي تكون نتيجة وممكن تكتبها لكن حتى هنا زائد فعل مضارع او من اجل زي كده رفعوا دولتي على العلم والاخلاق فالعلم وحده ليس يزدي الفاء هنا تعليم عشان العلم هنا لما العلم لوحده مش ينفع النتيجة اننا هرفع الدولة على العلم والاخلاق طيب فتهلل وترنم فالفتى العابس صخرة طيب ايه اللي حصل بما ان ان ده صخرة فالنتيجة ان انت تتهلل وتترنم يبقى هنا ببص على مين بيحصل الاول ومين بيحصل التاني اللي بيحصل في البداية هو السبب المترتب عليه هو النتيجة طيب تعال تعال نشوف التفصيل بعد الاجمال والتفصيل بعد الاجمال اولاد يقول لك يكون بذكر الشيء اجمالا ثم سرد تفصيلاته بمعنى ادق انا بجب لك الشيء مجملا حاجة كاملة واجب لك كل اجزاءها بعدها زي بنية الاسلام على خمس وابدأ عدلك الخمس انا اجملتلك خمس وابدأ عدهم شهادة ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله اقام الصلاة تا الزكاء الى اخر اذا مات ابن آدم انقطع عمله الا من ثلاث او ثلاث بي اجمال صدقة جارية او علم ينتفع به او ولد صالح يدعو له اسم التفصيل بعد الاجمال عندي كمان الايضاح او التوضيح بعد الابهام وهو تفسير اللفظ غمض معناه او بمعنى اضاق حاجة غمضانة بوضحها لك لما اجا اقول لك الايمان ايه نعم عايزي قالك هو ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله انا وضحت لك ايه انا عايز ايه كلمة الايمان اصلا لما اجا اقول لك كده التوكل ايه انا عايزي ايه والاعتماد على الله مع الاخذ بالاسباب يبقى انا عندي حاجة مبهمة لما قلت لك كده الايمان ايه حاجة مبهمة بالنسبة لك وفسرت لك معناه ثم بعد ذلك عندي الجملة الاعتراضية والجملة الاعتراضية هي اللي بتتحط اولاد ما بين شرططين وهي الجملة اللي اقدر اشيلها من الكلام وما اتأثرش فيه بمعنى اضاق لما اجا اقول لك اوشك هذا العلاج ان يكون بعد توحيد الله شير كده بعد توحيد الله هتلاقي اوشك هذا العلاج ان يكون ارفع اركان الاسلام شأن اعلم وفقك الله ان العمل عبادة اهي وفقك الله دايما الدعاء بيبقى جملة اعتراضية الاختصاص جملة اعتراضية المختص وكتبوها الدعاء والاختصاص دايما جمل ايه جمل اعتراضية طيب ده هنا الجزء اللي انت بتتلغبط فيه في القراءة طيب ما تيجي نحل قطعة قراءة متحررة لانه الحل برضو على نفس القدر من الاهمية انا ده بس انا بجمع لك شوية حاجات تساعدك وتسندك في القراءة المتحررة لكن تعال نشوف الحل على القراءة المتحررة حضرتك هتروح معاي عشان نقرأ الفقرة طيب تعال دلوقتي نشوف نحل بقى قراءة على الجزء اللي احنا خدناه طيب المفروض حضرتك تقرأ الفقرة دي بعناي انا دايما بحبش اقرأ الفقرة معك لانه نفسي لو قارتها بشوت عالي مش هفهم فكل اللي حضرتك هتعمله تحطها قدامك وتقرأها وتحلها وتيجي تاني طيب قراءة الفقرة المتحر انت وقفتك قراءتها بقى تعال نشوف ما المقصود بقولة وتؤدي هذه الانبعاثات الى تشكيل غطاء يلتف حول الكرة الارضية هل المد والجزر لا الغطاء اللي بيشك الارض ده ولا كسوف جزء ولا كل القمر انما هو الاحتباس الحراري طبقة بتحبس الحرارة جوال ارض ما الغرض من العمل على ثبات المناخ على طبيعته كما فهمت من الفقرة الثانية طالما قالك من الفقرة التانية لازم تروح تشوف الفقرة التانية بتقول ايه بس انا هنا هقول لك انا اتكلم عن اثر التغير على سكان المناطق السحلية المناخ هل عشان احافظ على المناطق السحلية ولا الانخفاض الدائم لمنسوب المياه ولا استقرار السكان في اماكن معيشاتهم ولا حماية الانهار الجليدية من الزوابان ايه الاساس في كل ده الانهار الجليدي هنا بتخلي منصوب المياه يرتفع وبالتالي الناس تمشي لو حافظنا على دي حافظنا على كل دول إذن الإجابة دال ثلاثة استنتج علاقة جملة اذ احترق الوقود الاحفوري كلمة احفوري يا ولاد معناها بيجي من الارض بنحفور فيه يعني خلاص طيب بما قبلها في الفقرة الثالث الثالث نرجع للفقرة الثالثة اهو يؤثر التغير المناخي كذلك في الغذاء بصورة ملحوظة اذ يؤثر احتراق الوقود الاحفوري طيب عندي حاجة حصلت بتأثر على حاجة احتراق الوقود بيأثر على الغذاء اذا ده سبب وده نتيجة ده اللي انا لسه بقولها وبالتالي هي سبب وتعليل لها استنتج المغزى من مقولة هناك العديد من الخطط والاستراتيجيات طيب هل دي بتدل على تكاتف جهود الدول والعلماء ولا التحديات اللي بيواجهها البشرية استعداد يوميا للتصدي للظاهر البيئية ولا التخطيط المستمر لمواجهة الازمات طبعا هنا التخطيط المستمر لمواجهة الازمات خطط استراتيجيات متكسأ او كثيفة هات من الموضوع ما يدل على عجز العلماء عن التصدي للتغيرات المناخية من خلال التأكد من التفقيات تغير المناخ ولا تاني اكسيد الكربون يزيد من عملية التمثيل درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع تحدث التغيرات المناخية على فترات زمنية طويلة طبعا الاجابة جي من درجات الحرارة هتفضل ترتفع هنا عجز العلماء 6 اي فقرات اي فقرات الموضوع تتصق مع هذا البيت لا تشكو من الاضرار تمقطها لا تشكو من الاضرار تمقطها يوما فهذا ما جنته يدك التانية ولا الرابعة ولا التالتة التانية التالتة الرابعة الخمسة لو انت بصيتها تلاقي فالفقرة الخمسة لما قال التي انتجتها الانشطة البشرية طيب اقترح فكرة كان على الكاتب ان يتناولها في مقاله ليكون موضوعيا ومحايدا في الحديث عن التغيرات المناخية هو اتكلم عن كل ده ولكن تعال نشوف هل تأثير التغيرات المناخية على اقتصاد الدول ولا خطورة زاهرة الاحتباس هو اتكلم عنها اثر التغيرات المناخية على الانسان والحيوان ولا كيفية التصدي لمخاطر التغيرات المناخية طب هل هو هنا اتكلم عن كيفية التصدي المخاطر اه هو هنا كيفية التصدي بالمخاطر لكن هو ما تكلمش عن تأثيرها على اقتصاد الدول اتكلم عن الثلاثة دول لكن ما تكلمش عن رقم ألف طب تعال نشوف برضو سؤال مقالي هات في ضوء فهمك الموضوع عبارتين تتفقان مع مقولة ارتفاع درجة حرارة الارض كارثة بيئية منتظرة وخيمة العواقب طيب ممكن نجي نقوله ده في بقى اكتر من واحدة بص يا سيدي مثلا دي واحدة تؤثر التغيرات المناخية بشكل كبير في المناطق السكانية التغير المناخي هيؤدي الى عواقب وخيم يؤثر التغير المناخي في الغذاء بصورة ملحوظة يوحدة تاني تعال يتوقع علماء البيئة ان درجات الحرارة ستستمر في الارتفاع مع مرور الوقت ويعود السبب في ذلك الى غازات الاحتباس الحراري خلاص اه ومن المرجح ان ترتفع تكاليف الاضرار الناجمة عن التغيرات المناخية كل ده احتباس الحراري هيؤدي الى تغيرات او عواقب وخيمة كل الجمل دي تنشي طيب يبقى انت كده كمان حليت السؤال المقالي طيب اسيدي تعالى الاول نشوف القصة وهنا هجبلك فصول القصة انا كنت شرحتها قبل كده هحطها لك برضو اسمعها وارجوك اسمعها ثم بعد ذلك هتيجي نحل القطعتين دول روح اسمعها القصة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتنا وطلابنا طلاب تالت سنة اهلا بكم في محاضرة او اول محاضرة من محاضرات القصة طيب ايه هي القصة اللي عندنا اه بتكلم عن ايه وهنعملها ايه ونعمل لك جو كده تحس انه جو القصص كده وبتاعه طيب تعالى الاول قبل ما نبدأ نقول كده بسم الله رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلو العقدة تم لساني يفقه قولي ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وانت خير الفاتحين القصة اولاد النهاردة او السنة دي حضرتك مش محتاج تعرف تفاصيل التفاصيل فيها اما ليه محتاج اعرف ايه القصة حضرتك محتاج تعرف فيها الاحداث عن متن عشان هو السؤال بقى يجي لك كده قطعة قراءة بتتكلم عن قصة او حد بتكلم عن قصة نفسه لانها سيرة ذاتية سيرة ذاتية يعني الكاتب بتكلم عن نفسه حياته فجايب مثلا احمد امين وهو بيتكلم عن نفسه كقطعة قراءة ويسألك عليها اسئلة وفي نهاية القطعة دي بيروح مديك سؤال جايب لك قطعة من القصة بتاعتك ويسألك ايه مثلا يقول لك طه حسين كان بيعمل كزا والكاتب ده بيعمل كزا ايه وجه الاختلاف ايه وجه اللي مش عارف ايه فانت لو عارف الاحداث كلها ده معناه ان انت هتعرف تحل كويس جدا طيب القصة بتاعتنا السنة دي عبارة عن ايه عبارة عن سيرة ذاتية ايه معنى سيرة ذاتية قال لي السيرة الذاتية هي قصة حياته المؤلف قصة حياة المؤلف يرويها بنفسه نثرا يعني دي قصة حياة المؤلف بيرويها بنفسه او بيقولها عن نفسه نثرا خلاص وهو بيحكي يستدعي احداثها من الماضي بذاكرته تمام كده طيب يبقى بالتالي القصة اللي عندنا قصة الايام ليه اديب الادب او عميد الادب العربي طه حسين اول بقى حاجة هناخدها هي مداخل ضرورية لفن السيرة الذاتية بيسأل عليها اه احيانا بيسأل عليها تعالا نشوف اول حاجة هيقولك في الملزمة كده اللي معاك ما مفهوم السيرة الزاتية وما الفارق بينها وبين الشعر والقصة القصيرة والرواية قال لي السيرة الذاتية قال لي هي قصة حياة المؤلف يرويها بنفسه نثرا اه قصة حياة الايه المؤلف وبيرويها نسر ويعتمد على الايه على الذاكرة في استدعاء احداثها يعني انا بقول قصة حياتي بكتبها نسر وباعتمد على الزاكرة في فكرة ان انا احكي تفاصيلها في استعادة تفاصيلها وتختلف عن الفنون الاخرى انها لا تقوم على الخيال وحده اه اوقف هنا كده القصة القصيرة اولاد تعتمد على الخيال بس يعني انا لما اقلف قصة لما اقلف رواية انا هاعتمد على الخيال لكن لما اقلف سيرة ذاتية لحياتي فمش هتعتمد على الخيال يبقى الفارق بينها وبين الرواية الرواية تعتمد على الخيال بس اما عندنا لا مش هتعتمد على الخيال دي لازم تعتمد على الواقع طيب قالك ان الاحداث والصور الاتية الاسئلة دي ما بتبقى الزاكرة اهمية كبيرة لكن هنقولها ونفهمها عشان حضرتك تبع عارفة ان الاحداث والصور الاتية من الماضي تتلون بلون الحاضر وتتحرك بدوافعه عند كتابة السيرة الذاتية وضح ذلك قالك والله ان الاحداث والصور الاتية من الماضي تتلون بلون الحاضر الكاتب وهو بيستدعي احداث آآ قصة ولاد بيعتمد على الذاكرة خلاص تمام والوقت اللي هو فيه بيؤثر على ذاكرته يعني لو انا عايش ايام جميلة ولطيفة وجريفة وطبلة لو انا بستدعي حاجة من الماضي هفتكر اللي يفرحني لان انا نفسيتي دلوقتي فرحانة لكن لو انا حزين يا له ده السدات دول اني البنات هي على طول تستقعد طول حياتك زابط الدنيا واغلط غالطة دي كده فاكر لما كنت مش عارف ايه كده خلاص فانا بالتالي النفسية اللي انا عايشها دلوقتي هي اللي بتأثر علي لو انا دلوقتي سعيد هفتكر من الماضي كل ما هو سعيد لو انا دلوقتي حزين هفتكر من الماضي كل ما هو ايه حزين لذلك الاحداث الاتية او احداث الصور اللي جاية من الماضي بتتلون بلون الحاضر قال لي ايه دوافع كتابة السيرة الذاتية لدى المؤلفين يعني ليه بيكتبوا سير ذاتية يوجعوا دماغنا مثلا لأ قال لي طيب دوافع السيرة الذاتية قال لك ممكن يكون مجرد الحنين الى الطفولة السعيدة الله يا واحد كده قاعد وراح مفتكر ايام طفولته اول ما افتكر ايام طفولته بقى حنلها فرح كاتب تمام او الرغبة في تقديم مثال يحتديه الشباب والله واحد شايف في نفسه ان هو يعني وعبقاري زمانه والله انا محتاج تقتدو بيا يا جماعة فاروح كاتب سيرت الذاتية او مراجعة الذات والتاريخ والله انا كنت بقول حاجات زمان ورجعت فيها دلوقتي فمحتاج ان انا اعرف الناس فاكتب سيرت الذاتية او الاعلان عن تحدي الحاضر والرغبة في الانتقام منه واحد بقى زي واحد كان حصل له اي مصيبة ودلوقتي بقى حاجة ومش هارف يعني بتحدى نفسه طيب كتاب السيرت الذاتية اتفقوا ايه بينهم وبين بعض واختلفوا فيه قال لي كتاب السيرت الذاتية اتفقوا بينهم وبين بعض انهم كلهم كتبوا روايتهم او كتبوا السيرت الذاتية على هيئة رواية يعني كلهم لما جون يكتبوا السيرت الذاتية كتبوها على هيئة رواية رواية قصة طويلة خلاص كده وبيختاروا بعض احداث طفلتهم ويهملون بعضا يعني بيختاروا حاجات يتكلموا عنها واحيانا هو بيتكلم يكانسل احداث او يسيب احداث هما بيتفقوا في كل ده لكن بيختلفوا في دوافع الكتاب انا بكتبها لتحدي الحاضر حضرتك بتكتبها لدي تقديم مثل ايا كان طب ليه احيانا كتاب السيرة الذاتية يقولك ايه هما بيجوا يخترعوا احيانا بعض الاحداث يعني ايه يعني تبصت ليه ماشي وعمل يتكلم في احداث حقيقية وكل حاجة بس مرة واحدة راح خياله شاطح وراح عامل لي احداث كده خيالية من عنده ليه قالك ده كذا سبب اهمها عشان يضيفوا بعض الرطوش ويسدوا فجوات الذاكرة يعني انا فاكر انه في الوقت ده انا كنت باعمل كذا وفي فترة انا مش فاكرها في حياتي وبعد كده في فترة تانية انا فاكرها فالفترة اللي انا مش فاكرها دي اقعد بقى اقلف بحي سربط لتنبا بعضيه مين اشهر كتاب السيرة الذاتية في الادب العربي قال لي طبعا الايام لطا حسين ابراهيم الكاتب كتاب اسمه ابراهيم الكاتب او سيرة الذاتية اسمها ابراهيم الكاتب ليه ابراهيم المزني وعودة الروح او عصفورهم من الشرق لتوفيق الحكيم قال لك طبعا ازاي السيرة الذاتية دي بتقوم بتعليم القارئ بتعلم القارئ قال من خلال امتاعه والتأثير في مشاعره بتعرض له فن جميل وسور مؤسرة وانت بتقرأ عن العظماء وبتحاول تقتضي بيهم كمان وبالتالي بتبقى بالنسبة لك مرجع تقدر تتعلم منه طبعا يا سيدي الجزء اللي جاي ده ده بييجي عليه اسئلة كتير اللي هو سمات وخصائص اسلوب طه حسين قال لي ايه اهم مميزات طه حسين ده السؤال ممكن ييجي جدا جدا يجيب لك كاتب بيتكلم بطريقة معينة وطه حسين بيتكلم بطريقة معينة يقول لك سمات الاسلوب ويقارن ما بينهم طه حسين يا ولاد في القصة قال انه يتحدث الى قارئه اكثر مما يكتب اليه لذلك تقوم خطابات او تقوم قصة طه حسين على مخاطبة القارئ ومجادلته والتأثير فيه يعني يقول لك تحس ان هو بيكلمك اكتر منه كاتب لك حاجة انت هتقره فهو بيكلمك طيب هو بيكلمك هنا بيجدلك تبصت ليه مثلا يقول لك ألم يكن صاحبنا يفعل كذا ألم يكن يفعل كذا وكذا وكذا وتحسو بيكلمك وبيسألك فبيشاركك معاه المشاركة دي بتخليك تندمج معاه يبقى يتحدث الى قارئه اكثر مما يكتب اليه ليه لانه بيقوم على مخطبة القارئ ومجادلته اللي تتميأس لغته بإيقاع موسيقي رنان الجمل بتاع طولات فيها إيقاع موسيقي يعني ايه فيها إيقاع موسيقي انا عارف فقرة الملل اللي انا عمال احكي فيها دي هتخلص بس انت لازم ده امتحان هخش في القصة دي الوقت وهتبقى ممتعة لكن يعني ايه إيقاع موسيقي إيقاع موسيقي رنان بيجي من استخدام اللوازم الأسلوبية المتكررة والجمل القصير طاحس من كترة ما بيستخدم جمل قصير ولوازم أسلوبية متكررة يعني ايه لوازم أسلوبية متكررة يقول لك كده ويذكر صاحبنا ولا يذكر صاحبنا ألم يكن صاحبنا يفعل كذا فبيكلم ببعض اللزمات كده ليه في القصة هتدوس ليه على طول حاجة كمان إنه الجمل قصير فلما الجمل تبقى قصير وفيه كلام عمال عارف اللازمة حاجة كده عمال يكررها ده بيديك إقاع موسيقي ثلاثة يستخدم دائما ضمير الغائب طيب ليه يعني دايما هو بتكلم تحس بتكلم عن واحد تاني مش عن نفسك مش عن هو نفسه طيب ليه بيعمل كده قال لك واحد إطفاء نوع من الموضوعية على قضيته الذاتية بمعنى أدق هو مش عايز يبان واحد بيتكلم عن نفسه كتير فانت لو واحد بيتكلم عن نفسه كتير حضرتك هتمل هتزهق فاللي هو بقى إنجزنا برحج يعني خلاص لكن لا هو بيتكلم بضمير الغائب واحد لإطفاء نوع من الموضوعية والحيادية باشا أنا بتكلمش عن نفسي وبالتالي الرأي بتاعه إنت تصدقه خلاص كده تمام قال لك كمان بيعتمد على السمع وحواس أخرى غير البصر طيب طيب حسين كان كفيف مش أعمى ومعنى كلمة كفيف إنه كفة بصر اتولد بيشوف كان ضعيف جدا وبعد كده كفة بصر طيب قال لي كده ايه هدف طاح سين من تأليف قصة العيام قال لي كان عايز يتخلص من بعض هموم وأثقال الماضي رجل كان عنده يعني شوية مشاعر بيته كده حبي يطلعهم علينا بس وقت يعني رجعهم علينا مش طلعهم علينا بصراحة يعني فيعني حبي يطلع الهموم والأثقال طيب طاح سين ما كانش ناوي ينشر الكتاب ده ما كانش ناوي ينشر السيرة الزاتية بتاعها لغاية ما جات الله يسمحهم يعني مجلة اسمها مجلة الهلال ادينا شوية حديث كده وكتبنا وكتب لنا سرتك الزاتية ومعليش يا بل حاجة وبتاعهم وألحوا في الطلب ده جدا فده له وهو متدايق وانقسم الناس بعد نشرها الفريقين منهم اللي ناس اللي ردوا عنها وكانوا مبسوطين بيها جدا وجمعها كانت شوية احاديث في البداية ما كانتش سير الزاتية شوية احاديث شوية وخلاص ففي ناس بسطت منها جدا وجمعتها في كتاب وناس منهم صدقته وناس انقره يعني ناس حبيتها وجمعتها في كتاب وناس تانية صدقته وناس انقره عليه الامر ده لا خلاص يعني انت ما كانتش لازم تعمل كده طيب قال لي الى من يقدم الكاتب سيرته الزاتية ولماذا وما فائدة كتاب الايام يعني ليه بيقدمه للناس قال لك واحد بيهدي اولا لزملاء واصدقاءه في العمى في المحنة وبيتمنى انهم يلاقوا في القصة دي التسلية ليهم يشجعهم على انهم يستقبلوا الحياة مبتسمين انا بقيت كاتب كبير وانا كنت كفيف اه يتغلبوا على المصاعب اللي هي بتقابلهم ثم بعد ذلك يتمسكوا بالصبر والجهد والامر طيب اه ايه اللي دفع الكاتب الى تشجيع المكفوفين قال لانه اه شايف انه الحياة لم تمنح لفريق من الناس دون فريق حزوز يعني من الاخر الحياة ما بتخيارش حد مش خياره فقوس يعني اللي هو يعني الحياة داتنا كلنا الفرص فكلنا نسعى فيها انت حتى لو عندك مرض معين او عندك قافة معينة او عندك حتى اعاقة معينة ودي مش اعاقة ما بتوعقش لو عندك حاجة معينة تقدر تتغلب ايه عليها طيب الكام سؤالين اللي جايين دول يعني هي سئلة للقراءة فقط وللطلع تعالوا بقى نبدأ القصة بتاعتنا انقل معايا عشان نشوف الفصل الاول تعالوا نشوف الفصل الاول الفصل الاول هولاد بيتكلم عن طا حسين بدأ اول ما بدأ يتكلم عن ذكريات طفولته افتكر يوم معينة لكن اليوم ده كان يوم ايه ويوم كام والساعة كام او الشكر ايه حاجة عشان كده يقولك ايه لا يذكر الصبيل هذا اليوم اسما ولا يستطيع ان يعرف له وقتا محددا وانما يقرب هذه الذكرة تقريبا يعني ايه ولا هو عرف الوقت ولا هو عرف له الساعة اليوم ده كان ايه هو بيقرب الذكرة قال واغلب الظن انه الوقت اللي هو كان افتكره ده وقت الفجر او العشاء طيب ايه اللي خلاه يفتكر انه ده وقت الفجر او العشاء وخاصة انه هو كان اعتبره ضعيف النظر او كفيف ما بيشوفش قال ثلاث اسباب خلته يفكر انه ده وقت العشاء او الفجر واحد انه تلقى شيئا من الهواء البارد ده كده الاسم اليوم المجهول اليوم المجهول ده اللي هو مش عارش فيه حاجة لكن بيقول انا اغلب الظن انه ده كان وقت الفجر او وقت العشاء ليه عم طه قالك واحد ان وجهه تلقى شيئا من الهواء البارد اتنين يعني ايه هواء بارد الهواء اللي هو بتعب الليل يا وقت العشاء فعلا يا وقت الفجر لكن ده لو وقت الصبح الهواء يبقى حر اتنين كما انه يذكر ان وجهه انه تلقى نورا هادئا ضعيفا نور كان ضعيف جدا 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 تغطي الظلمة وجوانبه يعني ايه قال يعني النور كان ضعيف جدا تحس كده انه الضلمة حواليه عارف النور بالليل في الشارع تحس انه اه فيه نور بس الضلمة مالية حواليه غير الصبح ظهر لا يبقى الهواء البارد النور الضعيف كمان لم يشعر بحركة قوية هو ما شافش حركة قوية في الشارع او ما حسش بحركة قوية برا البيت انما كانت حركة ضعيفة جدا الحركة دي قال كده اما مقبلة على النوم او مستيقظة منه يا اما الناس في الوقت ده اللي هو الحتة اللي قبل النوم دي ها سلو موشن كده اللي قبل النوم دي راحين يناموا خلاص فلما راحين يناموا الحركة هتبقى عاملة ازاي تبقى ضعيفة جدا او هم صحيوا ولسه بدئين ده وقت الفجر يبقى يا وقت العشاء يا وقت الايه الفجر دول الثلاث اسباب اللي خلوه يفكر انه الوقت ده وقت العشاء او وقت الايه الفجر يعني من ضمن الحاجات اللي بيذكرها الكاتب ومش نسيها ابدا هي ذكرى ذلك السياج السياج يعني صور صور من الاصب عارفين اولاد العشش اللي بتبقى في الغيط العشة ده بتبقى عمله من خوص كده هو ده السياج طالح حسين كان يطلع من بيته يلاقي في وشه ده اول ما يطلع من باب الدار يلاقي السياج السياج ده عريض جدا قالك هو السياج ده من القصب كان بيحيط بالبيت وما هي الا خطوات قصار بره باب البيت يلاقيه خلاص السياج ده كان اطول من قامة الصبي اطول منه وكان القصب بتاعه متلاسق جدا 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 فهو اطول منه ما يقدرش ينط من فويه والقصب متلاسق جدا بحيث درجة تمنعه من الانسلال من بين القصبه ما يقدرش يعدي منه فكان يعد يتفرج يقولك السياج ده كان يمتد عن شماله الى حيث لا يعلم له نهاية يعني اول ما يخرج من الباب الى السياج السياج ده لما يدخل على الشمال كده الى حيث لا يعلم له نهاية هو ما رحش الحتة دي قبل كده اصلا اما هو يمتد عن يمينه نحية اليمين دي يمتد عنها الى حيث قناة يعني السياج من ناحية الشمال اخره هو ما يعرفش السياج من ناحية اليمين وتخيل كده انا طالع من البيت لقيت صور ايه الصور ده ناحية الشمال انا ما عرفش عنه حاجة الصور ده ناحية اليمين ينتهي الى حيث قناة القناة دي كليها في دماغه اثر او خيال عظيم جدا 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 ودي هنتكلم عليها في الفصل التاني يعني القناة دي كان حوار بالنسبة له هتعرفوها في الفصل التاني ما تستعجلش كان يطلع يقعد ما يقدرش يعدي السياج ده ولا يقدر ينسلم بين قصبه ويقعد يتفرج على الحيوانات الأرانب خاصة الأرانب وهي عملت نط من فوق السياج وتعدي من بين الأصب بتاعه وكان يقعد يحسد الأرانب طب يحسدها ليه قال لك بختها بنت اللايبة بتعدي بقى الناحية التانية الأرانب دي وتعود تاكل في النبات وخاصة الكرومب هو كان يحب الكرومب طبعه حسين يعني كان بيحسد الأرانب عشان ما بتقدرش تنط من فوق السياج وبتقدر تنط وهو ما بيقدرش وتقدر تعدي وهو ما بيقدرش طيب يقولك انه كان يفتكر كويس جدا انه كل يوم يخرج فيه للسياج ده كان لابد ان يشعر بحصرة لاذعة حاجة كده تنكد عليه عشته لازم كل يوم كان وقت المغرب لما الناس تتعشى وتمام التمام وكله ملأ البطون يخرج بقى طاع حسين الى السياج وعارف انه حاجة هتنكد عليه عشته هو بعد ما كان بيخرج يعتمد على قصب السياج لغاية ما يروح في حتة كده ويقعد وتأخذه التأملات والأفكار بعيدا عارف الواقع انت رايح فين يقعد بقى يتأمل ويفكر خلاص قال ولا يرده الى ارض الواقع الا صوت الشاعر وهو قاعد كده سرحان وانفخد كده زي حضرتك تعدل يا لأ قدامي تعدل كده واسمع وهو قاعد ومرة واحدة يلاقي صوت الشاعر وهو عمال يسمع حكايات ابو زيت الهلالي والزناتي خليفة ودياب وعمال بقى ايه ويغني فكان يقعد صوت الشاعر جاي من على شماله وكده يقعد وسلام ويقعد كده ايه يستمع ويستكيف ويبقى مبسوط اخر التمام وهو بقى عمال يسمع الشاعر الشاعر واقف الناس متحلقة حواليه متحلقة يعني قاعدين زي حلقة كده خلاص والشاعر عمال يغني في نغمة او في صوت حلو نغمة حلوة عذبة لا تكاد تتغير يعني هو عمال ايه مديها اغاني كده وبيغني القصص الشعبية عارفين الاغاني اللي هو بيغنيها شبه ايه يا اولاد عارفين لما بتخش محل فكهة وصاحب محل ده من اهلنا في الصعيد كده فتلاقيه الاغاني اللي هي تحس انه الراجل بيحكي قصة هي الاغاني دي ويقعد الراجل طه حسين ويقعد يسمع الشاعر ويقول لك الشاعر عمال يغني والناس سكوت تماما والراجل عمال يغني بنغمة حلوة جدا لا تكاد تتغير ويفضلوا سكتين الا حين يستخفهم الطرب او تستفزهم الشهوة يعني الراجل يقول حتة ايه حلوة اوي فيتمارون ويتخاصمون الله الله يا حج الله يا ستة عارفين انتوا الجو ده خلاص وتتقاطع اصواتهم ويعودوا يهيصوا فيسكت الشاعر لغاية ما يخلصوا ويهدو تاني فيكمل انشاده بنغمة حلوة لا تكاد تتغير في الوقت ده عمينا طه حسين قاعد عمال يسمع حسن الشاعر قال لك ايه بقى الحصر اللازع اللي هو يحس بيها قال ذلك لانه يعلم تمام العلم ان اخته ستخرج اليه اخته الاكبر منه هتخرج اليه وتقطع عليه نشوة استماعه الى الشاعر اخت الكبيرة منكده عليه حياته زي اخته الصغيرة بالضبط هتعرفوها دلوقتي يعني ادي فايدة يعني ايه ادي يعني اللي عنده اخته بنته يعني ما علي تطلع اخته قال ذلك ان اخته سوف تخرج اليه فتدعوه الى الدخول يلا يا طاه فيقب مناش داخل فتقول له تاني تكرر عليه طلبه فيقب انت لسه هتوجع على ادماغي فتروح رايحة شايلامة بين ايديها قال فتحمله بين يديها كأنه الثمامة الثمامة يعني نبات صغير اوي يلا وتروح شايلامة هب ومشي بيه دخل الدار اول ما تخش الدار تخش تلاقي امه قاعدة بصه معاملة دا ايه العبيد بقى فاهم وراحوا مسكينه مشي بيه دخل الدار لقيت امه فتروح حطاه على الارض وحطى دماغه على عين على فخدة امه وبعد كده تروح فتحالها عنيه وتفتح له عينيه المظلمتين اما الثانية امه بقى فتقطر فيه مسائلا يؤذيه ولا يجدي عليه خير بيوجعوا قوي بس ما بينفعش بحاجة السائل اللي كل يوم تحطولي ده خلي بالكوا السائل ده من ضمن اسباب ان ضايعت بصروا لو تفرقتوا على فيلم اسمه عنديل المهاشم كان بيناقش الحتة دي السائل كده بيعمله لهم بيضايع عنيهم المهم انه كانوا فاكرينه شفاء يعني تمسكوا تحط دماغه على فخدة امه وتفتحالها عنيه والتانية تقطر فيه مسائل بيوجعوا قوي بس ما بينفعش بحاجة قالوا هو مع ذلك لا يشكو ولا يبين ولا بيشكو ولا بيعيط ولا الهوى طب ليه يعني عيط عادي ما بطر لا يقولك ذلك لانه لا يحب ان يكون شكاء بكاء مثل اخته الصغير حبش هو يبقى شكاء بكاء زي العيالة الصغيرة لكل حاجة طي وبعد ما تحط له القطرة وتوجعه وتنايله فتروح اي مشايلة تاني بيقولك معاملة عبيد وتروح دخله في زاوية من زاوية الاوضة فارشاله الحاف من اي ماه والرمي عليه الحاف تاني نام فين اي مو فالوادي حيني مداء قوي نفس اسمع حسن الشعر فيه يقعد يعمل ايه؟ فيه يقعد يحاول يمد بصره كده من برا البيت يمكن يسمع حاجة من نغامات حسن الشعر ويفضل الوقت بعد المغرب ده يعني بدري قوي فيعمل كده لغاية يفضل قاعد في اوهامه وحساراته لغاية ما ايه؟ يغلبه النعاس ينام وخلاص الوادي يعني متضايق لغاية ما يغلبه النعاس بعد ما يغلبه النعاس هو نايم بدري قوي بقى يعني نايم بدري غباء يلاقي نفسه صحي بدري يصحى قبل الفجل واخوته يغطون في النوم غطا شديدا عارفين يعني يغطون؟ عارفين انتوا لا؟ يعني بيشخروا من الاخر اللي هو نايمين رايحين في سبع نوم فيقوم فيبدأ عارفين اللي هو يشيل اللحاف من على وشه كده بالراحة وهو خايف طيب خايف من ايه؟ قالك ذلك لأنه كان يخاف ان ينام مكشوف الوجه يخاف يبقى نايم مكشوف وشه ليه عم طا قالك لأنه كان واثم كان واثم لو كشف وجهه لو شال وجهه او اخرج احد اطرافه من اللحاف يعني لو سبت هقد كده في اللحاف كشف وشه ولا طلع ايدي ولا رجليه لابد ان يدخل منها قاله عفريد يده ويعبس به يقضي العفريد لما هو اخذانك العفريد يقضي ايه؟ يزغزاوه كده وشه قالك ذلك ذلك العفريد التي كانت تملأ ارجاء البيت العفريد يعقى العفريد قعدة في كل حد احنا مترقبيين فالعفريد كلها في ايه؟ في كل حد قاله يفضل في الاوهام والقلق ده خلاص ويقولك ان العفريد دي هو كان عارف عفريد دي يابا يقولك كده هيكت بتطلع بالليل وتفضل قعدة لغاية ما الناس تصحى واول ما الناس تصحى كل العفريد دي تنزل الى مهابطها لغاية ما تستنى والناس تيجي تنام حتى اذا الاوى كل الناس الى مضاجعهم يرحوا يناموا العفريد دي تطلع وتبدأ باقي تملأ الجو صياحا والطرابا الوادي يعني من كتر الهسهس يقولك كان يصحى كل يوم الفجر يعد قبل الفجر يعد يسمع التجاوب الديكة اصوات الديوك ويعني بقى يعد يميز فيما بينها يعني كان فاكر انه بعضها اصوات لديكة حقيقية وبعضها اصوات لعفريد تقلد الديكة ويعد بقى يميز بينها يا فاق يعني لا لا انت انت ديك انت ديك لا لا انت مش ديك انت عفريد تعمل صد ديك اوان انت مكن بخير لا اوعى خلاص خلاص هو اللي بتتضحكوا علينا خلاص يقعد يحاول يميز ايه فيما بينه لكن هل الاصوات الديكة دي كت بتخوفه لا ليه قالك ذلك لانها كانت تأتيه من بعيد جاي من بعيد دي ما ها ما تشغلنيش انما بقى الخوف كل الخوف يا لهوي من الاصوات اللي جاياله من زوايا الحجرة دي سامع اصوات عارف نظام البنات لما تقعد لوحدها ها والنور يقطع اوه يعين احلى اصوات في التاريخ وتلاقي حاجات بتمشي وحاجات بتطير وبتاعه وتعالى بس جنبها كح تلاقي لزقت في السقف انت بتجيبها من السقف بعد كده خلاص دي مش معنا هو الوادي عيني كده اهلا اصوات دي ما بتخوفوش الديكة دي جاياله من بعيد انما الاصوات بقى اللي ها اصوات جاياله من ديق من زوايا الحجرة خفيفة جدا قالك يمسل بعضها صوت المتاع ينقل ويحط عارف لما حد من جيرانكو حرق كرسي فوق او لما انت تحرق كرسي هو الصوت ده بس جاياله ضعيف جدا قالك وبعضها يمسل ازيز المرجل ازيز المرجل يعني عارف الحل لما بتغلي فتقعد صوت الغلايان ده تحسنه ده قالك ويمسل بعضها صوت الحطب يتكسر كده الف الاصوات دي كانت بترعبه لدرجة انه يعني الواد كان بيتوهم وبيتخيل انه في حد قاعد على باب الحجرة مستنيه بيسد عليه باب الحجرة سندها عليه ويقوم بحركات اشبه بحركات المتوصف وقفة في حركات الزكر اللي هو واحد واقف عمالي الله حي كده تخيل واحد هو متخيل في واحد واقف على باب القوضة كده قال لك طيب هل الحاجات دي كان ليها اساس من الواقع بقى لح ولا الهواء مفيش قال يفضل الواد طول الليل في الهاري ده بقى عفريت ايه وديك واصوات من هنا وعمش حالف من ايه ويفضل في هزي الاخوات ويمغطي وشه يا لهو يا نا كلام ده كله لغاية ما يسمع صوت النساء وهن برى الدار وهن يتغنين الله يا ليل الله الله يا ليل كده خلاص يسمع الستات بتغني الله يا ليل الله يعرف انه خلاص انه الفجر قد بزغ وانه الشمس طلعت وانه العفريت نزلت نزلت الى مضاجعها او الى مخابئها فهنا يتحول هو الى عفريت عشان كده يقولك ايه نزل عفريت الليل وظهر عفريت النهار مين عفريت الليل ده طه حسين ومين عفريت الليل الليل العفريت ومين عفريت النهار اللي هو طه حسين يقوم انتمش نايمتون يبدي طب والله اللي انت امنكم طب هتعمل ايه عم طا يفضل بقى يقعد يغني بصوت عالي الحاجات اللي كان بيسمعها من حسن الشعر واخوته بقى نايمين يعني يقولنه غز في اخواته لغاية ما يصحي كل اخواته اول ما يصحوا تختلط اصواتهم باصوات الماشية والطيور واللي لقيهه الصوت عالي والبيت بقى بدأ يصحى ويفضلوا كده في داو شاوس يحو وده بيكلم داو وده بيعمل داو بتاعه مرة واحدة الاب يصحى ما تسمعش صوت ليه احترام بقى الاب في الفزر صحي اول ما يصحى فينده بصوت الابريق والقهوة فتجيله كباية الاهوة شط الاهوة التمان والابريق يتوضى يصلي يقرى ويرده من القرآن يضرب قهوته ويخرج اول ما يخرج يرجعوا تاني بقى داو يكلم في داو اصوات دي ويش عارف ايه الكلام دا كله وكل اصواتهم تختالب بالماشية والبيت يبقى بيضرب يقلب يبقى انا هنا في الفصل الاول طاع حسيني ادك صورة الى مجملة كده لحياته وجوه بيته كانوا بيعملوه ازاي طب ايه اللي هيحصل في الفصل التاني فوق نفسك كده وتعالى شوف الفصل التاني هيحصل في ايه طيب شفت الفصل الاول شفت الفيلم بتاعه تعالى بقى نشوف الفصل التاني اللي هيتكلم فيه طاع حسين عن ذاكرة صبي وهيتكلم فيه كمان عن القناة فاكرين القناة اللي هو كان لما بيخش على يمين السياجي يلاقي القناة تنتهي الدنيا عند هذه القناة يعني ايه تنتهي الدنيا عند هزا القناة ما عدهاش اخره هنا حاجة كده بيقول الصبي كان مطمئنا الى ان الدنيا مطمئنا يعني هو كان فاكر ان الدنيا تنتهي عند هذه القناة يعني خلو اخش يمين رؤية للسياج اديها يمين تروح هو بقناة دي اخر الدنيا يا ابني ما فيش بعد كده حياة قال لم يكن بينه وبينها الا خطواتا قليلة قال طب هو ليه الدنيا تنتهي عند القناة دي قال لك فعلا وليه ما تنتهيش صبي صغير اعمى مش شايف فخلاص هو ما عداش الحتة دي قبل كده خلي ما لك القناة كانت حقيقتها حاجة وهي في دماغه حاجة تانية خالص يعني هي في الحياة حمادة وفي الحمادة تانية خالص في دماغه طب حقيقة القناة دي كانت ايه قال لك الحقيقة انه كان عرض هذه القناة كان ضئيل جدا كان ضئيلا جدا يعني ايه دي اياه اوي اوي قال لك لدرجة انه الشاب النشيد كده يقدر يعدي من ناحية لناحية التانية دون ان يبتلو ينط يعدي قال لك والرجل الكبير كان يقدر ينزل القناة لغاية ما ينزل دون ان يصل الماء بطيه يعني الماء جاله لغاية هنا قال لك ده ساعات كمان الماء بتنقطع عن هذه القناة والاسماك الصغيرة بتموت بسبب انقطاع الماء عن هذه القناة قال لك ده كان دي كانت حقيقة القناة طيب خيال بقى الصبي كان شايف القناة دي قال لك لا 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 لم يكن يقدر كل ما سبق قال لك كلام ده يشغله في حاجة هو دماغه حاجة تانية طب دماغه ايه؟ قال لك كانت يقن تمام اليقين ان القناة دي عالم تاني غير العالم اللي هو عايش فيه قال لك هو كان فاكر ان القناة دي مفيش بقى بعدها حياة يعني ايه اخر الحياة عند القناة دي قال كان فاكر ان هذه القناة من عالم تغمره التماسيح وكائنات غريبة ومسحورون تمتلق بالتماسيح التي تزدري الناس ازدرارا يعني ايه؟ ان التماسيح دي بتبلع الناس مش بس كده قال لك كمان كان فيه الناس المسحورون والمسحورون دول هم الناس اللي عايشين تحت المية ويطلعوا كل شوية ليتنسموا الناسين يشموا هوا وهم بذلك فتنة وخطر على الكبار والصغار قال لك ده مش بس كده ده القناة كمان جوها كمية اسمك مفترسة ايه؟ احوار اوعى والسمكة دي بقى واخد بالك السمكة دي بقى لو بلعت واحد ممكن ينزل فيه سمكة كده ممكن ينزل يلاقي فيها خاتم سليمان الخاتم ده اللي هو لو دعكه ها؟ يطلع له بقى خادمين اقوله كل اللي هم عايزين وبصراحة الواتف كان نفسه ينزل يلاقي خاتم كده ها؟ يلاقي السمكة تبلعه ينزل بقى يلاقي الخاتم فيطلع الخادمين ليه؟ لا مش عشان يفتح لا لأ عشان يعدي بس النحية التانية يا من القناة عيل طفل الدماغ في اللالالند طيب يعني اه اه اللي ما خلاوش يتبلع قالك هو كان نفسه سمكة تبلعه بس كان هو كل اللي خايف منه ال الاهوال بقى اللي هيشوفها من الطريق من بقى السمكة لغاية من ينزل بطناه ويلاقي الخاتم الاهوال دي كان خايف منها عارف احمد مكي في الفيلم بتاع طير انت لما قاله مش فيش ألسنة نارها تلتهمني واللهب وهقع وبتاع قال الله خربت الأفلام اللي بوزت خالك ولا الكلام ده هو كله طيرين على طول فهو كان فاكر بقى انه لما السمكة تبلعه هنزل يلاقي ألسنة لهب وحاجات تخطفه ومش عارف الاهوال دي كان خايف منها بس لكن عادة ذلك باش أبلعني ولاقي الخاتم وبقى زيل الله خربت السيمة اللي سوقتش معي اتنا جابني كل ده جرافيكس قالك طيب هي لما القناة بالعرض ده ولها هو ليه ما رحش يجرب بنفسه يعني ليه ما قربش من القناة كان عارف حقيقتنا وريح دماغنا من أم الهري ده ويعني وكنا نجحنا كلنا قالك ما كانش يقدر يبلو أن يختبر حقيقة القناة ما يقدرش ليه قالك لأنه القناة كانت محفوفة بالمخاطر يعني محفوفة بالمخاطر قالك يعني لما تروح عند القناة علي مين القناة يعني أول ما توصل قادي القناة لو دخلتي مين تلاقي ناس اسمهم العدويون مين العدويين دول قالك ده ناس من الصعيد جوة من الصعيد الجواني قالك الناس دول كان عندهم بيت وكان عندهم شوي كلبين كده برا البيت لو لمحوك وانت ملازلس كده هيقطعوك فالناس كانوا يخافوا يعدوا من قدام الكلبين دول عارف لما تلاقي صاحبك الرزل قاعدت لشارع كده قوم ربي كلب فالناس خايفة رايحة تروح منه ولا تيجي قالك فهو ما يقدرش يعدي يمين القناة عشان كده طب وعلى شمال القناة قالك قاتل محترف قتل 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 سفاح اسمه سعيد الاعرابي وامراته كانت مع اسمها ايه بقاها بص الاسم رومانتك زيها كوابس قاله كوابيس عارفين زيها بالزبط طب عم كوابس ده او عم سعيد الاعرابي وامراته كوابس اه كانوا بيعملوا ايه قالك ده كان اتلقوا تلقى ما تريد تعديش ده يالي هو اكتلوا وادديك رانا مفيش قالك وكان فاكر كويس جدا انه كوابس دي كانت لابسة حلق في في مناخرها الحاجات اللي ما عفلنا اللي طالي من دول قالك وتزور امه وتعدي تلاقي الواد يا طاها اديني بوسة ام عرف كوفارتينا زيها بظل ام وتروح بقى يسا وتقزيب الحلق اللي هي في مناخرها ده قالو مع ذلك كانت دنيا الصبي ما بين السياج ببتهم لغاية القناة دي دنيته الدياءة جدا ولكنه يجد فيها كثير من الوان اللهو واللعب والعبس يعني بيسلي نفسه يعني من الاخر بيعرف يبسط نفسه في الحقيقة طاح سلة ما عاد يفكر كده قالك ذاكرة الانسان غريبة جدا ليه قالك لانه الانسان بيفتكر بعض الاحداث واضحة جلي من زمان قال وكأنه لم يبن بينه وبينه وقت يعني لسه حصل وبينسى احداث تانية كأن لم تكن وكأنه لم يكن بينه وبينها عهد فهو بيقولك انا فاكر السياج والارانب وكوابس والعدويين وسايد الاعرابي والناس اللي سكنة وساكر فاكر كل ده قالك لكن انا مش فاكر هو دلوقتي بتكلمه كبير قالك انا مش فاكر دلوقتي مصير الحاجات دي ايه انا كل اللي انا شايفه دلوقتي انه القرية اعيد تنظيمها وباقت شوارع كلها تنحدر من اصل القناة يعني شوارع جاية كلها من ناحية القناة والناس تحس انهم اتغيروا لكن ايه ما صير بقى كوابس وسايد الاعرابي والعدويين والكلام لا انا مش فاكر وكأنه نام في يوم وصحي لقى القرية تبدلت لذلك هو بيتعجب وصف ذاكرة الانسان بانها غريبة عشان بتفتكر احداث واحداث لا قال وهو كمان فاكر انه كان بيقدر يعد اوقات كتيرة على هذه القناة وبيسمح حسن الشاعر وهو بيرفع الماء بشهدو فيه وقدر كمان يعدي القناة دي بعد كده يعني هو فاكر انه عد القناة بعد كده على كتف احد اخوته وقدر يعدي هناك ومحتاجش الخدم سليمان ولا حاجة قال وراح هناك لوراء لقى هناك الحياة متصلة زي قبلها عادي جدا ولما رح هناك قعد يروح لشجر التوت وياكل هناك ويروح الى حديقة المعلم وياكل من الطفاح بتاعها ويقطف له من الريحان والنعناع لكن هو مش قادر يفتكر ايه اللي حصل عشان تبقى القرية على هذا الحال دلوقت طيب ده كده الفصل التاني تعال بقى نشوف الفصل التالت كده طا حسين وصف لك البيئة اللي هو عايش فيها في اول فصلين سواء البيت او برا البيت القناة والجو عامل ازاي طيب تعالج الوقتي ليه جوه البيت الاسرة عامل ازاي قال لي كده لقد كان الصبي سابع ابناء الاب الثلاثة عشر ابو كان عنده تلاتاشر واحد انشاء الله تلاتاشر واحد طبعا كانوا من امين اول اتنين اكبر اتنين من ام والحداشر البقين من ام تاني فهو في الترتيب العامل جدول الدوري خلاص هو رقم كام سابع خلاص لو حزفنا الاتنين اللي فوق فاشققه بقى هيبقوا احداشر هيبقى هو الخامس خلاص كده يقول كان بيشعر وسط هذا العدد الضخم من اخواته بحركة او بمكانة خاصة ومعاملة متميزة كان بيبتاز بيها على كل اخواته لكن هل ده كان بيرضي او لا قالك هو مش عارف المعاملة المميزة دي معلاش كان بيرضي ولا لا لكن هو كان بيشوف بيحس من امه رأفة ورحمة وكان بيلاقي من ابو لينا ورفقا يعني رأفة ورحمة من امه ولين ورفق من ابوه ولكن مع ذلك برضو كان بيحس من امه بشيء من الاهمال والغضب احيانا والغلزة وكان بيحس من ابوه شيء من الزرار احيانا يعني بيرضو يعني ايه يعني يعني اه يعني هو بيحبوه جدا وبيخافو عليه جدا وبيشعور بالرأفة والرحمة واللين والرفق لكن برضو احيانا بيلاقي مع عدد الضخم من الاولاد فبينشغلوا عنه وكان بيلاقي من اخواته احيانا شيء من ال مش احيانا ده على طول شيء من الاحتياط في الالفاظ يعني بلا وده كان بيدايق يعني مفيش حاجة ما تتكلموا عادي كده ومعايا لكن لا يعني كان احيانا بيحس بشيء من الاختلاط او من بال اه الاحتياط في الالفاظ معاك عشان كده كان الاحتياط في الالفاظ ده قالك مشروبا بشيء من الاحتقار والاشفاق كان بيدائم يعني تتكلمون ليه كده قالوا ما عداش وقت طويل غير وعرف انه اه لا هو فعلا انا ليه بيعملوني كده قالوا احس ان لغيره عليه فضل فضلا اه يعني ايه فضلا هم احسن من ليه قالك اه بيقدروا يوصفوا حاجات هو مش قادر يوصفها ويقوموا بحاجات ويعملوا حاجات هو مقدرش يعملها قال كمان امه تأذن لاخواتي بما لا تأذن له به فبتضايق وبعدين كان الاول يتضايق عارف هو عنده اعمة وكل حاجة بس هو مش مصدق نفسه بلاش مش مصدق نفسه لا انا اقدر اعمل كل حاجة الكبرياء لكن لغاية ما جيه في يوم سمع اخواته بيتكلموا عن حاجات هو ما عارفش عن حاجة فعارف انهم يرون ما لا يرى هنا عارف ان اخواته شايفين حاجات هو مش شايفه فعارف ان هو مصاب وبالتالي امه بتأذن لاخواته بحاجات ما تقدرش تأذن له بي دي مكان طا حسين في الاسرة وده الفصل الى وجوده الى وجودهما بالنافز الى وجودهما بالنافز ابو عثمان تغمره كائنات تغمره كائنات غريبة من هذه الكائنات التمسيح التي تزدرد الناس ازدرادا والمسحورون الذين يعيشون تحت الماء ليلا ونهارا فاذا اشرقت الشمس او غربت خرجوا يتنسمون الهواء وهم بذلك خطر على الاطفال وفتنة للنساء والرجال وازن بين ذكريات طفولة الكاتب طا حسين في ضوء ما تظهره نشأتهما مستشهدا بما اورده بص سيد اظهرت ذكريات ثروة ابازة واقعية دي هتلاها هي الاجابة الف انه ذكريات ثروة ابازة كانت واقعية بيئة القاهرة وصراء عيشتها عندهم طباخ وتحقيق ما كان يصبه اليه الراجل راح معاه من الامن وهو اللي كان بيطمنه بدليل قولي رفضت ان اذب الا اذا صحبت محمد ابو عثمان اما ذكرى طا حسين فاظهرت سعة خياله تكر القناة باء عالم غريب وا 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 في بيئته الريفية وافتقاده للامن بدليل وهم بذلك خطر على الاطفال وفتنة للنساء والرجال اذا من الاجابة رقم الف دي موازنة للقص طب تعال اشوف السؤال ده رقم اثنين سين اثنين قال طا حسين في كتابه الايام كان يحس من امه رحمة ورأفة وكان يجد من ابيه لينا ورفقا وكان يشعر من اخوته بشيء من الاحتياط في تحدثهم اليه ومعاملتهم له ولكنه كان يجد الى جانب هذه الرحمة والرأفة من جانب امي شيئا من الاهمال احيانا ومن الغلظة احيانا اخرى اللي استنتج من خلال الفقرة سبب احتياط اخوة الصبي معه طبعا ايه اللي يخلي الولاد يحطاطه مع اخيهم فهتكتب كده كان احتياط اخواته معه بسبب اصابته او بسبب عجزه حتى لا يؤذونه او يذكرونه يعني كانوا عشان ما يؤذهوش او يفكروه بالعجز اللي هو فيه طيب تعالى دلوقتي ناخد نمطين من انماط التعبير اللي عندنا خلي بالك هناخد كل مره نمطين كده لغاية ما بعد المراجع الرابع باذن الله نزلالك مراجعه للتعبير مراجعه شامله وفايل فيها كل انماط التعبير سواء الاختياري او حتى المقالي وازاي يتعامل معا يرى البعض ان النيازك تنشأ من الشمس بينما يرى البعض عدم وجود قلب صلب للشمس وحتى في حالة وجوده فان اي جسم صلب يندف من الشمس يندف منه سوف يتبخر كلية في نطاقات الشمس العليا حيث الحرارة العالية قبل ان يكمل هروبه من الشمس طيب هل في الفكرة حقيقه علميه والدليل عليها طبعا هي مش حقيقه علميه الحقائق ما يختلفش عليها اتنين لكن هنا قالك يرى البعض ويرى البعض رأي ودليل عليه قالك يرى البعض ان النيازك تنشأ من الشمس وقالك لا الناس بعد تانية بتقول لا لانه في كذا وكذا اذا مش رأي ودليل هالرأي وتفنيده ايوا بالضبط كده هو ده يعني ايه رأي وتفنيد هو اداني رأي اهو ده الرأي لكن جاب لي التفنيد عليه التفنيد يعني الرد عليه كلمة التفنيد يعني الرد عليه بالادلة اذا انا عندي رأي وتفنيد طيب اتنين الانسان يستمد مقومات حياته الضرورية من البيئة الطبيعية الهواء والماء والضوء والحرارة والارض والغذاء والماء والملبس طبعا واضح جدا انه هو اجمال وتفصيل مقومات حياته ايه هي ده 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 خلي بالقوا انه التعبير الاختياري بيأتي احيانا من القراءة اللي انا هشرحها لك يعني احيانا هشرح لك حاجات في القراءة زي التفصيل والاجمال كده جتلك فيه التعبير طيب بكده نكون انتهينا من اول مراجعة من مراجعتنا وان شاء الله نستمر على هذا طوق طيلة التمن مراجعات اللي جايه وهنستمر على كده ده معناه انك هتلم كل حاجة بالتفصيل وقلتلك قبل كده انه انت خد الشرح هنا شرح تفصيلي كامل شامل ووافي هتنزل ان شاء الله لسنتر او على المنصة لو انت من المحافظات هتلاقيني في بداية المحاضرة بلملك الكلام اللي انا شرحته ده سريعا عشان تبقى المراجعة فعلا اتت بثمرها المراجعة الناس تقولك احنا احنا هنلم ايه بشكل موجز انا مش عايزة لم بشكل موجز انا عايزة لم بشكل تفصيلي ولم بشكل موجز يبقى انت تشرح لك تفصيلي وكأنك في بداية السنة كمان هنلم بشكل موجز وخلي بالك حتى الشكل التفصيلي بفضل الله حاولت ان انا ما اطلش عليك بشكل يرهقك يعني المحاضرة في الامكان ثم بعد ذلك هتنزل المحاضرة تاخد الاجمال بقى بتاعها ونحل عليها حل تفصيلي ثم بعد ذلك نحل عليها امتحانات شاملة لو فضلنا كده اولاد والناس شدت حلها معايا وخدت كده بعزيمة قوية ان شاء الله باذن الله هتوصلوا في نهاية المراجعات ان احنا مش محتاجين حاجة عشان نيجي بقى في لالة الامتحان نسبت معلوماتنا اكتر باذن الله نوصل للمتحان التمانين درجة باذن الله في جبنة وده مش كلام احنا بنقوله اعتقد انك بعد ما شفت اول مراجعة عرفت ان احنا ان شاء الله نوينا هذا ده شدوا حلكم واي حاجة هتحتاجوها قولوا بس يعني حضرتك بس اشر وان شاء الله كل طلباتك موجودة ومجابة باذن الله دعوتكم بس ان ربنا سبحانه وتعالى يقدرنا على ان احنا نلبي كل رغبتكم يعني نرجو من الله ان المراجعة تكون افادتكم وفهمت كل حاجة لو مفهمتش حاجة تقدر في المراجعة او في المحاضرة تسألني واحنا معاك ان شاء الله الى النهاية سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اوليك السلام عليكم شوفكم على خير المراجعة الجاية باذن الله